مساء الخير والأمل والفرحة والإبتسامة مساء الخير فراشاتي الأنيقات الرشيقات الحبيبات قصة اليوم قصة دي الزواج إجباري قصة دي لواحد المنت اللي بقى صغيرة في الصين قاصر قا ترتبط بزز منها موجبارة بواحد الإنسان اللي فيتلي يمزوج بواحد الإنسان اللي كيحشقها كيبغيها السينين طويلة غيزوج بها غيباش يفقسها باش يغيدها لأنه هنا تلبس منه أنه يتزوج فمتصار الكرامته اختار روح الإنسانة المسمردة اللي ما كتلينش اللي كتعتز بالكرامة ديالها الأبعال الحدود وهو إنسان اللي ما كيأخذ بكلمة حتى شي واحد كل شي كيخافوا وكيهابوا وكيبير جيلة عشيرة ديالهم وبين ليلة وضحاها نهارت كل أحلامها واللات في قصر الراوي علش هي كي مزاف دياله بنات الميئات من البلد في البلدة ديالهم علش وقاها الاختيار دياله عليها كعال أحلامها ولا تصارها حلمها أنها تكملت عليما تسالة حلمها أنها تبغي شاب من عمرها تسالة كل طموحات ديالها تغتالت بفضله شنو غدير ديالها تزوج غدير دزوج من رجل العمر والدعف ديال العمر ديالها ومزوج بأحد أخرى وقاها للبلاد كل اللي عارفها القصة ديال العشق دياله عليها الرجل ما كنلفش نفسه حتى أنه يشوف فيها ماليش غير يشوف فيها أصلا هي مجرد جارية شراها شراها السيد اللي ساحملها بطفله وهالطفل هو اللي غيحررها من العبودية بحل العصر الجاهلي هذه مهمتها أنها تغلد لي وصافي حتى أنه ما كنلفش نفسه أنه يمشي لعندها غير يستدعى عمها للمكسب دياله وجاعدها فرحان كي يزفلها الأخبار السارة والكارثية لها ما كانش عمها شي يوم مذكره للإنسي هازي طمع في شي حاجة اللي مكيم لكهاش بالحكس أربعها لأنها سعسلت قرارتها على الشموخ برغم الفقر ما شيفوا قرارة ولكن قدام جاسر هما معدامين وتقريبا كي يمسلك النص الأراضيجي لبلدة وتذكرات النبأ المشؤوم كان ديك الساعة قال سحسا حسا جدخل عليها ابها قال لها سي جاسر بجلالة قدره وبغيت زوجك ديك سعش ريد عقلها فات جاسر المخيف اللي شافته مرة وحدا شهورة هادي كانت راجعة من المدرسة غدى حدى 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 للويد كي ما تعودت كتوكل طيور لي سكي يهدر معاشي واحد من ذوك الشباب اللي هابيثين ما عارتوش هاتمان في البداية ولس كتسرع في الخوط جيت الضارة حسا الجرى هادا كل ما عارتوش تعمل دراها كيز هاتي المرة الاولى اللي كتك تشف انها فئة القدر من الشراسة شكولك كي يصدق انها حور لدك الجسد ديالها ضائل اللي اللي عندها 17 عام يمكن درما تصور هذا كامل تلاحسا لي هاكا كنت فأرها طويلة مباشرة فوجو وخلصوا مصدومة ردت فعلها العنيف وشفتي كل لمعة ديال الشرف اللحظة ولكن انها كافيلة انها تسترلي ولولا ظهور جاسر الموخيم ديك الهالة ديال وقار والكاريز من اللي كتصحابته الله اعلم شنو كان غادي ترى قبل ما ندخلوا في الاحداث ديال القصة ما تنسوش ديروا اللايك وخليوا لي تعليق في رأي ديالكم على القصة وبرتجوا معي القصة اذا كان ممكن وكان رحب بجميع اللي يدخلوا جداد في القناة مرحبا بيكم نضميسوا لعائلة ديال القناة ونكملوا القصة ديانا كجحل مرة كتشوفوا مبعيد وكيدور في الاراديز ديالو على الفرس الاسود المخيف حاله هذا كل فتا اللي كان في حل ثور الهاجم لدقيقة لدقيقة لديك الفريق صغي وربي لي كيسر التكلفة للسرط كيف يدجوك يشوف الارض ويدوا بديك السفور لديه الخاشن شنو كديرينه ويقاطع سي جاسر ويرجع قاطع قليل اذا ما مربيش خسلي قطاع للك الرقمة ديالك وردبا قدرتي بساسع للي قطاع لك يلا بغدت قطع تماما سمع الصوت نهائي سكسي قطع الحس يتحذف في وجهه هذا الحمار الذي كان يقرر بلي كل نهار يتبعني اليوم انا جاء من المدراسة وهو الذي يمرزتني وهو ما هو يديه ماذا هو في ملك اللحظة يديه ماذا هو يديه و حقيقة انا عارفة كيف سوف نجيبه هزتي اتحت الاسماء وهو فضياله الصغير و لكن ينتبقى سمع القفل هاو وهذا كان العملاق المخيف الذي كان قدامه وهو حمر من الغضب و عينيك تنضرب الشر وش انت ما معمرش لك عينك ولا شنو ما بنشلك انا واقف قدامك اللحظات حسن اصبح ها ذا الروع بحقيقي من ديك النظرة دياله المخيفة همار ما كانت تروح دياله من هازمة مستسلمة زفرات بقوة وبعدات عليها يده قاتله بسحة دي اللي كي ما دي يده علاشي حاجة ماشي دياله كي يكون سراق والسراق ايده خسكة تقطع اللحظات شاف سفعيني و حد المعه غريبة و شو يدور وجهه و تلفزك عطيب داره اللحظات برجلها و يهازة الساك ديالها اللي كانت لحل الارض غدا و كتنقرب وحدا والله ما خليتها هالي والله لا خليتها فيه سمعت صوت دياله تلتس منه شو يرجع كي يشوف دخل اللي قلتامه يلا داركم و حسابي مع ابوك قصة من عظم اللي تعرضت سينا مرة اخرى ما تفقش هنا في البلد يلا سير كانت غارقا بدكرا ايا تحتكت تسمع عمّا و روش هناك نظر مع راسي و اجوبيني من سابهات العمّا رقضتك راياز مع الجاسر الواسيم ما تنكرش انه رجل مفعن بالرجولة المخيفة ولكن عنده حد ديك الجاتي بيديه الوحوش و يتسوله بشورود يك هو مزوج منتعمه كل شي عارف بالله كي يبغيها و علاش لله مانو انسان مقصدر مقدر يتزوج عيوض الوحدة عربعة و عدرك عارفره و اللي يمسؤول لنا كامل هو الاغدي عنه و عد مراسوه مقدر الشولد لي خاصه و اللي غيرتليه جاوبها بصدمه يعني هو بغي تزوج شنو بغي تزوج ارنب شو لديه الولاد او شنو سمح لي يا عمي اقلب على وحد اخره من غيري انا مازالة صغيرة و بغي نكمل تعليم كان هذا قرارها اللي عاشت في الجاحيم بعده من عاما من التراسة و ماشي غي هاد الشي و اللي كي عاملها بقصوة مرة ما شافتها من النوم القبل و رغم هاد الشي اتمم اجراءات الزواج مهي يوميا كصدر معي و اولد عمها و كصدر معي و كصدر معي شهر كامل و قفت الجاحيم حتى عللت على الموافقة مزز منها مكرهة لكي تمشي الجاحيم اللي كانت تخيله القصر الراوي شافت فيها ماما كانت تحصر الله الله اعلم من شكر شي و شو هذه عروسة لتعرسة و شو ما كانت مرقيش كانوا دموع اعلم غرقين وجهها الناس اللي اللي لأخذه اوضف حل شلال مش حد دموع بكفيدة سي جاسر خسارك انت يا حور ضونا على البلد يا البلد كاملي قلت لها بضيق اه تشي لغي حمقني لاش انا وعليش بغيز كويس انا عارف وش بغيت ناس مع امي ديكساها كان يطلب بنته وهي اكبر مني وارمال وعندها اول يعني ديكساها يكون ضامن انها غسولت لي ولكن انا لاش انا يقدر يكون كاي بغيك ماما وشي كي حسب لك انا بقى بني صغيرة را كونش يعارف انه كاي بغي مراته جوبتها ماماها سماحور سي جاسر علا قد لهيب دياله لخوف من الناس منه ولكن ما كينش احد من قلبه رك عارفة را هو الاما ديالنا ينكون يكون عندك حق احسان انا جسي استغرب سملي تلبك وشي اللي خلاني كان سهول كانت قصة اللي عرفته انه يلي بغي تزوج وما شغي هاته وقفاس قدام قال كبار ديال البلاد وقال سهله قدامهم خسك تزوج واي وصافره ماشي سهل على اي وحدة في الدنيا تشارك رجلة مع وحدة اخرى صافة ابنتي يا بارا كم ديك الكلام ديالك ونوضي هادرها عافتي شكول هادرها الاغا جاسر هادير الفرصة ديالك بش تكون هي الكل في الكل وتسملكي لقلب ديال راجلك اتنا احداث وقوعة وهاك تظن انه جاسر كله غي سنباهية ويلا يا حور ويوم ارى العرز ديالك ترك عروسه و البلاد كله معمر انطار ونوضي تفرحي معا شافت عيات وقتله وخمامه ربتت على كسفة وقالت بسها هذا الله يكملك بعقلك ابنتي كانت كتظن انها غتستسلم ولكن هاتش يعمروا ما غيوقع اتو قديمة حور لأبيه اللي ما كيكسر احتى حاجة حتى ولو كان هاد الشخص هذا هو جاسر الراوي الاغا مشوه البلاس اخرى صحنا كيبوسيد الام دياله بحسيرها ربتت على كسفة بالحنود يالا المعهود وقالت بساوصة صارم قلتها جاسر ما غنهضر معاك جلس على طرف الفراش امرين يا ماما ما يامرش عليك ضالما أولدي جاسر انا ماهضرش معاك من الساعة ما قررت يتزوج حيث كسمت خيلة انك غيرك عم تضغط على عزة ولكن انت فعلا صدقتي كسبتي الكساب ديالك بلا عارقة بصعوبة وقال بحزن وانا من امتى ماي كان اخذ قرار وقرجح فيه طيقيني الموضوع ما فارقش أصلا مع عزة يتقل له بعيسا قلت بشي تزوج على وحدة صغيرة ماكيش منكم هنا اي توافقوا لمشاعر جاسر نهد جاسر بقوة وانا شنودرس بالمشاعر جاسر انت تعرف من المول انك ترفض ازواجك من عزة ما يقاطع بلاد الهضره ديب يا امي ديب كيشي حويش تغيرو كيشي حويش كي كيتوضحو قدامك وكي لأسف بعدما يفوت الفوت شنو معنى هاتشي ان عزة خرجت من قلبك غمض عيني وقلب ألم عزة بعتني على قبل كلام الناس امي قفت وصد الكبار ديال البلاد وقالت لي يتزوج شنو بغال كل شي يقول وره فشتوها هي قد ضحي على قبل رجلها ولكن في الحقيقة أنا ما فارقش معها ما فارقش معها أصلا أنا حاسة بكم الواجهة ديالك جاسر ولكن البنت اللي تزوجتها هذه ما عنداش دنبا ولدي دبارة ولس مراتك وعندك حقوق عندك وأنا ما غديش نضلم الوريطة أنا عارف الشرع ديالله مزيان شافت فيه وقالت بحوزني يعني وش هادش كل عريسة نهر عريسه وعيد درتي حسابك إنها ابنت صغيرة غايت تد عليكم باب واحد اليوم وانت ماهلش هيليك حتى تهضر معا ولا تطمنها ما فكرتش فيها ولو اللحظة أنا ممكن تضحك يا جاسر أنا رمك انت غيش نباغي ما غيغيت سكسر عزة وصافي ولكن ما شاء لها سهم ديالك المنت ليسيمة عرف أن الأم دياله فعلا عنده الحق والفعل ما فكرش في هادش وانا ديالك المنت صغيرة مولة الأنياب واللسان صليت ما خطرتش على بالهم منهضر مع عمها وكان مطلب ليشوفها لاوالو اللي كان بغيه ويشوف رد فعل عزة اللي قابلاتهم بتي سامة باردة وهن آتوا بسخافة حتى الهدى ما ما زل ما عارش علاش خسار ديالك البنت الصغيرة ولا جاتوا تفكيروا خرجوا الصوت ديالأم 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 ديالأفكار المؤلم في المشيتي ناعد وقلبه ذو ما ما ديريش بباركة موي انا مشي دري صغير وانا عرف نزعابل معه انا غنطقي في الله ومغنضلوهاش غربتت على كتفه الله يلني كاولدي ورسخك بالدورية الصالحة يلا سيرها والدي سير جيب عرصك بس لا يديها ويمكن يتبسم هي اللولا يلا سيرها والدي شوف الدبيح اللي كيدب حق بالبعسم شو يدي معك خوك قال جملة ديالأم الأخرة هي اللولا وطلع للألل فوق الجناح ديالأم الليدوز فيه اجمل اوقاته معاها او هاكا كما كان كايضا عشرين ها ملي كان يلا دري صغير يافع وكعرف ان عزا ينصو الاخر الابناء ديالأم 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 الفاتنة المدللة ديالأم 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 جميلة هكا ديما كان كيلقمها جلس على كرسي في الصالة الواسعة وصفر بقوة المرة المليون كانت تكرر قدامه حياته معه بنسمه الفاتنة عشق حياته هاو هكا كان كيضا نيلا ديدي ديفاف ديالهم الأسطورية والمدينا السعادة دياله البالغة وكيقرب للاول مرة حياته وذي كرياته عشر سنين كاملة كل طلباتها مجابة حتى لو غير منطقية كيفاش قدرت أن تضحي بهذا شي بهذا شي كله بكل بساطة وذكر الليلة اللي تحطم قلبه الأشلاء على يدها غير عللت كل شي أنها مرحبة بالزواج ومن وحدة أخرى عندها هادي كان قلع واش نتيكتل ودي يدرعيك يا أزا جوابها سببورو جاسر أنا بنت هادي وانا قلقي الزواج شنو المشكل هادي حبيبي صدماته عادي أني ناخد وحدة أخرى من غيرك في الحضن ديالي قل جوابها سبطريقة عمالية ما غديش تكر مراتك عادي ما بارك من ذيك الرومانسية الزايدة ديالك أنا عارفة ومتأكدة أني مكنش يحدة غتتاخد مكانك في قلبي فادي انت خصي يكون عندك أولاد وانا مكان وليش شنو المشكلة أنك تزوج وحدة أخرى فسحة في عادي وكيف يبازلك يمتصغر وش هدهاتش يا هادي بالنسبالك يعني ما غديش تغير عني قتله بلافات صبر كيفاش نتغير أشهد تفاها هادي أكيد الله تعارف أنا ما كنفكرش هاكا والمرة الأولى اللي سولت سؤال عزة وش أنت كتبغيني بالصح أكيد كان بغيك أنت راجلي ولد عمي وحبيبي عمرك ما رفضت لي يا طالب ولكن غير أنت كل الحاديقة اللي في الشرقية اللي رفضت لي تكسبها اللي يا الحبيبتك كانت المرة الأولى اللي كي يشوفها أن عزة زوجات بيها قصار ناس بها لقبل الفلوس هي لقبل الفلوس قاعدك العشق اللي في قلموا ليها مجرد وهم من طرفه هو قال لي يا بتردد غي غتفرق معاك بزاب تعلقت مع نقوي قالت بدلا طبعا يا حبيبي يا هذي اللي غتأمل يا مستقبالي حتى ما مقعت لي أنا ممكن جي تعيش معايا لا لكتبتيها لي شنو قلتي لانت ستجلها إمسا بعدي الداوة كانت قمرارة من بعد خلني الفكر كان غالق حسلوا دنيا في ديكالعياته منيخرجوا صوت خوط من أخوهم من الشرط ديال في المسيسي العريس تقعد في المسيسي العريس وشاف خوط صغير منه لي صغير منه فين غالب شعالة أنا قدامك قلص قدامه مالك كشكين مالك نسارة الكبير ديان لأغا ديان شنو واقع رسم سيسامة باردة علشفيفو كينوالو علشك سيجان يا راه طوله بلا تلتحت العروسة واجده وانت ما زلت ملبسيش خيوانتا كيف شعرت يبين لكم ملاتك وشنا نغانو ملو لشنو أي ناس تصلت بي كيف حالت تصلت على عزة وقلت تربيه وخلاص بتسم السخرية عزة كانو اسمعك أربط علي عليك تفوق علي اللي بيعك مشريش لوحوا را دارك لنزغز بداحية جديدة يلا نوت شفي وارجع وقف عندك الحق كان ركف السيارة اللي زينة على عبطة ووهوها لداخل الدار حكت عائلة صغارية من طالقها في كل أبل هاسا سوف فاتت وخديجة اللي هي الأم دي الحور وقالت برتيباك الآغة جاسر ورد بالك من حور طول بالك اللي هارا مازالة صغيرة منحبتي سامو عقل مشغول في اللي ورا الباب يسار وش عزة مازالة كاللداخل عبطوا عيني كيقلبوا عليها على ديك القاسية اللي كيحشقها حسنا تلقى عينيهم عينها هاديا تماما ومجرد الهدوء ديالا حسسوا بالغضب تاسمت بيك تقدم جيتو ألف مبروكة جاسر كتهنقو هليش كتهنقو بتحديد يلا بغي يهدر لولا إن الكلام ما سعفوش نخليه سي جاسر يهدر مع المادام براحسو يلا اعتبر الداردار أنت أحلان تنك في السيارة ربقاسو بالنظرات الغضب كتهنقو بتحديد يلا بغي يهدر سكيسمع لغضراتي العروسة الجديدة يوا يلا نخليه سي الباشا يهدر مع المادام براحسو يلا اعتبر الداردار سي الأغا أنت نكفة في السيارة ربقاسو بالنظرات الغضب كتهنقو بتحديد الغضب ديالا وتسعر القاسب بزرعي شخصو وخرجس على برا لدقيقة كاملة ومصدوم التصرف ديالا قاعد نتابع هالأصوت عزة قاعد تقلص الدوق هادي ما كانش في حالة تسمح لي أنه يهضار مع أي واحد غي بغي يشوف هاد الحمقة هادي وحيد من هاد الرأس ديالا العنيد حيد مبلاصو تحرك على مرة اللي يكمل اللي باقي وأن عزة خارجة بها كيسمعوا حدها مع مات ساخيفة اللي تسبت في هاد كل حمقة قدام الناس كل شي كيشوف فيه حتى بنت لي كاتتدار مع ماما هب عصبية يخلص وجهها كيبن كل الحمر شديد ديها يلا بغي يجرها ويتحيي دي دام نيده تحركت قدامه والسيارة بكبرياء جرها عايشة ميد دي هزا قلصت في المقات القدامي كانت هي غادة اتقطع الطرق على عزة اللي كانت واخفة قدام السيارة يلا غاز قلصه اللي روية تسبقها قلصت هي ومزز منو حرك راسو اضحك ورجع يقلص حداوة كي يمسلا اللي درسيل داخل مغديش يدوز على خير عينيها بحلو البندق اللي مزوج بالشوكولة كاسم سهل ابتحبتي وبتسامة مصة في الزكاة تزين وجهها وهمسات لبصوت هامس مشي قدام الناس ينكونوا بحنالقها بحلو كاسم ليعلي شنو خصو يدير شنو كان بحل دكرة حمق اللي غايدرشي مشكلة قدام الناس قالت لجملة دياله وخلاته وقفها كاكوية كتشوف من السرجل اللي يسدود والمرة الثانية كتنتزع منه ندرس إعجاب تأمل الفوستان ديالها البيض وديك الطرحة اللي مغطية شعرها غريبة وبرغم صغر ديالسين دياله ما حيداش الحجاب ديالها عزم في الزواج وقصرس على انها تحيي الحجاب وتلبس أسوم ليكنس مكشوفة ثوبها كيغطاها كلها وصله حتى سمعها كتنتق عشب واشغاني سيبغي تنزل ولها قد وزولي لها في السيارة نسامل أن السيارة فارغة كل شي كيت نوم على الباحدة البوابة المرة الثانية خلال أقل من الساعة كانت تيرو ديك المونيكا في حد الموقف محرش نحن عم حارج ومزل من السيارة وحل الأميرة الباب حنزالي عطى سويد ديها الصغيرة غرقاتك في إيده تعلقاتك في دراعه بتملك حلها كتخبر كل شي إنه كيخصها بوحدها وهمزات له بتيسامة خلامة بتاسم تسمعها وإلى شكل ديالنا غيكون خيب قدم الناس سيني طويلة ما ضحكش بدك الطريقة هذة البنت الصغيرة فعلا غريبة وصل البوابة تكيت لقى لأم دياله بتيسامة ألف مبروكة حور أنا ممت جاسر خلاتي يدي وتوجهجي للكرسي المتحرك ديال الأم دياله تحنات تحترج ليها هزتي يديها وبهسة يكا تدرب صوت رقيق لا بس عليك مكش كي نداهي إنك تتابين في سكو تنزلي أنا جيسل عندك ربزات الأم دياله على خدها بحب تقوليش هاك كانت يارك مرس غال غالي وخفعته بس لها راسا الله يطور في عمرك ويخلك لينا عمور ما تفكر إنه عزداتها شي مرة نهائيا ولكن هذة المتمر إنه كتفرض حضورها بقوة قد تم كل شي يمكن يأكد أنها دخلات القلب لأم دياله سكنات بسرعة حدا عائشة بنتها بعد ذات خطمة تقدمه وتحنا على عيد أمه بسويتها مثلي عرفت هي تخسار حافظ على فقف داخل دعينيك تقعد في الوقفة دياله وجاوية كتب ساسملي خذ مراتك ودخلوا الجنح ديالك ما جاسر يلا يلا كيبغا يهدر ويتصبقوا حور اللي هو حسن تطبلو عليك الأول إلا سمح سنين وصلك الجنح ديالك اوفي حنا ما غادش نسأله كان هات صالق ديال عزة تقدت حورية تقول لي مهليشا تاتي يا عزة صهرناك مزاف اليوم عزة شفت فيها شنو التاتي هادي حور وستيل عنده احترامه وعد نتيف مقام ماما كثمت أي ناس وعائشة والأم دياله تضحكى لها ويخو انتقال عادة حور ممكن تقول لي لها عزة تسمت العلاب خاجل قتل للا ما شو ما تاتي عن الزخص نحسرموها جاسر بعضها صفي معرفش سبابة صفي باركة يلا تفضلوا كل واحدة مشي الجنح دياله بعد ذات الخاني ما بدت تتحرك بها والغريب انه كيسمع الضحكات ديال ماما اللي كانت كانت تسمع صوت بسموع غاد يرمو راهم عقلهم شهول بحد المسماردة للسحودات العثيمة من الأم دياله اللي صار يمفطيبع دياله عوناتها تتكات من مساعدة دياله بس لها جميلة وهمست لها صبحي للجنة معم الحبيبة ونسي من أهلها حبيبتي هالدخيلة اخذت دور دياله تقريبا لقد تحيات الماسة على الأم دياله سم غادي سحب ديك المساعدة جريفة من الدلجة نح اللي خصولها في الطابق الأرضي صافي ديبا غادي يدخلوا غاين فاجر فيها ولكن فاجآت وأنه حيدة يدى بقوة ورجعت الغطال اللي كيخفل فصن دياله العاري بعدها تغطى دياله صبع صبعي ويا كانت تقول وف اللي ما حمنيش عاش تزوشيني ويا كانت فوادي وفوادي آخر كي يسمل دكتاب القسير اللي كانت لابسها من تحت اللي الله مغطي سيقانها مكشوف كي يبين كتافها دروعها من العدم ديال العانق كاسمة موثيرة شعر أسود مقهد هربات منه خصلة طويلة على وجهها ولثة كل ما في الكلمة بمعنى أكثر مما يعجب قرر بات ويصدر لي في وجهه مالك وش ولتي ما كانت سمعش ولا شنو تلافت لاب عيني شا يعلي ستفيه بزاف قدد دروعه قدامه قالت بغضب سمعستي الآغة أنا عارفة مزيان لش دورتيني خلصت فيه فلوس بزاف وشريتي جارية بتجيب لك ولدياك ويقاطع بغضب شا تتخريف ذلك تقولي شا من جارية وفلوس شافت فيه بقار تخريف حي تزواجنا كان بحال أي يزواج ياك شي تتقيسي على الباب قال دارنا واختبسيني من عمي كي بحال أي واحد كي يخطبشي وحده كي يكون نهار كي تهدر معايا بش نتعرفو علا بعد حسن نهار دي العقد كي يفرحان بزاف درجة انك حسن ما نتقسيش بسكل ما وديوما دخلتي من الباب عينيك عين اللي يخصك انفعالها وانفاسها اللي متسارحة عينيها اللي كي يلمعهم التمو وديك المرار اللي ستشعرها في الجوف دياله لهاد الحد نظلم هاد البنت صغيرة اللي قنتها مفعلا عندها الحق في كل اللي قالتو كل اللي قالتو بألم ولكن اللي كتر خيرك كتك هتصفت فلوس العمي باش يوجد الجارية لساعدك شريتها فلوسك ولكن يكون في علمك أنا ما غادش نسمح لشي حدي هين كرامتي شف يا بتوتر تسوي حد ما يقدره هين كرامتك انتي مرات جاسر راوي الآغة وليك هينك غد ييني تآنايا نهدت بألم وقلتت على طرف الفراش وياك تقول مخنوقة مع الأسف نسليه انتي كرامت يا آغة قلت حدها شدك فيها عينها عامر بالدموع هزلها دقنا بيدي سمحي لي كان أعتقدر منك درس بحال وليدت الصغار عدتت على شفائفها وجه ضغي يا عمر بالدموع منتها صغيرة كتعاني بالإهمال صندت راسة على صدروه وهي عن نقا كيربط على شعره بحالة بنته غريبة متمردة عنيدة مشاكسة ورغم هاد الشي فقيم مصد ضعف كان كايدن انه غيستشعر بالغربة معاه ولكن ما حش بهتشي هاد صغيرة حاسها كتنسامينيه بشي شكل من الأشكال وجودها هاكك معاه ومع النقا اعطاه دك الشعور بالسكينة حاسبها كتصرخي تاسم حاسبها صاف يعيز بدك البكار نحسات على صدرو بحالة شي بنيسة صغيرة كاز يدوحي بدك المقبط اللي في شعرها تحل شعرها هاكك بحالة دك الموجة تسائها وارزحة لأطراف ديالون الفراش حاسب شوية قدالي وكيتسئم الملامحة الطفولية الخلابة بدل حواجه وتسكحدها ورفع لها الأقطية وكيمس عرصي أحور ما عارض شنو ليش ندني لك من أول مرة شفتك فيها كسي أول وحدة كنشوف لاف الحرام بتزز مني كسي كنتبعك 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 كنخاف لشي وحدي برصدق يدر معاك ما كنتشعر فعلاش حسيت أني مسؤولة لك من لي هاد لغبية ديالعزة قدر بتكشير يدارته مجرش فرصي من غيرك ما بغيتك شتبكي مرة أخرى بغيت قوية وخة قال هاد الجملة دياله الأخيرة وبس لها رأسها عن اللقاء ونعن صفحة النهسة مريحة شم غديك يتحرك من قدامها تابعها بخاجل كطلقة تسهاني من كل شيء وليك اللي يستغرباته وجه عززة البارد الخالي من أي تابير فما تدبع لش خبرها بقضية تجميل حيث عززة من الناس اللي كيتقنوا التجمل فعلا فاتنة كسبان غزالة عليك حساس بالطيقية قدامها شعر دياله أحمر ناعم ذير عليه وحاتشالها قريب اليوح فوقه العيني دياله خضرين مرسومين بخطوطة عريضة البايد ديالها ناصع طول ديالها مناسب والجسد ديالها متناسق كي من واضح من خلال السروال ديالها الضيق وديكير تلك اللي لابس قصير فوقه كان عنده كامل الحق انه ما يشوف شفاهية كان سارحة فيها تسمعت صوحة الصوت فش سارحة حور انتبهت الإينت اللي هدرت معها ورجعت على القت عائشة أكيد فشخويا جاسر ياك عحور ولو جاء كل حمر وقالت بارتيبات لا لا ما سارحة فوال وعادي يصدر عزة بسخرية فكريني عحور نقول لك على الموضح سمي هذ اللي لباس هذا اللي كاتلبسيه مش يسال هي عائشة لبسين كار بالعكس حور لباسة زوين ومحترم عقدت حور دراها قدما وقالت بسحدي هذ اللي كاتلبسي نسي عندي منه بزاف ولكن كاتلبسوا بغيف بيسي أنا مش جاهلة ولا جاي من وراء البقرة ولكن الجيسنية غالية ليا ما كنفرش للنس عليه آه تاتي ويتوقف عزة ويتوقف ويتوقف ما تنسي راسك وتجاوز يحضوذك مع اي فهمه ولا لا أنا دي رغى حسيرها من الجاسر وصافي الجاسر ويقف شنو واقعنا تعال القد ضغياء بعنقوب دا تكاسبك حور قتلين شي كلام خيب بزاف مش هد شي عجبك هزا كفو كيمسح دموع هاليش مثلا ضعيف قدامها يوعى يعرف مزيد انه ما يتحملش دموع لا اكيد ما يرضينيش عصدر العزة حور حور شافت لا انا ما غلط فساشي واحد مش نتقدر منه دي مقادرة لان اتش عدم فراس فلاحظة بعد درا عزة وتسمع غدي جيت شنو قلت دابا قلت له بتحدي قلت مع انا عصدر فساشي واحد عزة شتقلت لأذب هادي عايشة هدي النفوس عزة اجي معي يا حور قالت الجملة دي لو شدت يدها تتحرك حتى قلب صوت رائع مراعد خلي عايشة عزة اتصدر يا حور وخلي يدو نهار يدوز على خير شاف سيب نظرة قوية سابسة كل ها سحدي ورفعت يدها قدام انا قدامك الها وخبل المود لي ما اعتدر لشي غلطت فيها مشالجانة حدفها يلا كانت غطي حتى وقف قدامه وقال بغضب وياك وياك نقول لك شيك الموت كسر قدامه بسماتيني انت ظالم ضراخ طوحت درشاطة طحت على وجهها الارض كتتفقد وتيزان ولكن كرامته ما تحملتش ايها انت ورجعت وقفات بحلة ما تبقع وعلو كتشوف فيه مذهشة وخيد يدم كيدو محدش فديالها رفعت سبابة دياله قدامه وقالت له بساهدين ما غديش تسمحلي كتتزيني وتكسر كرامتي على قبلها سمحتيني ومن لي يوم ما نقترش ندير هالدور هاته يلا بغي يعود لضرب اخرى تكي اسمعت تلق في الباب صوت ديال لأم دياله حل جاسر زير على قبضة دياله مشحل الباب تلقى ودق الوجه دياله صار مقدامه طلعني لحل تحور الداب وخرج برق يلا تفر بقوة واخر وليده ثم قد يجر المقعد دياله المتحرك سل داخل شافت عينيه يكا جمعت القوة كاملة شافت فيه بتحدي ورجعت بطات عينيه ها بطات على الرجيل الأم دياله تقدمات ترمات إليها كان متأكد أن أمدي يلو ما تسمح لها بهذا شي وقت بعد ولكن تضم وليش هفت عم نقطها وقد تربط على شعر بحانان عم مرش واحد مع نقطها كاية قصد الباب وورك جاسر وخرج بطفر بقوة وتحرك سكيت لقى عيشة تقول لك واحد الحاجة أخوي يوم عيشة عزي قتلها حويجك مزوين يج مدار تقول ويغي جاوبتها ويتنطقي ايناس ولكن جاوبتها بطريقة خيبة عيشة عيشة بعصبية شنو قاتليها قاتلي انها كتعرف الموضم زيان وقاتل بس حويج تشوف بيتها غلطت فيها هادي هادي ولا انتي كنت تأتي من حين صاحبتك جاسر بغضب صفي باركة بغي سمات تكلمة فيني عزة ايناس طلعت الفوق طلعت كاتب كي ناعيش دموع التماسيح حيدي يدو طلع الفوق بصورة عحل الباب كيلقى عزة لاب صوحة شميز دونوي فاضح وبدأ للفراش بين ان عيشة عندها الحق في لما الدموع قربات منهم ستطلب اغراء كتوحش كبزة سافة حبيبي بدت كتتتحرك يدي على البشرة يالو وحد الإغراء اللي ما كيعدوش فإلا من كتبغي شي حاجة كان عقله مشتت نص ديالو معاها نص لاخر معا اللي بنت صغيرة اللي فقداته أعصابه لثاء النو استقضر بها صغيرة اللي نعتاته بالظالم بالظلم وبينه ان عندها الحق اللي كتديرو عزة دامة بها تكون البعدة لانها تكون فعلا ضلمة ولا بقى فعل حال من نظرة حور كتحاول انها تغريح مش تاخدك شي اللي باغا كيف مال عادة بديك اللي ديك السمراء صغيرة اللي يضلمها وضربها لتحت خلاها ودبا كيستسلم رغبة ديالو فالظالمة دازل الوقت كيسمعها كتهمس لي كتعارف حبيبي بعمرك ما غدت القرح تقول معايا الفلحة اللي جاية من ورا الطراب كلينا جاية غباش جيبلك لولاده صافي حسب رسو ضعيف ويستحقت يتحرق حي حيتستسلم لإغواء ديالها والمرة اللولة كيحساقر نفسه تقدي على الفلاش وكيفكر تشكر كييمسقه من الداخل يخير استوصو مرتابك عزة ما تقيش تحتكي بحور ضحكات ضحكات انتيصار خلاته كيتحسب رسو مخنق كتر شكور حور هادي اللي نديرها فراسي شفيا بغضب حور مراتي بحيلة بحيل كعزة مفهوم قال جملة دياله وخرج من الغرفة سكيت لقى اي ناس على الدروج ما ملحاج جباغا كفي الجنح ديال حور هاتشي اللي كان ناقصه توبيخ ديالها تحرك لعندها المقاسب وحد نظرها فاحصة بنع لوجهها الطيق زفلت بقوة ودورت وجهها للشيال كتشوف لديك المتمردة اللي كانت تفحصه حساهية ما قدرش يشوف عينها مباشرة اذا ترى تقدمه بشوموخ انا كان اعتادر حيث كثرت كلامه قدام الناس ولكن ما كان اعتادرش على ذك شي اللي قلت اللي ما دعم و مرة اخرى باش تحكم بالعادل خستك تسمع من الطرفين بزوج اعتادته عصيدار بطعم توبيخ كتعتادر وكتقدمه اقدر اعتادر كمقبول حاجة اخرى للاحور ام دياله بحزب صارح مع مراتك جاسر حتغلطي في حقها صافي الله بسك عيش احور تقدمه تجيه ماما تسفد لها ماما مش ترساح يلا انتك لبيتك عايطي يغل الخدامة تديني احور تحركات البر ويا كتبت ليه للدرجة دي ضعف قدامها شنو انت بديل هاد المثلي كتكسر فيها كل شوية كتبديدك على مراتك جاسر غديك ترمى في الحق ديال الاخرى دير شوية العدل حتى الضلم الاخير ديال وخيبة الوالدة عفة حيدت بيديها هكا عشح تباق قدامه وحركة المقعد على برا ترمى على الفراش المرة التانية كيتناعت بالضلم فهذا النهار هاد شي كل علاق بالحور عزة يلي تسبف هاد شي برغم هاد شي خلاك تنتصر عليها تابع على صوت ديال باب ديال حمام كي تضرب تقعد في القلسة ديال بحش بدخول ديال ونا حركة تأمل ديك بيجامة ديال الطفول يا حركة العصبية في الغرفة غاد جاية غاد جاية بدك شعرط طويل سابح بحل بغت بغت تحيد بلاس و توجه البلاكار اخذت غطة وسادة وفرجت مع الكنابين لحدها وتمدت عليها تفرب قوة ومراقبة وتوجه جاية لسالة الطرف ديال ممكن عرف شنو كدير نبدأ بلاس وقال بشراس غنى عن عسانة كين شي مانع وليش غت نسينا شاف سيبش مئزات اسمح لي ريحات البغفان لسليفك كنت سخنق منه شنو كذلك من البغفان شاف سيبش راسة بحش قطة نقدل الفريسة البغفان ديال ماذا مغرق وحاجة اخرى فهمها ان الغجالة لا يسحي من الشاميس من اللي كون الشاميس قلت الجملة دياله وشرت الشاميس دياله اعتصب ظهرها وارفعت راسة الغطة عندها الحق انه تكالي فهلا هو براسه غاد براسه قف دخل الحمام كيشوف صورته في المراه كيحسب راسه مش تسمى من المراه كيبغيها واحدة رغم على ان اندخل في حياته حس بالحيوب تساهم ستحت عيني على مقا فهلا ديال احمر الشفاه كين في الكون الشاميس وعد واحد الاثر كين فرقبته فهلا ماكرة بغتبيل كل شي بلا كتسيطر عليه عد فهم علاش الحاجة حسي خرج سكاية منه تحضموها مقهورة حسب الايهان وقلات الحيلة ودرت في حياتها القصيرة بش عقبت العقاب القاسي كان عندها الحق من فكرة انه مغديش يشوف فيها مش عند حبيبته الفاتنة اللي رسلت لها رسالة انه ملكها بوحدها خائن ماشي خائن للا مراته لا خائن وغتكون اكثر من سعيدة الى مشاتلي وطاتش ضرب عني ستتش ضرب هاكو وقمشاتل ذاك لوجه في قاحور ماشي محقق انك صغيري لا هذا كرجلي بوحد بوحد جاسر ولكن ماذا ما قررش لك جاسر ملك لا هيا هذي كلفات ملات شعر الاحمر والذكرات الكلمة لأم ديالو قاتلها اسمعها حور تيب حالك بحال عزفة الضار ذاك الشي اللي عندها عندك حسنتي هنا اللي كاتملكي هنا سي كاتملكه قاتلها من خلال دموعها والله ماما مادرت لأشي حاجة محتكيت شبه هي اللي ويتقاطع بحزم انا عارفة اللي وقع عارفة انتي غلطتي فاش غلطتي انك كسرتك الأمراج لك جاسر ما كيجيش بالعناد ككتين في تلك المديال وكتي غتكسبي ولكن تدرتي العكس تحديتي قد طف الطار كله والنتيجة هي هذي دبرا وعندها شفت وجهها قدكت تكون نظام لعني حيث بشلول لغن كن نحس على ودنية شفاحور انا سينين وانا كاللح لعجاتر بشي تزوج هو كالرف تماما حتى جات الغبي وقفت في قطة من العائلة كلها رجال دي العائلة وقد تقول تزوج حتى انه كان عندها عادي وملي يقلي عن زوج فرح يقلي على اسم ديال كوصف تسول تضمت ما تصغر بيش عمري ما تخيل سينين كانت زوج فتانا ويكون جاب وحد في عمرها انا عارفة خديجة عمك محمود من السنين ناس علاق بهم ولكن عندهم كرامة وعزة النفس ولكن بلي شفت البنوس عادي قلت اكيد فيها شي سر والسر هذا ولي خلي لا يخسار كنسي واليوم اللي جا عمك وقل ويرافض سامعت من الفوق يقول لي لا ستتوافق بأي طريقة ويوعي لها شو نظارك هزتك سافة بعز ما عرفت شمامة انا قدي نقول لك لاش انت حرك شي في شي حاجة لداخل ومش بالسوع بش نية الحاجة لدابة ولكن مع الوقت سأعرف لك انه يبغيك يبغيك أحور هزت حور راسة بالنفي لا ويبغي عزة نتعود عليها انا ربيت ولدي على الشرع يغض البصر ويشعيني بشي وحدة مش يحلاله عزة منت امه كان عيش معانا امه وحتى منتجوز وبدت مراته كتكرره فينا شوية وشوية تخلى هنا يوم شا لسعد عائلت في المدينة وبني عزة ولدات بدت مراته كتلمح انه عزة الجاسر وجاسر العزة فبتالي كان عارف انه هذي يحلاله ماشي بسمحلي انه يشوف غيرها ومع الوقت تعود انه هذا هو الحب ولا الحقي الحقيقة ماشي هذي حقيقة انه قلبه عمر ومبغاها تي دبا مش عيرك شوفيش شنو من جهته فركات حورية بتوتر وقالت برتيباك هو انسان مسيان وعارف بينه بالله عارف وانه قلس معاه بعد صلاح حسيته قريب مني ولكن دوكيت احضموها ونصرها لي اما هنشالي حتى يسمعني ونشافش فيها اصلا البارحة بالطب ونجافش يجي ابني كان كيقلب عليها بحيني غهية اربطت على خده وقالت بياقين هي يعني بدتي تيكسب غيه انا غنصفت نصفت لا يجي حتى قدري منه حيت كسرت يكلمته غي يكلمته هو صافي فهمسي واخا وزا التلفون دياله كتصل بي لقى التلفون ما كيجاوبش واخوك وملي عرفاته رهبقي في الجانح انت قتلا مني خرشي واحد منكم يقول لي بلا بغاه في الجانح ديالحور طحوا دموعه ويمخنوق مش عندها ياك اه مش عندها حيث على ناط الحرب قصبت الجولة اللولة فيقي فيقي حور وما تخلاش نتصر عليك فلتاس منش فيفع شهقة وياوات قاعدنا وغيكم ناس ولكن كانت واهمة وما قدرش يغمض عيني ما قدرش واجهها قدرش على حالتها كاك سدان نعاس قبل اهداد الفجر قدرش فيقل كنابة وقدرش الناس كانت فرقا تصلي الفجر تحركات تحركات تصلي حتى أدى الفجر صلت هدئات شوية قربات بشوية من الفراش وقدرز بشوية يشتح العيني شكرا انا حور انا فائقة انا انا يبغى تحرك شديد وشلط عينها من فوخين وتمرمين من البكات البارح كان صادر منك شايف عينها مدمعين اوقع وقال وكان سوء سفاهم ومدهز تقاط في القلسة مواجهة فعلش ما زال كايا اذا ترى سبقوا بموضغية بدو ينزلوا دموع اللي متحجرين كانوا في عينها حد نخذها بشوية لا تفقي كايا طلبي اي حاجة ومسقي كايون وموافقة لها شايف طفونية مبهرة ساكي بش كتكون هاك شيرير شفية كتكون ضريف كندي ما كتقدر عينها تخلي كيتحك من قلب هي كتب عن شيرير وست تراص بموافقة وقال سبح حماس كتب سل دور شيرير ولكن من داخل يالك بزيان ضريف وكن نسولك سؤال ولكن ما تكعش قولي علش انت يعينك بما في ام الحزن مثلا البارح يلا قصد كنت اكتماها غمض عيني كيتناهد كيفاش كتقدر تسلل في الداخل ياله بحلمة كان عندها الحق كان حسب الحزن والوحدة وحد شعور مؤلم بحلم خان وكن ما عرف شربت على خدها خلي كندي داب وما تقول لي شنو بغ تسمتلي تندي ما متعود على هكا قل لماذا متعود هزت كتافة انا لك تراضي من الاسلي معاك وكتكسب الحزن ديالك بالداخل شفها بنظرة طويلة نشي كيفاش عرف تشي هزت كتافة حسيت البارحة بلي مشيتي كتتحاول انك تراضيها حيث بكات انا شفت تشف بشيني كان بكي ومتعش كون غري طيب بالخاطر ديالك كان عاجز قداما انا ينتق بشي كلمة كتتخل في داخله بحمد ديك الناس مالباردة كتخلي عاجز على انه يتكلم ما عجباتك شهد ارتي كتقول لي بقدر صغيرة يا كتش لك تقول ببار لا صافي بالهاكس انتي كتفاجئ ايدي بكلامك ماشي اكتر منفرض انا اللي كان صالح كده بماشي انتي عزت كثافة عادي انا وانت واحد انا وليت قريبة قريبة منك اكيد انا غنحس بالآلم ديالك انا حاسة انك تتألم كثير مني ومعارف شهلاش شف فاب الفعل شه غريبة بزاف كيف شه حاسب الوجع ديالي عزت كثافة ما عرفت شوالك حاسة به صافة متقش كاي ومتحش لهم انت وعتين ستبت بساسم ديالك كثير حاسب حسنا بساسم في الداخل ديالك رسم على شفيف وبتسام ويسوق في وقال سبح محاس شوف انا مازل لك لنبقي الحال ياك واكيد متى واحد ما في اقدام صلي وانا صافة تصفكنا شففة بحمس سوف حل عادات وبدك الحماس ديالك يلا ياك صافة صافة لكن سمري سمري سوف نظر بما ما تقرر موسم مكينة سنفي الجو تصفق مده وانتنقص وانتدور وانتحرك 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 بحال الطيف المتحمس تتبع في أي حاجة تطيع قلبة اللاجة تأخذ من هنا من هنا من هنا تعمرت واحد البلاطا شفيتك يسمعوا شي صوت ويتقول له تخبط خبط خبط اجي هنا جرات وراح تلقت وتوغي سابها علش كتتخبعي؟ هاي شوفنا شي واحد كانت كتصدر معها بالهمس علش كتصدري بشوية غاي سمعنا شي واحد سكي القراث وتابعها خارجي من المطبخ هاي زعلها بغريبة اكياس من فيها الخمز الماكلة الجبن وكيتحرك موراها وكيبتاسم عشين تخبه ولا يشوفنا شي واحد ثم غادي غي سبع هاكي حسنا كي القراث ومطلعوا رجعوا الجناح ديالو وغف كانوا غاي حصلونا الحمدولي الله الله لا حفظنا يلا القسمو الغانيمة حتودك الشي على الفراش ويتلاح علي بالضحكي يضحك بجون ونلادش اللي عاشوا معاد المختلف حل رجعتوا المراهقة ديالو ممسيقش ان يدرسد الشي كامل قدت قال سو عمرك ما درسيان؟ مش تدي ما قدري هاكا؟ ديالو اخويا يونسك انها كانت ديالو رأي صعبة كسكل ماما موجده شي حاجة وكن نسرقوها وكن ناكلوها خاكي يضحك مع اللي كالضحكاتي خلو ذك الشي كامل وكا يضروا وكا يضحكو شوية تلفتلي؟ وشنو غن يرفع العلب هادي الاخوة؟ عادي يديروا نفذك الكيس وانا غن نكون خارج غن يرميهم في السبل درقها ملا يشوف مشي واحد خاكي يشوف يا اي حاجة كديرها وكا تجي غريبة عندها كل شي عفوي وكل شي طفولي قلت بسي ساما ويكا تشوف مليسكو مخلوق بساف درشي حاجة هكا حمقه سوف تنسى قلت سوف يتفرجين على شي حواجه سابعة ويقعد على جهة البلاكار خرجت واحد صندوق ديال الوراق ديال الكارتون بدأت تعطيه الالبوم ديال تصاور قلت ساحدة؟ شوية؟ يحس براسه بغير تقرب من اكثر اخداها اقرب علي اخداها باندراعه احتد راسه على صدره ويكا تشرح لي في استفادة على صور دياله صغيرة مع ولد عمها مع اخوها صور تكريم دياله في مراحل دراسية في الاعداده في التناوي في حفلتها للأم ومرة مرة كا تبقى تشرح لي وشوية كتسولة على واحد الصورة كتيشدة الميكرو كتكتنغني اكدتنغة تكون عندك شي هواية شنو هوايتك؟ ويبتازم خليك مني بغي نسمع صوتك قربعت ولي وجهه منو بتحدي ما تقاش تهرب قل لي هوايتك ونغني لك فكراته في هوايته في المكنونات الدافئينة هواية اللي كان كيبغيه وتخلي علاها بسبب المسؤولية كيتفكره مزيان رأي ديال عزف ديالهواية قتلقي شوية ديال تتخر بايق ما عندوش معنى يترى شنو هتقول حتى ايا نهد بقوة؟ شوفي انا كتكن بغير نسمي طريقة كوميدية قاطعة سبحامس؟ واو كاريكاسير؟ ما كنش في شي حاجة عفاك على قبلي عفاك عفاك يلا وخطا نمشي للمكتب ونجي مملك ونجي هنا بدأ بعفاك ثم غادي جيت المكتب تكيت لقى عزة لا باس حبيبي اجيك اسمعنا شوية دوروا جوه وتخلل المكتب لمسا ليش؟ خارج خداده حتى تفصر من تفاتره القدام وخارج من الجمود دياله المعتاد اتلقى الخادمة في طريقه ويقول لاجي بينا لغدال الجانح ديانه ويش ارجع الجانح؟ واو فنان من تابع الرسمات فيها كتنفجر بالضحك وكتعجبينها وهم معنبرهم الساب واللي غزال فيهم ان الرسمات كلها مرصاف طبعا واو كيسمع لها وقلبه كيخفق بقوة واش كتضرب الصح؟ اكيد هلش مدرسيش مجلة؟ هو يتنادش مجلة حوال تي عارف اني كان ديال اشغال ديالعائلة كله وعد الاغاوية ولكن اخوك عالا؟ لا لا عالا ممكنش اني يعتمد علي بوحده انا الكبير انا كبير ديال البلاد وكبير ديالعائلة وكل المشاكل كلهم كيجوا على راسك انتا هدك الشي هلاش عايش في دوامة ما كتقدرش تخرج بالنهاياك هالدراسه بالموافقة هاد شي ديكين واخذكم تورفك اضغطها ليك بتخليش حاجات هده من الحرم ديالك انتا مناش بتخرج؟ العندسة مهندس كتكنت من انكون مهندسة ولكن وشنو اللي يمنعك؟ قالت باللهفة كتضرب الصح؟ يعني نقدر نكمل المتحانات؟ قال لها بتأكيد اه طبعا اكيد تقدري جاوباتوا باحباب ولكن انا تقريبا شهر ممشيش للدروس مرديش للحقه المتحان مقالغة اسبوع شد وجهة من يديه ما اهمكش انا غدين راجع معك وغدين ملو قاعدكش اللي فتعلك ان شاء الله غتنجحي تأكد قولوا الله ازرسوا بالموافقة ترمات في دراعوية كتتهسب بسعادة الله يخليك لي يا ربي الوجود ديالها من دراعوب من حوحة السكينة واحد المتعة وكيشمريحة الانثة وهي العطرة عفوية جدا ولكن كتتحركوا كليا اصفروا وكيربت على الشعره وكيبعدها وكيستق قبل ما يستسلم ديالها طاغية بس لها راسها يالله لما بغيت نسمع صوته كنت غده ومدهو بأول مادة تفهمنا؟ فجأته وحد القم لالة خدته وغنزلت وحد زنجاجة ديال العطرة ودارتها بحل ميكرو على فمه وبدأت كتتغني لي فاجر والضحك ولكن جمد مع الصوت دياله العذب كتتغني ومتحين مسامع الأغنية أغنية زمينة بأول مرة كيسمعها لن تسحب شراتك لن تسحب شراتك أنك الفل الواحد اللي كان هناك يلا شنو بغيت تسمع سأني؟ لما تسمع انت؟ لن تسحب شراتك ويزك تافه بتعود أحور تعود أني تسمع للسات قدامه أنا بغيت نسمع لك ويزا وغا تبغيتها ربي من الحفاظة وكل منو نهار ديال وكي يراجع معها وكي يضحكو مرة هكا دوزو نهار زوين بسايف كان مستمتها بيه خلاتك يحس أنه مراهق ما قدرش يش بعمل هذه المشاعر جديدة اللي كيعيش معها صحة اللحظة شد لائدها باسا شي غزالة بزافة حوريتي عبتس عينها بخاجل ولا وجهها كل أحمر سيزلاء وجهها ببيدي على فكرة تيارك مراتي دفنات راسا في صدر اللي كان كي ينبض بقوة تزكد ضربه بالقبضة ديالة تقليل أهداب ويعدنا قوة ينفجر بطاك تقليل سالك طويل بزاف ديكل اللحظة تحصت براسها مشتتها تائها ولكن في لفس الوقت كانت سعيدة وهكذا عدت تقريباً أسبوع كله دوزه معها خلقها بسول العلاء وقبلها غيائي كان كي يراجع معها باش قدرت تجاوز البسيحام ديالة بكل سهولة بعد ما داز الأسبوع تخلى عند الأم ديالة ونجاح ديالها قاتلي ألم زيانة ولكن بغلت طمال عليك انت كنت تظن أن غيائبك باش بدأ حياتك ولكن تضحن لا العكس حور ما زال صغيرة الوالدة تخطف القصي اللي بناتنا واللول خصوصاً أنها كانت ترفض الزواج باش تكملت دراسة ديالة جاسر سبق لك شفتي حور قبل الزواج تحنحن بحرج شنو كتقصدي علاشك تاسمات وعلو غي سولتك شنو غندير مع عزة قلقصم الأيام بلاتهم العدل ديالله وهذا الكلام قلتي الحور قلت لهم بزوج أنا مبغيش تسوى تصور في الدار عندي شي شغول غادي نكمله في المكتب غدا وغنوصل الحور المسيحاني إن شاء الله وغادي نمشي للمصنع مباشرة لا يوفقك يا ولدي تبعا تخرج توجه المكتب دياله توحج ديك الصغيرة دياله المشاكسة برغم أنه مخلاش إلا ساعة وحدة ولكن تعود على الحمق ديالها وديك البهجة اللي دارتها في حياته مينكرش أن الوجود ديالها دارو حد شكل فارق كبير تعود على أنه يخده بين دراعه كي يستذكر الدروس ديالها وكي ينعم بهد القرب المميز كينفالت زيما من الأمور ببيته كيتقرب لا مرة 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 تقرب لكي يكون هكا بصيد ولكن كيقدر يتحكم بنوبات ديال الطيش الغريبة وكي يبهد كيلوم نفسه لكن كي يقدرش بعدك صار حوريتو كلها سحر كل شي فيها مميز بدأ بدأ من ذلك الشلال الاسود المغري اللي هو شعرها برائحة الظهور البرية ذلك المنبة ديالها الطفولية المزينة بالرسومات الكارتون الحركات العفوية ذلك السيكان الرائع بين دراعه تفكيره اللي تحول تفكير مراهق ماثار على طول الخط مينكرش أنها كيتتحكم بالرغبة دياله بجنون أهوج ولكن في النهاية كي يسيطر لنها مجرد من صغيرة ورايقة تحرك جهة ترجم ديال المكتب لكي يطلع للنافذة ديال الغرفة ديالها جاء تعيني على تكشلي كيبان قلصة تكوم على الأرض ديرها على ساخة كتاب بحل كتحفظ فيه ما كتسبلش من الحفاظة كتبكيه بحل 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 كتبكيه كتبكيه بحل كتبكيه بحل كتبكيه تكشل الهدران وبيعرفت بحل كتبكيه طلبت منه انه سيبقى مها أسبوع كيف ما بقى مها حور أسبوع حسف ديك الله حدث ان هاد الحظ كانو الملطقة انه يكون من نصيب عزة وتتفكر انه تزوج عليها يلي كان خصص غير ولكد ما بينتش ليدك الإحساس نهائيا كان سلام ديرها بارد ودك تدلل لو لاك يحسو بطعم المر توحشتك بزافة حبيبي ويا فشكال لقام بزوج بيوم وقال ليهم بلانتسوما بزوجكم انتي عرفتين من لا داجة مزوج وافختي انك تزوجي بيا وانتي عزة حسنتي انتي زوج موافقة ديارك زوجكم بجوج كي يركم الزوجات دياري وخصني كنت تقبل بيناتكم وغادي نتعامل معكم بما يرضي الله عزة بدلل اكيد حبيبي حور بحل الختي الصغيرة بالطبط تلفت كي يشوف فيها في حور وكي يحس بيك النظر الحارقة لكاتر مقباعة عزة بتاسم بالرغم علي سمعتين يا حور شوف فيها ويا تشوف في ديك النظر النارية ديالا سمعتك قفاز عزة قربت منه كتقدلوا الكل ديال شاميت اوكي سدب أسبوع قاسم معا حور انا بحقي أسبوع في حاله ولا لا واشغير حرم حور من أسبوع كامل تعلقت نظراته بينيها كان عمره بالدموع مختش ندمح والسفر بقوة ما غريش يضعف قدام وحدة فيهم وش ميدلا مش لأخرى بعد درع عزة وكي عزة تقدري تسفضلي داما خرجت كاتميل بإغراء معمره ما شافه حت عيني تعلقت بحور اللي كاتشوف فيها بشمي أزاز وتحركت دخلت لغرفة ديالا وضربت لبعصة بيا وقا كي يشوف فيها مازال مراقبها من المكتب ويا كاتمكي وكاتمس حدموها عارف علش كاتمكي كاتمكي لأنا غيرت أكيد هي قوية وغيرت تسماسك غيرت ناسا هاتشي سنتك سيثارة ديالنا في ذو تحرك غيرت الفوق كي يبساسم وكيتأمل عزة اللي لقاء ناسا كالعادة بين عندك النوبة لإغواط سالات بدل حواجو وتسمدد على الفراش كيتأمل وجهها البيض المعلميح نهد ما شافهش تقريبا أسبوع كيفش متوحشهاش جات صورة حور اللي باكي قد تمعيني علش ما حسب هذا الألم علاق بلها يا ناسا غمض عيني يحاول نعسه ولكن مع الفجر عارف أنه ما زال يعني ما نعش حور كانت مع الصباح كاهية كاتحسب برصة غديت ترطق ما بغيرت شو مرضياش ولكن ما عندها منتير وزائد خيثة من الاختبار ديال الصباح كتتحفظ كتر تتراجع كتر باش تتبتل كل شيئ إنها قوية ويشو تقدر تنعسر تقدر تنعسر وبعيدة ليلة الأولى اللي كتدوزة بعيدة عليه كتتدر مع راسة باركة من الحماق بين غيكون وناس مع النقه كتتتمدد على الفراش كتتحاول الناس تخفوه لكن الصورة ديال وحضنها مخلاتش ناس خطتت تعيش مع هذا الوضع مع النيرة الأسبوع كامل صلت الفجر نبسات حوايج كتتش بيحوايج اللي إلى حد دين ما خرجت من الغرفة كتتلقاها وتبديك تطلّ دير الواقور التحت صباح الخير حور ما تغيبوا حتى حيها كباردة إلى خلّت للناس نفسها العينان لسالها ما غديش يسكت لسالها سلط ما غديش يسكت اللهم تسكت من الأحسن تبهت باللوقت مع وجهها مفكين فما لش كثبك توسعت عينها بدهور كيفاش عارف قتلوا بسينك من يكار مكان بكيش وعليش غنبك أصلا أكثر حاجة كنكرها حور في حياة هي كذب دورت وجهها الشيخ ويمخ نوقع أنا ما غني نشوف مأمو أخوتي مور متحان ما عش غني تسل متحان مع الوحد تسقري ما أوكي تصلي بي من تسالي وانا غدي جديد ديك فركات يد بتوطر ما عنديش رقم ديال لكم عنديش تليفون ربس على الخد يلا برفق وقلوة كيشجع وخامس نقدم مدرسة وغدي مشو نشري أحسن تليفون الحر تفقنا لمعت عينها بالفرحة واخ ولكن جوبي بزيان قالت بتار رد غات وصل لي ها ها اكيد يلا مشينا قالت بحماس بلات بقي الحال بي بكتش خرج بلا فطور أجي معين خرجت وحتى كان فطور على أحسن ما يرام سوف وقعدين على برا الخارجي قفت قدام من بوابة ونهار دخلت القصر عمرة ما خرجت منه لذلك يدي خلق كثف ونزل للحديقة تحرك ويمعا وقال وكيت بسم أكيد وصل لبلا صلي في السيارة لا تنكر انها فرحانة حيث يسم بها وفرحانة انها فترة سيوية وديك الضحك دياله معاها ولكن ما زال قلبها كيتقلم حيث خلاها ولكن كافيها انه هزم بها فش فس هي خيف شوية ربط على كثفة تحفظ مزيان وخدم مزيان خلي على الله وما تقلقي وصل بوابة المدرسة كان وحد الجمع غافير قين نسم كين دعي معاها يا سافي واخا يلا هبطات تحوطوا مجموعة من البنات متأكيد صحباتها لك يسمع شوية من التعليقات شوك هذا حور هذا راجلي وحد من البنات كدابة لا يمكن حسد الخاسم يزم في الدم واحد اخر وحور سنقول لعمك ديك نتيري هاك يبدون قد ناس فكير هبطل من السيارة وقف مورا كينش حاجة حور علش ما دخلتيش تلفتت واجهاته بعينها ديجة دمه على اغل ندخل لغيك كنت نسلم على صحابي وليوم صحابك علش ما عارتش يومش على العرص ديالك واحدة من اللبنات يعني انت تبص حرج له اه ممكن صغل عادي انا جاسر الراوي الاغ اشنا هو كله تخلع عزم مغادين هو يقول وكيبتاسم هل شماله مخافه هل تكسفه وقالت بسعاده اسم ديالك مرعب شكرا الله يخليك ليه يلا سيري دخل مسيحان ديالك وبعد تكون يمركز يلا سيري ازت رأسه بالموافقة وتحركات الداخل اركب سيارة ومنطلق شفيه كان قاس في المكسب وكي تسفقد الاعمال دياله شفيه ودخل عنده عالا اي 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 مرحمة بسي العريس وما قاعد يتزوجها كي يقولوها كغزالين وقالت لسانا عند الفكر عنين دياله مساسم لين باش تعلق اينات ديالك بحل بتباحة كلفتها كي يشوف بروع بمصطنع شكوش كليجا بصير سادابة ويمطم مني شنو خبارك قاد الاوراق قدام مزيان قولي شنو اخبار ديال الانتاج للاخر جاسر انا ما عارفش نهضر معاك من نهار زوج ديالك انا عارف انك ما زال كاز بغي عزة وجود ديالو حد اخر في حياتك صعيم انك تقبلو يمكن تكون اول مرة نقولها لك عزة ما كي مهماش من غير الفلوس وصافي ما كش متوقع انك غتزوج من تفسير حور ولكن ممكن هدي اللي غتعيش مع تكش اللي ما عشيش مع عزة حور ما زال صغيرة ما شفتش حاجة في الدنيا سهل انك تشكل على ايدك اللي كان قصدو انها مراتك ماشي معنى انك تكون معا يعني ركا تخون هسا نهد بقوة حور فينا صغيرة ولكن عندها شخصية مستقلة وعزة نفسه كارا ما شفتهم مش على الرجال اللي عندهم مش لاغم يلا سير 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 شف خدمتك مويم ارى معادي الوحدة تقريبا غدين نخرج تحلان وعلى المكتب لما تذهب سيحتافل بك الليلة شف كيف يحتافل منك تخرج سمعت عيشة تحاول تهدي النفوس مع عزة تقول لي انك فطرتي مع حور وانتي تامعك منك تخرج قتل من الله توحي شاسك بزار تعرف عيشة تعجق عزة شف وجود ناد عادي عندها اكيد اكيد مش عادي ما تخيل انك تفلت من يدها مشكلة عزة انها عارفة واثقة انك ما تقتلش تصغن عليها عقلو كيتمت كلمات عالاء ولكن ذيك الجملة الساخفة اللي قلت لقتله من المرة الاخيرة تفكر على زفر مغايد اصلا ما غادي شمشي انا عنتي حر عندها ايلتا وغادي شف خوصها ترسم لي عالاء يلا سلم عليهم اللي تخرج شري لها شي هدي زوين وراضي حرج عالاء وخليها يفكر ما عارفش انه وفاهلا كيتمنى انه يقرر منها وحس بحيث احساس الاخيانة بليتسملك عزة ومشي الحكس ما عارفش انه خول واقور ولا كيتصرف بجنون بحل شي مراهق كيتش على الرغم عنديك صغيرة اللي كتلبس ديك البيجامات المضحك الطوفورية ورغم هاد الشي كتمل الخدمة اللي همل هاد الأسبوع وفعلا مع الوحدة كان القدم ومدراسة من خرجها ثم غريبا احساس مرة مرة هكي تخرج على الطوع ديال كي يحسب راسب مراهق هدي في السيارة شد لاف ايديها وياها كتشوف هدي وهادي وكتنظر على هدي وهدي ومسا معه حسن حسن وصلوا قدم هاد المحل هاد وادخذ لها التلفون جديد واجبوا لها شكرا ما اشبكش لازمين وانا ما نعرف ما نستعمل في الكتالوك دياله وحور قريبا وغادي صار في يلا مشينا ومن ذاك المحل مباشرة المحل لا تخرى ما كان لدي ذاك الفضول انها كان تشوف هنا وانا ملتبهت ليه حتى اخذ يديها ودلها في صباح وحد الخاتم ديال حتى شفت فيه بالتغرب شنو رأيك فضا هاد الخاتم كيثبت انه ديالها هاده وطوق اللي كيتمت انها ليه وشي الحكس وبدون وي طحت عينها لينتو اللي في هاداك الخاتم ديال عزة عمرت عينها بالدموع ضغيار ديك الساعدة رجعت للحزن في لحظة عطا مجموعة هكا وبدك يقول لها انا خسارية لك دابا خساري انتي ليها قات بلحفة وغيرت لبسها اكيد غيرت لبسها ولكن انتي لغيرت لها ولات كتقلب حماس وعينها كيلم هو اخذت واحد من البلاتين اسود ودهر سفل خنسر وفق الاخرى اللي كاتب البحث قدام ها ارفع يدو كيت ام لها دوق ديال قزوين احور عجباسك يلا هو المحل كله قدام خسار اللي بغيتي تحركت قدام ديك المعروضات وحدها موظفة المحل خسار سلسلة فأم صحف كبير نوعا ما وحدها فاق البرقيق وحدها خاوية شفاب الصغرب قطل بسي ثلاثة سلاسل مع بعض قالت بعففيا اللي نبكات لا الكبيرة الماما الحاجة وهذه العائشة وهذه ديال من هذة الخاوية قالت بخاجة لا ديال اللي نجيب فيها جوة الحرف حرف ديال وحرف ديال كبير يكونوا مع بعضهم غريبة فعلا قدام هالدهب والألماس وكل ملف انتماء هالسلسلة بسيطة ورغم علمو حسب التقدير لها تصف كرسم وخصوص صغيرة بحلة مصيرة لأنها كسبعة ترون الداخل كالهذا خدم جمعة من الخوات ومدك يعزليها لما يكاد عزل شف الفينية لك واضحة لديك حشبانة ضغيها شف فيه بحامس لا الله غريبة نبغيش المهرجة بسيطة وبعد اسرار عزل لها خلخال وعزلت هي سلسلة ديال المفاتح أنيقة ديال الفنطة وبالزل تخلص ما سمعها خلص هي اللي تخلصها خلص لديك المفاتح حتى سليقة لها ديالك حسن ما تعجبني شليل عندك هذي حسن عقله كي طير معا تماما ما كرا شي عند نقص ماكينة ولكين حوط حوط بكتافها كم زرعو مثلي يلا بش شوفي شي شنو غجيبي لمامك واخوتك شوفي المون فراشة محلقة كتفرد بجناحة كتنشر الصعادة معا كتسعزل هذا وهذا كل واحد هذي وكتسول على التسامن قفاس داخل المحل العطور كحسب لا تختار لها شي واحد حتى فاجأت وهذا واحد قدام وكتشم فيه شنو رأيك فيه هذا دي الرجال وش بغد شري لعمك لا ليك شنو رأيك حاجة عنده وحد الكبرية اللي غريب شف عينها مشات جيت وحد محل محل الزهور حس بلا كتس بغي الزهور فقد مجيد دا المحل واخد زار ديال تولي بوحد كتشمه لها نادرة ورائعة تعلقت عينها بعمل يخرجها بدأت تقتل نو إلي مو وش هدي ليا ازرص موافقة تس كل حمرة من الخاجل ولكن بغي الورد بس محتاج شي حاجة أخرى حور إلا يخلي كلي يلا باش نتغطو باش يلا تلحق تشوف مورجه تخلي وحد المطعم قساس قدام وعينها عمراس بالحظ لمرة أخرى تلب الماكلة لكي فاقي كتل عبدك الماكلة ديال ويا شاعر دا وما لك شنو كين عزة قريبا تسافر من الأسبوع وعبزوج عند ماما وعبو لم أعصار دور المرة رجع تسافر بقوة وش تباغ تسمى لماذا فاركات يدى وقات برتيبك لا تباغ ولك عوض من الأسبوع وحدي يعني لهذا الحد ستسهر من الطار لكي لا تشوف مع عزة ورغم هات الشي بتاسم غزية تالي هزة خاسم صافي بالصح كسدر بالصح أزرت بالموافقة شدت له كفاف وكفف وجوج وقات بسعادة الله يخليك لي وليس لا يحرم منك دوز وقت ممت حقيقي في دار المرة اللولى لكي يعرف أن حمزة أخوة تسوأم كي شبالات أماما في تصرفات كتتحرك بأريحية شديدة حيث كتتنتمي لهذا المكان هائلة عائلة كريمة برام الفقر ديال متماسكة كيملاها ذاك الحب وذاك الود والتفاهم وبعد سعود ديال تقريبا نازلين داخلي للقصر تكيت فاتق بكل شغال سكيت النهو فيهم السلام عليكم جوبهم وعليكم السلام عزك تشوفي بنظرة حارقة شنو شفقت الغيرة ديال المي سداب ولا شنو لأكيد الغيرة ديال مرتبطة بوجود ديال الأكياس اللي كان في ديال هيرتك ترتبط بالفلوس بعد حور قدم قصات على رجل هالركبها قدم ماما وقصت معها بصوت هامس ولكن متسا اكيد قد كل شي عاجل اللي خلاص فرحان اللي ان حضنات وبس لها راسة قلص على الكرسي كي تساب حديث مع ماما نقل شوية مع الحاجة وعائشة المرة الأولى لكي يقول لها كاستغربات حتى هو تعجب مرة تفعله في العادة كان قيت منها كل لحظة تقرب منها طلعت وكان صفر بدجر ولي بدأت سحور كتوزع الهدايا مكان شعرف عارفة انه جابت تحت الإيناس جابت لاغ طنيا الراس والولدها الرادية هدية النبي صلى الله عليه وسلم قال قال تهاد تحب إيناس ابتسامة سدرقها رسول الله يلا الله يكملك بعقلك ابنتي ابتحانك الجاي إمسا جوابات الحاجة بعد يومين إن شاء الله عائشة ابتسامة مبروك على الدبلة حور إذا تدىك تتأمل الألوانها الماسية منعاك صمنتو قلت بسعادة الله يبارك فيك عائشة عقبالك الله تصبح على خير جاسر حور سيسي ديك الصاشي لسم زاد ديك الحاقبال الصغيرة وقالت لم نسيتها هذي هذية ديك تعطي عزة ولكن ما قدرت نعطيها لها خفتها ما تحرج لها هكذا ممكن تربيها وذيك ساعات تخد كان فضل أنك تعطيها لها نتاع يلا تصبح على خير قالت الجملة ديك وتوجه جهة جان أحا اختفت فيه عائشة بإلحاح شهد شي وخاية بقى صغيرة وكي ممكن نصبر كل العقل رهيب بغيت نموت ونعرف شنو جابت العزة إيه لسبح حماس حسنا نموت ونعرف ومعش كايد يلا طلع طلع ساعر ساح جاسر طلع جاسر وثو فيه الفوط ديك الهدية وكي شاك وجريب هلاشي القنبولة وشنو بين النقاسها شنو غد يدير قاعز زقال سعلى وحد الكورسي اللي مقابل مع الكومود كتقط موران تم مورطبات البشرة على وجهها وهذا من نسبة له لا فيسة الممنوع الاقتراب نياد بقوة وقلس على الطرف دي الفراج ومدس هي تسرسر من الصباح وانت بخرجها ياك وعندك عادي وعاد خصك تعرف انك مجيب لها شي كذا حسنا انجب لي وعاد مش اي كذا شاري لها خاسم الالماس صفر بضيق وكي زيد دي حسنا انتي لابسة دي بلا الالماس وانا وانا وقيل لانك ما ردش لبل دي للك كل اللي صويت انتي اللي اختاريتي كلي كشرك فيها حور مراس يا عزة يعني اي اهانة توجي لها كأنها لي بالضبط قال جملة دي هلو ادفع داك الكيس جيت شدته حلاته كتقلب فيه خرج التكشير لداخل حل شوف يشوف يشنو كانت عيني مع القتو ومغي شوف شكون غشاف وينفاجر بطحك دا بحل استحضروا حد النقطة جبت لي يا مسحاف نو مشينا اللي جبت لك حور عندك انت ريشي حاجة من اللي في دماغ حرام شوف في المصحاف بحاجز وحطته بين يدي كانت الولية ادراع اياك انا مبغى من وجهته حاجة هذا المصحاف بحاجزه وحطه على القومود لحده فراش اوكي ما بغاش انا اغنى اخده ولكن ما يمكن اشتر جانسي هدية هدية الاقل شكرا انت فكراتك وجبت لك هدية تكات على الفراش هزت على الغطة شكرا ها ها اتشي لي بقالية نعم حسن ما تجري شي جلطة بطلح واجه خسحت الغطة حسبي اللحور كتفرض الحضور بقوع كالعادة دا الجنون ديالها بسم الكاسومي وحركات العاطفة دياله كلها سال حسكي حسبها بقيد دين عزة على صدره حبيبي توحشتك بزيال تعني بغا خاسم ديال الماس وخا عاشقة والمال يتحدث العاطفة ديال عزة كلها مرصادة بالمقابل كالعادة تعودة سهل هاتشي ولكن هدى المرة حسب الغضب رجعت كالعنقوم كالكوكتها مثلي كالكوكت تبحشتك ويدور عندها شنو بغا عزة ونفس الحاجة ولكن هدى المرة كان بحل حسب الله اي حاجة كالدير اللي كتبغي مقابل ديال والفات طول هدى العشرة ديال عشر سنين عشر سنين وعزة ترضي كأي مرأة ولكن مش يكون صريح انه تعود عليها بشي مرأة شغوف بطبع ديال وما غير شوف شو حدا اخر في الحرام ديال شنو الدرر انه كاي ديح بيبس هكا شي حاجة ولكن بها الطريقة لانها بحل كتبتز بها وكتخلي القرب ديال منها مقابل بخاش قدر انه يتقبل والأول مرة كيرفض لها طالب وخلي هاكا غير حال لف موها فيه داس الليل تقريبا فصل الليل كنتك يتفكر حور تقريبا تكون ناسا ولا تكون مازال فايقة تقريبا تزوج ديال الصباح تكون ناسا قال غير صلى غير رسالة تكتوب فقط حقد الواتسا يلا بدك يكتب مازال فايقة ونعسي دغيال طلعت لي شافتها كانت تصل بي كما وعدت سيني كنت كنت تعلم شفية التليفون كنت تبدأ لدي الكنابة المشالية وبتاسم مشاعر كل مخار بقى نسا هذا الوعد هذا ما عليش تعطلت لك ولكن انتي كيف عرفتي بالله أنا محتاج داك حتى نكيت احد ما عنده الرقم ديال من غير كنت ايا المعد قبل لها داك وفرحة بي كنت من التحكة بصعوبة لنصفق عزة وعجب عزة بزاف ولكن لديك 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 انا لديك لديك مجنح تحكم في التحكة بصعوبة ثانية واخي الله سوف نرى الفعل ديالها وكيد سوف تلقي التوصول لديك سوف نرى كاريكاتير من عندك حسك ولكن لا ترسم منش شيطان واخر قال الرسالة اكثر مرة ديما هلش ديما كتكون مصيرة لانك تحرك تكتش حاجة في الداخل دياله واخر نتي غا دير صمال لك ولكن رأي اللي خدي المصحف الحمد لله هكذا ضمنت اني عند اخت ساول يلا الفجر قرب شنو بغت ناسين لا انا لديك نكون فرحانة مكينتينيش ناس يعني تدابة فرحانة بزاف حت فكرتيني وضرتي معايا وعد حت ندي وزنان الهار مع بعضنا فرحان ولا لا بتاسم غيب لديك كلمات قليلة كتحول لديك الحزن ديال الفرحة كتن مخنوق ولك يندب بزيان وعلش كتن مخنوق حك راسو بتاسم شنو ويقول لي حفظتي المدجير صعيبة قديمة هادي تعود على الأسلوب لك ما غديش تهرب هذه المرة هتعرف وإلا توسعت عيني شنو هتعرف حور لا حفظك يا ربي الصراحة ما غن قتل شي ناس شذا كيشوف عزة اللي كان تايا النعاس وينفجر بالضحك عرف كتب عن عيليا قوق كي هضرو فعلا نحتج الفجر مع السم السقريمة الصباح نازل على الدروج عيني كي قلبوا عليها أكيد غي كن رجعت ناس صباح الخير كنت تلقى وقت في المطبخ صباح النور شنو كنت تدري وجبته بتي القائية وجيت لك فطور يا لأهجي قلت لجملة دي رجرة كالعادة المطبخ تلقى لك الطبل العامرة بالماء لأهجي تلقيت عيني راسك حور وانا متعود كن خرج بالفطر قشرت الوحد البيض دع تلقى مكاملة عادي تسول الفطر تلقى تلقى نهار كامل وخستك شي حاجات لديك يلا كان بحل لك الطفر المبهور بكل الأفعال وتصرف العفوية بحل بحل شي أملك تتم باللول دي شرب قهوات شرب في المكتب حور ودخل صحي شوي أملي تفقي كم من الحفاظ تلك وخ دو من واي تحنى بس لها راسة ثم قفز عسية وحدة نفسها القرب من غيرها ما زال دير جرح في الداخل ولكن غير شي كلمات منه كترجع لعتقف نفسها يعني ما زال كيشوف من سهاش هدر معاها فطر معاها خد الفطر اللي وجدته اللي فرحانة بالساف وهت شي كافية في الحشية كان قاتل المكتب ديال وحتدخلت عنده عزة كانت خارجة ايو 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 ايناس تدخلت حبيبي انا جيت علش ما قلت يش لي بالله خارجة هادي كتما ينجت الخارجة هاكا مفاجئة وعجبت لك واحد الحاجة هاكا شوف حتى صحي تلقى الكتالوجات قدامه شوف انا خسارت هذا وهذا وهذا شون رأيك شوف مصفر بضيق عزة لم تنسى لها الشي دام تخلى الوقت اخر قربت منوها مشهور على حبيبي بساك مبقى حامل هالطريقة اللي كتبير لي بعد يدها عزة وش نتي كتبغيني قربت هذا اول حب عشر سنين وكيتقبل فكرة تعز على الحب ولكن ذذا حسب حلا كيستجدي من هذك المشاعر وانه شي اللي كتقدم لي مجرد دهاء فاق هكا هل القرب دي لا اكثر ارجع هكا ويبهد علي حنا في المكتب عزة قدت في القلسة دي اوكي امسا غد جيب لي هات سوليتر عزة بارك ما تزنيني يا راسي ما تزنينك على راسك انا كان تزنيني جاسر ياك عمران ما قلت لي هذلك الكلمة هذي عيت عيت منطلب دي لك ما تسأل وهذا شي من امسا يلا كثير بحيه البارح ويوقف ثاني عزة هذي الاسلوب هذي مبقاش ماغه ما تنسيش انك مراتي وحقي الشرع عني القلب لك يعني ما شي حاجة تقدم لي مقابل فام او لا شافت فيم خاتم سارنطن كش كينا جاسر انت ويقع تعب غضب انا فيش شك زياد على اللازم فيش شك لدرجة انك وليس حاس اني لعبة فيدك شي حاجة في حياتك ما كتفكري ايش إلا ملي كتكون يبغز شي حاجة شي شي غوم شي خاتم سيارة حديقة فلوس مش تسافري لماماك كتكون قبل الكلام هذا زمان وليك تعيش فيها بسميس الحب ولكن تخليت اني مكان فاق عارف امسا لو قفت مصد الرجال كتقول لي ليد زوج خليت اني كنشوف كل حاجة عن حقيقتها قال سبسا واتر ما فهم ش ما تكتر هذا هتش كل حي تقلت لك غير طريق خاسم هك جاسر اوكي قص بغى منك والوصافي يلا نغاد غمض عيني وبساسم السخرية من امسا وعزة كتفهم من امسا يا كتفت زعم تقلت المشاعر والاسف ولا متشقن ان علاق سبع عزة يلا بقات عتبق مع علاق من الفلوس وصافي ولا كيح تبرص بحلب ذاك الحمق اللي كان مخضوع سلو وقلب ولمراء ما كتفكش غيب الفلوس وصافي عما هو المشاعر ديالو ما عطي احساسي ما معندها عادي تفضو وليحراسوا على ذاك المقعد وبخاها كيفكار سمعت حور ذاك لك لام كامل تخل دمع في عينيها مسكين جاسر كانت كترزح من الحفاظة تعودت انك تحاول تسعيد تركيزي لها في شفية الموسيقى الحركة الرقيصة ثلاث ساعة ديال هادي البوز اترجع مرة اخر الحفاظة ولكن صوت وسمعت ومددوح وكي يضرب ذاك المرارة تمت غدس بعدك الصوت حتشف ضده خارج من المراس السهرة المرة الاولى عرفت النجنحة كيطلع للمكتب ديال وكانش عارفها تكتب العزة خرجت وغدط لها وكيطفنت ولكن مخرش بالمكتب قد حاليا مخرش كان كيتسقلم بالسفحة تصوص وكان كيمر بالدبوح مخك يترنطد صدد ديال في الداخل ديال تبشي عنده ولكن اللي غضب عليها لا ولكن دبه هو كاي ماش غضب عليها الساعات جاوزت منتصف الليل فانيا ساكنة كل شي نعس لبسات الكاب ديالها ودرت على رأسها وخرجت كاتسل بشمية دورات البونية ديال المكتب ودخلات سدات الباب ودو حتى صورة باستغراب حور شنو جاي كتديري ندابة فاركتي الدعم سوات غي ما ما تصلتي شمية وقلت نطمن عليك هز في حاجبه متأكد يا قتلك ما كان بغيش لقد رأيت شافت في الأرض ورجعت شافت فيه كنت مكتش قصد ولكن سمعت كلامك مع الطاتيو دور وجون جي الخرى وقلسها الكنابي شنو زاني رجعت قلسات حدا وقالت برتيبا حسيت أن ممكن تكون محتاج لليا دابع ومحتاج لشي واحد عمرو وقالت يا مخنوقة لا يوجد شخص أنني برستك سمعت هذا خارج هو شافت يكلم مع الدموع فيها جاتباش تواسي وقصع عليها شنو الدم ديالها ديالها سمعت وجاتباش تربت على الجرح صفر مضيقة مخارج من المكتب حلب الغرفات النوم حور مرمية على الفراج شعر بعصر حداها يظهر تفاصيل الجسد خفيف قلت حداها طغفت الفراج ويتسق عدها كنقذات خلح سيني انت خلسي قرب وجو منها كترد دليا حور واخر مقبولة منك هزت كثافة وخوا موقع والوهادي المهم انك تكون مزيان وانما مكعيش منك بلاكس بتاسم وكي يزيد وكي يبعد الخاصلات ديالها اللي كانت متناصرة درها اللي ورود ديها ومسح الدموع اللي كانوا عامرين في خدوتها اذا هالدموع لاش حيث تلتها كتتألم حيث هذا موجوع ودرت الكاف ديال على صدره يعني كتبك هلقب لي الزطر راسا وقالت صوت كنت كتدر كان مجروح بالساف كتخي معنا عرف تعرف اني أنا معاك وان نحن واحد كان منفاهل ما قدرش التقت لأنفذ ديال عشر سنين عايشة مع الزو عمار ما لاحظت هاد الشي وهاد الصغيرة اللي قدامه فأقل من شهر ولا تتحل له بهذا الدقة كيف العقل هاد عندها كيف تقدر صباح على شفائ فوق ساد بغيت تقول كيف صغيرة يا وكان قول هاد شي ولكن أنا أي حد كان بغي كان حسبي بسار كيف بغي يعني دي كيف بغيني محبز يلطيف لأمل دافع راجلي مجي حرم عني يلطيف كيك حسبي حسبي وحد يزال عني فكيف يتفجر في الداخل ديال وحسان انتقل عنه يتكلم مكان شخص يقول هك كيك وفانس كيك يسي بني كيك عندك صعصادري مرة أخرى مخصكش عصادري حسك تتقولي للمشاعر زيالك قاس بالكيسر ولكن ساع أنا عارف ان قلبك مقدرش تكملها تحض معاك وتلحس على صدروها بساتلي أنا عارف انك كيك تشوف شي واحد من غيرها ولكن أنا طامعة في قلبك يكون في غط فيها كبل صغير ولا صغير وراء قلبك كان يصرخ لأول المرة كيتعرض لها لكم المشاعر المرة الأولى لكيتعرض للمشاعر صادقة زلزلات وبهتشكل أرجع الغير عليها كي يحرك يدع لشعر آش كتدري فيها حريتي زاد رأس كتشوف عيني عايش كتقل يا حريتي حت انت حريتي لنزلات من الجلنة لقبلي أنا كان بغيك بزفاجة جاسر كان في الداخل وكيقلية مثلا طفلة صغيرة مراهقة متأطرة يمكن بالمشاعر ديالها نقية كانت نفعل بسرعة عارف أنه لا تستطيع لا تستخدم شيء قارن ولكن كان حسب أحد الجنون يجعل ما يقرب من أكثر وكانت هذه الليلة ديالهم الأولى مع بعض ورجع صحور مرسوا قدام الله وقدام القانون كان هابط هك في الصباح حتى يتلقى مع كل شي قاسين صباح الخير ويت تقول عزة مالكاي مالكاي شغير وحور عيان شفية ما تقدر شابط عيانة آه دكشية عيانة ودكشين تكاي لقبل مزيان اليوم العيانة بقى احداها شف فيها محتاج لإيد لي لك عزة باش نبقى احدا مرسيف لنبقى احدا يويل بدابا مع للمعات النصر ومشي سمع ديالا اللي كانت مستفزة المرة الاولى كيشوف عزة كتظن انها كتتحكم في الرغبة ديالو قرب منها حتى غمضت عيني اها تعودت على دك الدلال المفرد وإعلان العشق ديالو في كل لحظة تعودت اني قل لها باش باش يستجديها باش تبقى معها كان كيضن انها عشق ولكن هي ضلات وتنازل وتحكم سلمني على مرس عمي عزة الصائقة يوصلك قال جملة ديالو تحرك جهة المطبخ لها مده ولك تحتارق من الداخل ارجع اخذ بلاتو ديال ماك لو تم خارج بيها يمازال بقفة بلاتو عزة ماك تحنط سي ريالات قدرت وصلي قبل ما يطع الليل فلوس ما في القوم وتخذ يوم وانتي بسافرة شف سي بنظرة غاضبة ما عرف شعلي سي حسب السادر لديك اللحظة بحل رجل صفحة من الصفحات لها المؤلمة شف لديك الماكلة اللي في البلاتو هز الماكلة ليها لما كانش الخدمة في الدار تسمو وك يشوف يا لا كايد ولكن أنا بغي نعطي الماكلة بلوس ولكن تعبر كما ترسي هاك معايا المرة الجيم اللي تكون عيانة تكون المريضة سيجيب لك الماكلة اللي عندك ما تنسى شي اللي سلم لي على مرة سعمية وتتسلم لي لس وصل لك لك قال جملة ديال الاخيرة وتوجه الممر ورغ ما العل حس بالريضة عارف مزيان ان عز مشي منوعة نساء الغايورة كيم معارف مزيان ان الغضب ديال داب لعب من الجرح ديال كرمتها ولكن جموذ دائم كي يقتله وش مسال كي بغيها سؤال كان مشوش كي سردد في الداخل ديال وملقش لي اجابة فمطار ديال حور جاء ولد عمها ساليم اللي كبر منها مكاش ونسخوه طمنوا طمنوا وقلي بالعكس مالي فيها رجعها كتسكمل قرائسها هو لكي يديها كي يجيبها وديما كي يشوف احدا المدراسة والحالة ديال مزيانة وبغي ساليم انه يمشو يطمنوا عليها ساصلوا بيوم وقلوا بالله يمشو عندهم وفعلا معامش ودخلوا القصر الراوي كانوم اول مرة يدخل القصر الراوي منهار الزواج ديال الحور قلسوا كلهم ويقول محمود لعب ديال الحور عفت يا ساليم انا اول مرة كنتدخل القصر الراوي منهار زواج حور ساليم يعني تمرة ما جيت يزر سوع اللاو لكن هي كان جيعت نديمة قاطع كلامهم خرج جاسر من الممر بوجه ديال المرحب الباشوش اهلان اهلان وصهلا هذه الزيارة غالي عندي بالساف خفوك يسلموا عليهم جاسر واجه حديث ساليم نور سيناس ساليم الحمد لله على السلام ساليم الله يسلمك الف مباروك ولو ما عطل شوية جاسر سفد سفد في نوع لشواق فينا هيا حور جيد حتى يسمعوا الصوت الحور الحمد لله على السلام ساليم كان هذا صوتها تشوف فيها تشوف تشوف أخر مرة شاهدت لأنه أخر يسافر كبر شيء بزاف أحور قلت ساليم جاسر وقالت ساليم شوية كتسب السر ماذا سنقول لك عادي مرخصين كبر يضحك هكا يضرو يضحك مجمعين ويون صحور مرة مرة يعبد على شي حاجة طفولة ودكريات 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 وبعد طب نعلم ممشا وهد الأسبوع دات هد أمزبين بحل أخوات لم أحزة الطريق خلت العلاقة ديون كتتوطد أكثر وأكثر كان قال سجاسر هكا فصل وانت كيسمح وحد الصوت اللي عارفهم زيان كيكره كيكرم وهاكرم ولاته ونعام لإلا ندخل لهد القصر توقف ترجلي كان سحور قاس أحدها هكا صمرت ترجلي في الأرض وكيشوف هزة سيئة معها داخل صفر ضيق وقال مغضب كيف جايبك هنا يا بيان عقد الدرع وعوقات بساحة دي جاي لدرج دي او لدعم مولان سيتي عقد الدرع وقال مغضب درج الدك اللي مشي تبعطين ناصب دي الكفاية الكلب هيك ما عندك بلاصة يا بيان وانتي عارف هنشي مزيان خرجتها عائشة على صوت جازر اللي بدك يا لا كانت تكدر انه مع شي واحد بيان وعزة انتم مجيزوا شكل جمعكم مع بعضكم بيان بغرور شنو كاينة بنسامي خمسة اثنين مش فتكش وعد هاتا عزة بنسامي سهية شنتتها عائشة يدحور وقالت بسرعة اجي معي حراجي انسيت في عينها وتحركت تحت عائشة تكتسمع صوت بيان الشركة ديالي هي اللي شرعت الانتاج للمصنع ديالك ويقول لها بغضب هذا لقينا اساس الشركة اللي شرعت الانتاج للمصنع ويتقاطع شركة روسية ديالت راجلي والشركة نقلها باسمي هاتي شي وامين يعني الخدمة غطفقة بيناتنا غطفقة معايا قل لها بتحدي ولو حتى سيكون بالصح لخدمة تكون في المصنع ما شيف الدار قال الجملة ديالو شدرها عزها بقوة وجرها حدا هو كي حدرها عندك لها بطلقك ما زالك هنا هي فاما فاما وللو بيتشوف فيها ويرجع شف الخادمة ما بغيش نشوفها دي هنا يا سماتيني قاتلي واخها وصلها للباب وبلغي عبت الصامة ديالا شوفها ما يدخلهاش قال جملة ديالو لنخرى وصحب عزها الفوق ودخلها لجنح ديالو واتفحها سولتك تفرك في ديها سبحش كجاسر عزها شدو نجي معك على باين وين يك تكذبي جاوب عزها تزوره ورش غدين كذب حادي باين تكتك تزور ماما وقتل قاتلي يميلا جاية لنا ياو قلت لها نجي معك وصافي هذا لأسس انك ما تتعرف ما ينوم باين ياك قالت بنا فات صبر اوفا جاسر يشنو كان دار تسعلات شي كامل هذه الله ما در سواله وانتبع الناصب ديالباف در ديالعائلة الكلب مورابي ما كيسواش ما در سواله وانتكون يسبب الشلال لها المي ما در سواله وانتدخل لها في نص لليل بيتي مشون ميزدون يعني ما در سواله قالت له بحنق وف كنتكبب المواضيع بزافة جاسر كانت محتاجها فلوس باش تسافر وانتظر تتعطيها شنو غادي تتير وعد اللي وقاع الخالتي كان مجرد حادثة حتى هي كان ممكن تسموت فيها وعد بلا ما تزيد فيها بزافة عادي وهي أصلا كان جاي عندك في الليل بغا تتضر معاك في مشروعها شف فيها بصدوم تتضر معايا في مشروع شنو في الضبط مشروع في نص ديالليل جاي عندي بشو بيزدون وهي عارفة انك مسافرة قربت منه قلت منه اما خليك منلي فات بيان دابا رجع حاجة اخرى حاجة الفوق كانت لعب بالمناير يا جاسر يعني من اللي غا تخدم معا غا ترفعك الفوق بزافة شف فيه وبدهول كيفاش عارف سي بلا جابت الفلوس بيجاب صاصلا هذ الفلوس قلت نسه على طرف الفراش اكيد وزات رجل اعمال روسي مليار ديره جاسر شي حاجة واو شي حاجة واو كيموت فيها ما كيش حاجة كطلبها منه لو كتكون عندها شرالها قصر وواحر في باغي والروسي المليار دير هذا راه ويقاطها واده الروسي المليار دير الوهم هذا مسلم وليش نوعز وف بارها كمنها تزموت شوانا فش كان هدر وانت فش كان هدر قرب منها وش انت من دراها كان اضرف الشرع الشرع دي الله اللي ما كيخطرش على بالك الرجل هذا مسيحي تقدر يسقون اليد زوجات وكيفاش وهذا حرام شرعا اهي ايه ديها جاسر اوف عمرك ما خدفق هاكا متحضر تفعل ستح سال الفراج متحضر وما غني لكل متحضر كيفاش وللا جيتال تنصصة الليل بصري يسر وان مضيق ودراع عريانين ونص ديال شعر عريان وديلا كيلو ديال ماكياج على وجهك وريالية مع وحدة بحلها ديك ما كدسواش قلت له عصبية لا لا هكذا استفي بساف بعد شنون جاد انا دي ما كيلبس هاكا شنطة من شعرها كدكون يلبس هاكا في الدار ماشي قديري معا لأي واحد كيشوف ولك اي ما اقول لك شي جاية كدفع لي مايين اللي مدوزها غا فوف تلقى من شعرها جاسر دفعه وكي حضرها الغلط مشيه غلط علي اللي اللي في الششتك ولكن الحد هاكا بارك عزا وحق اللفص ما دياله لغا دي نكر مربك من لوله جديد ويا نشوف كبرا هد لبيس هيدا فاهم شنو كتقصيها تقصيها جاسر بغا تحبس ني قل لعب ساكين وهذا منشي والعقب عزا ما زال العقب جاي ما غديشي فرق معك نسي الوجود ديالي من العدم دياله يعني العدم دياله حسن قل جملة دياله وخرج من الغرفة ردخلها الباب بساروت تبدأ تكتغوت حل يا جاسر حل تطور وجوم شعب سرعة تكيت لقى عائشة توحد ما يخرج من البيت عائشة ولتكتر عد قدم وخة أخوية وخة تحرك بخطة سريعة ولكن حور الخرجات تكيرقى قدامه تدفعه وخرج بسرعة مشا مباشرة للشركة تدخل على العلاء أول ما سوله قل لي شنوكة عرف على الشركة الروسية قل لي عادي يدرنا سيرش على الشركة نشط دياله مزيان في السوق ومو لها رجل أعمال ناجح وارجع سوله شحال في الشرط الجزائي قل له تمن ويقول له هالشركة ردي أسبعيان مزوجة به وهذا طبعا مستحيل المهم أنك تقول أن نكسب له الشركة بسميسا وجيهنا على الخدمة شف فعالة ممكن تسدر شوية ما صبر صبر أنا أتنفز لا يمكن أن يكون كل علاقة مزوجة أصل القصة ثلاث ووصل عرف طريق الميناء وزعرف شي مزيان وزعب ورق ما بقتي أعصاب كاكا وزفر بقوة لحلة الاريكا وراء تفر رأس من يدي عزة قلص حدا وقال ما لا يكشر ونص ويعن ماء بلعرق وقال بألم ولكن هالما فكرت ترجع ترجعت بباين وجي ببهور بفلوس وكت قل يا نسلي فاس عارف المشكلة لأن عارف أبين شنو بغ بالطبط وراجع لاش ومع ذلك راجع ولي هم هي يارف لوس رب تعال على كتفه وصحي تكون مازال كتبغي بعدد شي كله جاسر شوف راسك شوف ياملي بعدد على الدار وانت تعرف انك ما كتبغي هاش كل شي راح تغير ديالك ماما عائشة وحتائي نسلي بعدد شي يومين على بعض ورجعت تضحك ديالك كتبان في الدار مرة أخرى تقدر تقول يا عز شنو الموقع ديال هذا ما في حياتك تبغي عمك عشرة السنين تخيل تخيل انت حب تكت سد على راسك كثير من اللي لازم لن ترضي ماما ما عطيت نفسك حرية الخسيار خسارتي خسارتي صح ما تضلم ش انت خسارتي على قبل وحدة فرضات عليك نوض سير وقت عطل قربنا على نص الليل شاف وقال لي لا حتج نبت مع راسي شوية تكعلي لديك لأريك قلب حزين كرام سكت وش يبغي شيطان وش بغى شيطان مرح كانت في الكلف ديال وهز الاسم ديال باين بغت رب باين حيت عارف انه كي بغي باين واما مجرد اسمه لكن بلا أي معنى باين جات باش تحت رجعت باش تستغل عز نهرت رضها ما كانش هديك المراد الأولى باين من سعم مراد اللي ظهرت فجأة فجأة بعد ما سعم بعد أشهر في إيطاليا باين من سمر مراد إيطاليا ما كانوا عارفين على أولو من سف العشرين مع قرر أن الخصص بقى بيناسهم كالعاد عصار ولكن قال لي لا اللي قلت سهولة سيكون وما سيكون سعصير وتقبل الوجود ديال مرغامين الوحين اللي مالت لها كانت عز كانوا عن نفس شاكلة ولكن ما كانش قادر يتقبل أبدا ديك العلاقة اللي كانت بيناسهم وعز ديما كانت تتعل لأنها في بلاد ديال الأرياف وخلت المدينة والأصدقاء ديال كلهم من المدينة وجاسبايا يعني بالنفس الفاصلة ديالها بعد جاسبايا جاسب الخرب على دارهم الأم دياله لات كتصب أزمة قلبية تبرعت هي أنها تنقلها للمستشفى تقلب بهم السيارة خلت الأم دياله في الداخل قرر جاسي بالحادثة بشوية الخضوش والأم دياله فقدت القدرة دياله على المش والأس مشلولة ولهذا الوقت كانت يحملها الدم ولكن كل شيء بدأ تتحكم تام ومبعث لأبدي البعيان البعيان لذي أصبغى الحق دياله في الميرات لترجع لإيطاليا أو لإعطاء الفلوس لدير مشروع ورفض المشروع جملة وتفصيل هذي الفاتنة الشقرة مرات العيون الزرقع بغتدير ملها ليلي في الملد ديالهم شو كل حمق يتقبل هذي شيء ديك ساعة عملي رجال الضار لقاه في المكسب كتقرب شو رقع منه كان غالي يسقط في الإغواء دياله ولكن حفظوا الله من ديك الدلة وياها كهبعة النصيب دياله بعت النصيب دياله راجل كي يسعمل برنيمة بدون أنت ما يعرف شي واحد وتفكر بزيان ديك نهار اللي طردها وديك الكلمات اللي بسمو وما اللي قاتها لي كانت عزة تكسى عند ماماها وكانت ناحس حسن تبع لو حد الحركة فديك الأحد فق من النوم وكان ما من النوم وليقضى كي حسب لي عزة ولكن عقلو تدارك أنه كان بوحده في الغرفة شعال الضوطة يلقها حدا تقريبا شبه هارية في فراشو ما عرش ديك ساعة شنخصو يدير ولكن كان متيقن أنه كان غادي جره ودي لحا على برا ما كانش عنده تفسير أي حاجة وكل شي فقه على صوت غواته وجره من شعره قالوا لي ما خسنش لحا في الشارع بهذا المنظر قالها صباح سنسلم ولكن قال ما دخولش لداره مرة أخرى دي آخر مرة بالفعل صباح مشيت في حالاتها وديك الساعة وبقى وصمع ولاتا شي حاجة ولكن قالت وحد الجملة قمت بشي قاتلي كيف ما درسي هالشي أنا غلنت مك كيف ما حرقت قلبك لأمامك أنا حرق قلبك لكل حاجة كاتبائها وغتشوف الانتقام ديال بايا وهاي بايا رجعت باش نتاقم وجات المرة الثانية اللي في حياة كان ضمنها أنها هي الأهم عزة ولكن الأخيرة كانت مجرد دوميا في فيد فيد لك يمثال أكثر يقدر يكون تخدع في مرة بغاها ولكن الشي اللي دار سعزة جدد الجراح اللي تخبعت شمية اللي خلاها غاضب كتر تحدد يالو تحدد هالي بايا ما عارف شمعها منك تتعامل تحدد على عنده الحق ومحتاج أنه يتهد شاف الساعة ديال يد ووحدة صباح زفر بالضيق حور تردد لإسم ديال بداخل ديالو وتفكر عينها لكي اللي معمود معقل ما يخرج لك ساعة تفكر أنه محتاج للحور مقدر ما هي محتاج هذه كان خايف أنه يخرج الغضب ديالو فيها شنود ما هي في شي حاجة ما حضر لها أصلا بنت حينا من حياة البسيطة الباري أمش وسط هالنير المش حينا وكان خايف حسب الانتقام الباية اللي طول الحرور دخلت لحياة قلباتها حول لماذا لم تكن منتشرها قدرس أنها تفهم أو تسأل أي شيء يديرها معا إلا ويحس بأحد المتعة تعود على أنه يقلس ويقرب عليه ويقرب عن الأخبار اليوم ويسمع له بسيمان ومشاركة تعود أنه يكمل الخدمة في الغرفة ويقال قدامك تراجع تروس ديالها حسن تضبط موز لبسك رسم صورتها ولدفسر دياله مليء سعابين الجهة الفرح الحزن الغيط الغضب الشجن اللهفة والرغبة فعلا ديك صغيرة قدر ترسل رسائلها بطريقة مميزة قدر يفهم الفعالات عينيها حفظها يمكن لأنها من العالم نقي ما زال ما عرفت شدك انتهاء ديال نيساء أو يمكن هاتش لأنها كتشبه كثر كتشب هوم شكل اللي كان عليه في الماضي قبل المعكب وضيد الأيام قصوة كيسم سعب ديك العفوية ديالها المجنونة كعزل تصرق الماكلة في المطبخ المقال وديالها المميزة اللي كان ديالها العائشة هو ويبقى غي كيدحق ومتغيش ولكن هي كشبت على واحد الجزء مدفور في الداخل دياله بحل زا حسن لها لغطاء قرب تكسر من عائشة والتي علاق سم أخاوية مميزة وعائشة ديالما كان كيشوف الرعف هينها اللي كيضر معها كانت أقرب لها من ولكن هي حيث ديك الحواجز حتى مع الأم ديال الإنسان الصارمة تكر هادي يومين خدت صنية في الماكلة كبيرة وقد تعلم بزف ديال أنواع الأكل التسالي شي حاجة هاك اللي سريعة فين غدا اه هذا هذا شي كل ودون أنه مع أنواع الفول المكسرات لوز لك كا كا كل شي عدي اه فين غدا غدا لشي سينيما من وراي لشنو حور تلفزتلي غدا السينيما بصية غدا نظر على المتفرجين ونبيع عليهم يلا نوض نوض يلا عائشة هندخلون بلسوا مع ماما الحاجة عبد ما هي قاسة وحدها هكا يلا دخلت عندها أقل حاجة غديرها غدشنقك حبيبة ومش عغيبة ومش نوص عمك غدشي أنا أصلا من خلال تعتارب وتحكي على التاريخ ديال كحل كله عايشة كاتحلمة دابة توريك جاسر فعلا حور لمس حرجين في القدامة حطت صينية للطفلة قتله بتحدي واخا كاتحدي واخا نحن نشوفه هزود ديك الصيني وتوجه جهة الممر يلا 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 تابعينها وزوج من صغيرة عادي كنجري وراها وصلوا عندك تحاول تحل الباب ويتقل لهم يلا شو حدي حلي الباب حلي الباب دخلت رأسها شوهية لعل الحبيبة شنو كديري عاجي عجيب انت يا عاجي دخلات وقوهم معنا برا كيت منها وشنو وش قلات ولا جدرت ليهم ما عرفتش على صوت ضحكاتهم دوك يشوف بعضهم باستغرام ويتحرك والداخل تكيق حرقال سحنة ماما تحت لغطة تواحد ما تجر انه يقرب منهم من قبل عمر شوهية فيهم مدارها يغيبان الحاجة ويتقول لهم اجا زاسر اجا ولدي جلس اج دخلت عائشة سايا ويتقول بطريقة مسرحية ماما كتاكل زريعة في سريلا ومع حور واخذها في الحب ومصيبة حلت الاحساية دراعو وانضمت جوجهم اهمسات عائشة الحور شنو ترتيف ماما حور بس الحاجة على خدها قد لأ الملك تقلب هذه المرة وفعلا البحاتهم في التحدي وكانت قمسي يغزال الحاجة تعود لهم على طفول وصوات كترسافة حتجد بصوتهم على أسواجل عندهم كان جاء سعائلية مميزة حتى نحسة هاكك على دراعو ما عاد هزة والدار لغرفة بحل رجعت الحياة للدار كاملة منك يتفكر ها كتسك لألم دياله شوية ولكن هم متقيلة بالسعف محتاج انه يرتاح يناس شوية باش يستعيد شوية من تركيز وصل للدار يلغع بوابة الخارجية توقف وحد الصوت سي جاسر شاب استغراب الشبح الذي يقرب السيارة عبط يستوضح يلقى يونس يونس وش وقع شي حاجة شد تصدر وقلب قلق سمحني ولكن نحور وقع لأشي حاجة كنحس من نفس ديالي مكسوم وقلب مقبوض وعد سوني تلام كتجوش للتلفون بغسان قلق والرعب سوف يسكس قلبه على الصغيرة كيف ما يقول لها سوف يجري جهة البوابة كيتفاجأ بها قاس على واحدة من الدار جاء لقد دخل الدار شاهدت وقفت ورجعت قلسات لم يمكن شتبت على وقفتها شاهد يجري ولكن يونس كان وصل لها مالك حور لم شاهد يونس علق عين به تلوم وقت نهره وتعاتب وتقول كلمات لا سمعها ولكن السود سميت فيها ورخط الخار جسد تسند يونس لما وجد يجري هزة بندراعه لكي لا تضح الأرض جسم ديالها متلج بندراعه حتى على الفراش في الغرفة ديالها يونس يربط على خد ها بلطف فقه حور فقه هفه كان ما يدي من غيرك حور الساعة اه لابد شفيف وليس وليس على صوت يونس كان مرس لماذا تحرك يعني هفه حرم لك جاسر صفر وقوة تسند لكن ماذا تلك عشو التي تصند ماذا لم تقل الهوال يجري ارد القرعه من الباغ بالتخرج ولا تحرك يونس جبل ماذا نفا تنين كه حلت عينها بتطاقل تكيبلا وجه يونس جاسر وقعت لشي حاجه جاسر انا وحدك اخر باش حاسه نفاجرات بالبكة وتلاحس في دراعك تنسى احب حرمه ليك حلام عليك ريش كدر فيك حرمه ليك بتكير بز على شعره بحانه تسدني تسدني باش نفهم شو درت لك انا حور دفعتهم من صدره وعندما تلقي تشريصه تخرج شي مع الصبو تجرب سيارة ميه وربعين مرة تتصل بكم لا تقوم بحرمه قلبي كان يقف من الخوف قلبه تزلزل من القوة الخفقانه قادر على الناس بسح كل شي بتصرف عفو قدرس انها تحس بي تتألم من الالم دياله وكي تسمع الكلمة اليوم سيرا حورا شنو بغيت لك تشوبك في نهر واحد وما كانش قادر يولد كل واحد في نهر واحد كان خصو يدخني معك في اي حاجة ليش افوجها يونس ويرفاجر بالضحك قال له في الاستغراب شد الرابط الغريب باوش بالصحنيت كتح سبيعه يونس بغيد قلبيه كان سكت كنت تخنق في المكان تصل بها وكي اعطانيه وكي بيصافي كان موت ارجع الجاسر كي يضحك قال له تصل 140 مره وحور مسمعتي تسمع التليفون كي يصوني في المكسب انا اصلا خرجت وخليت تسمعه شعروا وجهها بالعصابية وشافت جهت البعلكو فالكاسيتها وراح اشترجم بسدون يونس بغيد شو دبان خنقك وليش نديهلك نعرف ان اتزواجه دغي جيليا على راسي جاسر على شاس يونس يونس ويوقف حيث يملكت تخنق ولكتخاف ولكتتمرضة انا قلت صافي ماكيش مشاكي الحياة غدا زيانة في الاخر جايباني على والو في البرد تقريبا الخمسة تتخنقك حماق حتى توصل انا سنة تليفون انا مهلي انا سنطف شعري قدام الناس يقولوا يونس حماق حور وصافي يونس يونس شوفي وقف انا لا نجاوبك حيث انا سنطف لك الشعر نسان ونشوهك هذا يضحك الى ثلائي المشاغب يالله كان ذلك اصدقك يضحك لا رجل انهم بقاش قدر تحكم الدموه تقدس على الفراش وقالت بساحة بتي ادرب راسك في الحيطة يونس الخمسة بمغي مده وكايم ساسم كان عنده سهو جوج ولاد هكا توام كان سيكون اما وميز يقدر يرضي ولاده لما يفرق ميناتهم لحني الاطفال الصغيرة شعور ما كانش كي يتحفز بالداخل دياله كان دخلت حر لحياته كان كل شيء عزه وبيان جرح دياله وصلوا ينصل للدار ورجعوا في حالاته الغجر كان قرر بيقدموا مواراجهين قلت لأجين تمشوش في احد الساقية بني خاوية دابته وحن مغي يشوفنا كان محددك الحمق لي كي ينقاد موراها ما قدرش انه يجابها وقفوا السيارة قحدة الساقية ونزلوا وياها غادة شادة فدرها بصمت حتى وصلوا حداها والزاق لتصفق منه ولات في المواجهة دياله وهمسات ليبعشق كان بغيك بالساب ولكن كعياليك تصريح كي يحتاجوا وعيساب غريب شنو دردليك؟ تأملت وجود هرتي الدهل واخدته هربتي بهيد مني مع اننا تصفقنا ان احنا واحد والوجع ديالنا واحد قفت قدامك بشتر ما في الحضن يالي وتعود لي ولك انتا هربتي ما تقول شي اخي بتأليك تعمرك ما تقاديني الوجع ديالك الغضب الزرح كلهم غي يشوف الحضن ديالي شكو غي يستحبلك من غيري ولكن تحسستيني اني معني ثلاثن في حياتك اني غير ريا صغيرها وعلى الهامش مشيت وخليتيني وهربتي طفلة كانت تربط على القلب يالي المتألم كانت دوي جروحه وكانت هدهده بحضلك الطفل عشقها وعقشاق عشق كلامها وعيسابها وضموعها وكانت لحظة فريدة في حياته لحظة علماته طفلة معنى الحب الحقيقي الحب اللي كايم للقلب قف قدامه هذا لانه ينطق كايتمنى انه فعلا بكيف الحضن يالي ويغوت ويخرج داك الطعب ديال نفسه وهوانه على مره اللي باعت الحب دياله على قبل الفلوس واحد اخو ركز حاربه على قلب الرغبة مدنسة وعلى هيا على مره مكسمية في كل شي كسعته كل شي بدون جدان مقابل مكتف معين ايه اه يا حور شي شي حاجه كبيره 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 بالساف خدعت راسه وحطعته على اسطرها كتربسه على شعره بحانه ونسد دنيا ديالي كله مهما كان الجرح كبير انك يتقسم علاته ايه غادي يخف وطح الدمون المره اللوله في حياته وكايم اسلام خنوق وطيشنو الدم ديالك الحب ماشي دن باجه عسير تفرح صغو اكثر في صدرها مسلام الفئال دن ملي كتبغي غالط كيكون دن ملي كتتخدع في حب عشر السنين كيكون دن ملي كتكثر في كل حاجه كيكون دن ملي ما كيكونش فارق مع اللي بغيسيها دن ملي اللي حب بغيسيها كتبغيني على قبل الفلوس اكيد هذا دن اللي تجيب لي واحدة لداري اللي حتى في نص الليل كفل بحوج النعاس في الشارع وتكون ينتعى بالمعادة على قبل الفلوس دن ملي كتبغة كيكون مواجهة وجرح شعقه فلتاس منتشف ايفه فخلاته وكي يمسح وجهه وكي يتقاد في المواجهة ديالها وجهتها يغرق بالدموع تكخرج ذاك الجرحة دياله ودبحها بمسكين ما عندوش ننصل مسح الدموعه بسرعة وهم ساسبن كيصار حسن لو خسار يتقال الحب مفيش الدن كيتحاول انه عاتبان مسماسك قدامه حرب اسمعينه منه ولكن فهمه مزيان وعرف مقدر العالم ليسباسه الكلمات دياله كسرها من الداخل ارجع شفاه مباشرة وقال لا هاتش يالش كان خستي نحرب قالت له بساس مخنوق علاش ماشي علاش ماشي مني انا من الاول عارفة تاخد تشكس بغيها ولكن انا انا راضي بديك حاجة صغيرة اللي ليه في قلبك هات البلسه الصغيرة كافيان وما طالبش من غيرها دود موها كيطيحو تنهدات ما اللي كرش متزز مني كان موسم اللي كتكون معها كنقدرش نعس كنقدس مني ان ينخلقك ولا مضربك ولكن سكتجو كتطيب خاطري كتتصل بيها بارك عني غدك النظرة اللي في عينيك زوينة وتمعي كنكون حاسة انها هي اللي في قلبك ولكن انا كنفهم الله انا بشي بنت صغيرة نظرة دي العينيك ليه بشي نظرة الحب دي الواحد لمراته نظرة حب واحد لبنته والصحبسه ويمكن الحلال اللي كيرسح معها مسحات عينيها بظهر يده وكملت ولكن انا رادية انا مكسافي عني اني كنشوفها في عينيك حساب له تكشوفها مشهدية عارفة كنحسدها بالزز مني شفتها في عينيك نهارت خصم سيمهاية كانت كتلمع لها وحضنه جواه مصلاب الفعال من اليوم هذا كعزة ماتت في قلبها حور كن منازل مدفنتش ولكن ماتت قاعد المشاعر الزوين اللي كنت كان حسا لها مشات انا نادم كسر من اني موجوها نادم على العمر الطويل اللي مش او انا كان كان عطف سنازولات وكنظن ان هذا كو الحب ولكن ايا شافت وضعف عزت كسرات الداخل عنتي في نهار اللي وقفات قد تمن رجال دي العائلة تقول اليوم اني اني ما عنداش ماني واني ماشي مهم لا اني تزوج ولا لا حورت نعطيها الف عدر ما قدرتش حيث عارف مزيان انها قالتها كعلق بالنس قول اليها هي المضحية الكبيرة انا مختاريتش اني نبغي عزة ولكن انتي خساريتك لماذا ما اعرفتش ونهار ما اشفت كنتي كدر بيضاك الولد انا كل انهار كراقبة كنتي راجع من المضحة بعيد كنشوفك وانا عارف انا اللي حاسمين لديك النظرة ولكن بزز مني مني قلت قلت لي يا تزوج مكيش لي جا فراسي من غيرك نسي وثاني ما عارفتش ممكن كنتي بغي نكسر عزة ونشوف عين هذه النظرة نظرة صغيرة بحثة ولكن علش نسي منتاس ما عارفتش ونهار العرس كسم وجوع كسم دبوح كنقلب عليها يمكن نشوف اي حاجة تثبت لي اني عندي قيمة عندها ولكن ينوالو سياجن ننسيني ونخلتيني بغي نخلقك بدك شلي ترتي قلبي وجاني وانتي تتكلمي بحرقة على عندك جارية امري انا مفكرت فيك هكا موجوع منها اه ولكن تخيلت اللاحظة انها كتتقرب مني كتتقرب مني بحب لكن ماشي حقيقية كانت بغي تكسرني وصعفي تقول لي اني مقدرش نستغن عليها ووه فسرت الحب انو ضعف حيث كانت تبقى بعيدة عني عليها بالشهورة ويعدمها ولكن انت شنو الدمجي لك فاتشي كله انا من الداخل دي اللي عارف ان المشاعر دي هالك ما زال ما نطشت تي ما زال صغيرة ماشي عارك تتأثر بسرعة ماشي خاصي نقرب لكن خليك تتكبري واشتني تختاري واركن مقدرش تضعفت وعشت معاك الجونون اللي ما عشوش في حياتي كله حتى وانا مازال مراهق عقلي كي تلغم لي كنكون معك ماشي ضعف ماشي ضعف ولكن على قبل حي تنسي طرف مني بحال جاسي قبل ما دنيا تقصيه و تخليها كا قوي تي ما زال صغيرة ما كتعرفيش ان قيمات الحب لأي رجل في الدنيا اللي كيبغاها كتكون بنسوه وخصوه وموه وصحبه وحلاله اللي كيشوف الجنة في الحضن دياله اللي كتغسلها موه ومتحكا كيخرج كل الدعف دياله قدامه وما معصم ما مقلق وما خايف ان صورته تتس قدامه هتعرف انها فاهمة وحاسة به قفزات من فوق ديك الساكية كتتنقص ومتع القاسف القفزه وحد ناته من الخسر دياله كتتتعنق فيه وفرحان ودموع ناسي كان بغيك لا 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 كان عشقك كانت نفسك انت حياتي كلها جاسر بغتت حاجة من تنيا من غيرك انت صغيرتها انا مشاعري كبيرة بك وانا جعله قبلك شفاك يضحك وقال لها كان بغيك العمقه يقول له يسلم بأي حاجة ويرفع الرأي الميضة قدامها عنقات وزيارة سعلي حسب اسكال بحشة اظهر بوكي يجريه ونصياره ويجب فيها بابا في نظركة استصرفات وحضناتجة شافت فيه همسات راجل حبيبي او رمارة يقولي كان ميك شنو بغيت يدير شنو غديري قربات لي ثاني عمقاته دي اللي بغيت يتراج لحلالي وغات فضحينا قف السيارة قدام بوابة الداخلية قرساته من الخد دياله وقاتني يا انا جسور كل مكانش الله صف تشتا كنا دا بحرم فضوحين في البلاد والاقالي من المجاورة توسعت عيني وياه فعلا الحافظة على داها القلب والأيام كدوس حتى واحد النهار عطت لي الحاجة في الجلح ديالها غدخل عندها قتلي سمع جاسر عزة مثلا مرات كنت هاجرة دا بشهر ونهار ما رجعت وهد شي ما يرده يلا بغي انقطعه ويتقول لي تصبر مكملش كلامي انا عارفة انها فيك شرخ من جهتها ولكن الداخل ديالك ما زال كينا فيه وإلا كتيت لقصئها طالما ما زال على ديالك قد تستخدم الحقوق ديالك قد تستخدم الحقوق ديالك قالت انها غلطت ولكنني لم تتوقع انك تغضب على العبه اقدره قدامه قلب جديد عزة ما غلطتش فيك حتى تستطيع انت هاتش اللي انت بغي الى عصادرات منك تسمح لها وتفتحها صفحة جديدة قحاير وش فعلا يقدر يفتح صفحة جديدة وشنو على حور اللي كتتتعلق بي بحلش طفلة خايفة انها يبعد عليها وحتى انها البارح بقي عاقل قتلها عارفة انها مازال مراته وعنده الى حقوق ولكني مقدره تستحمل فكرة انها تكون ويكون مع شي واحد اخرى من غيرها اعود قفزاته ماما بلي اتكلمات عن محسارة جاسر اذا كان على حور خلالينا اتظر معه عزة مستعد ان اتصدر لك ما اعرفش حاجة فعلا ما اعرفش تصاصلت بها وش في دخلت عزة بك برياءها وغرورها بليك يشوفها كثمن كائمة غريبة الزفر مضيق كان اتصدر منك جاسر قلت الجملة ديالها قربت هكا بقصت له راسه اصفر بقوة صافي صافي عزة قال هذه الجملة وقف غير تحرك على برة صبحوا لي اخذني الخرج تحرك في ذاك المعمر توقفاته عزة قدام الجانح لي الحور سوف سهالي وعار في السباء قلت انك اليوم عجاسر ما تعطلش لي اوكي حايد من طريقة وتحرك جهة المكتب صد الباب وراه وقف اصفر بقوة ولكن كيظن انه سيتهرب الديمه فهو واهم حيات الستارة كيشوف فيها كتظر مع عائشة وكتضحك مين ما سمعت لهذا رضي العزة سفه برتياح وكيشوفها كتقات شعرها لعب سرحي جاب ديالها خرجات من الغرفة مع عائشة غلق ديك الستارة وقلص مورا المكتب تأجلات الموجهة شوية شنو غديدير ذهبه حلات المكتب أحبيبي ماذا؟ لا يمكن ان اخذ دقيقة من وقته سأسم له أجاه قربت قصص على الطرف المكتب من جهته أصدت سائده كانت لعب سبعة شوفها شكاة في الطار وما لا كانت تقضى في الدراسات العليا كنا نريد الموافقة لبص كيف نقلت وعلى شيء ما قالت أجلي قلت عيني وشافت عيني وقالت مرح أه لديك تنوي مغناطي سي سأعيد لها وقل لها نترك موافق نشان صافي تساسم فوتور لا لما تسجدني يمين يلا أصلا موافقة بس وخمزين باش نسدو هذا الموضوع هذا دي لعائشة يلا نتصل بالساليم ونشوف الأوراق المطلوبة والموعدة التقديم وديك ساعم شي معا ها؟ ساليم وعلى الساليم ونصق ليونه تعيين في الجامعة هيكون هو المدرس دييرها ووووو than which ساعة ولا بجيطر فيه البته والبته والا المقالتش مزيان كبرئ كبرئ حور من دكجة والمدارس یعنم yaniur موافق موافقة كله الخريطي حضنعت وجهه شنو مخبادية بلا عريقه b صعوبة لا كينولان مووووووووووووووى كرت tengasa PEia مسكنة بشه رياجة الصورتي احدى كثير الحني 이� unhealthy لا ينسى حاجة وكل حاجة صفتت لي الصباح لقبل تكسمع واحد طرق على الباب خلاك يوقف وكسابة طياما للمكسب دخل دخلت لخاديمة للا حور للا الحاجة بغاك في بيتها واخا أنا غنجي عندها دابا نعدات بقوة أكيد بغالي النفس السباب اللي كانت بغاك عليه الصباح ياك واخا مع اخر جات ويعنقها كنعارف انها تتألم وغادي تبكي وما كيحساملش دموها يخصي يا رب من المواجهة يخلها يخصي يخرج ويخرج من طار كاملة في الساعة قطعي كانت شوف تأكدات ومنع النقاء ان هاتشي عنده علاقة بعزة اللي كانت تحاول كل الطرق في الاوينة الاخيرة انها تتقرب منه وكانتتعمد هاتشي قدامها خلصتها تحلى بشجعة الكافية يتجوزة تجاسر ويعارفة انها شريكة شريكة العزة كانت متقبلها هاتشي ولكن ما كانش كتعشقه تحركات جهة غرفات حاجة وطلقت الباب وتخلص وفعلا ذاك الشي اللي كان قتلها الحاجة بالله هي عارفة على شم سيفطلة قتلها حاسة وش عارفة قتلها لقبل عزة قتلها شوفها الحاجة انا عارفة بزوج ابي وعارفة انها مجووج بعزة ولكي بشي الخاطري وترمز في الحضن ديلا وبنتكاسبك قتلها الحاجة بالله منتهادي وعزة كتحاول انها تتقرب منه وكي سنتها وهي ما مرسحاش اصلا هاد القصة هدي حاسة بحل اني ناويالو على شي حاجة ما بسارة حاجة بحل لكي تخطط لشي حاجة ونفس الاحساس كان حاسة حمد حور قتلها حور بهلا سيئة عندها نفس الاحساس خصوصا انه اي ناس بعدها ساليهم بقش كتجي للدار فيما كتسولها قتلها بسارة مع جاسر صغير فيش حاجة كتضر فلاصة شنو غادي ندير نخلي واكتطن انها سحبت جاسر وعينية ما غاديش نحيدها لها دي ما كتخرش من الدار من النهار كسته مع بيان ولكن دي ما كتسدر في التليفون سولها سحور معا من ما عارف شي ممكن ما امها سافي يعني غادي نتقرب منه وعارف ما عم كتسدر كان ممكن اول ما تدخلت للدار ولكن دابع ولس كتشوف يبكر مشي طبيعي ولكن غا نحاول حور صرفي طبيعي ممكن نكون نضلم لها واخا ما عديش نقص لغي وبي نسممها نفعج راسم التحك واخا لليلا سيري خلج راسم الغرفة ويكتسمع الدحاكات دي لحماتها تحركات جهة المغمر لكيطلع لخلفية الدار خفاة هزتي الده كتحية ستارة تكتسمع صوت عزة اه صافي غايت ما نعيبت عندي هزتي الليلة حتى الانساء اه واخا انا عدتك الاخبار اول باول اول ما انا عرف غا ناخد الميسح دي الخزنة يلا كان بلغك سلامي باي سحبت بشوية اللور باش متحسر بها كان شعورها صحيح عزة كتخطط لشي حاجة بغا تاخدها بالخزنة دياله ولكن يطرع شنو هادشي اما جهسر فبشك يعود العلاء سولو كيف الشيناس فاقت مع عزة وهارفة ان اي ناس ماتش لها المشاكل اكيد شفتش حاجة لها يلي خليها سكت بعد بهذا الشكل هذا بعود لي كل شي قلي بالله درجة انها جات طلبت من الحاجة انها تدخل بينات ومعتدرت لي صارب على اه وعزة دي ممتعد شي انا شاك من وقت ما اي ناس بعيدة اصمر لوحدة وعزة دي فترة كاتهم وعد يمكن انا تقدر بالصح ولكن ما قادرش نزيق تشي على العموم حاول بطريقة هكا مخبية انك سعرف شو اللي خلي اي ناس كاس بعدها وخلي البقاء اليها طلبت لي عالة بتاع تلصي مغس بشيش اللي اللي مش يدعبو شوية ستتسدن دنيا مدي تسدن دنيا ولا ملي حورة ناس ملي حد جاثر بقوة وعش ماسقرش ملي عزة ناس صارب وش لها الدرجة مقتيش طيقة وعش مخلي على الدم ما ديالك ما ديش فاتقة ما ديش فاتقة ما ديش فاتقة نهائيا ما ديش قدرح تنسيقها ما منهاش فايدات هذه القلسة هذي يلا خليهم غيسته وتحرك على حدا وكايربز على كسفه ما عليش اعتبره شربة يا زيت الخروع بعد الدرع وقلي ما تتسفل معايا شوف شوف لي اشي حد في الكنترول بغي نتيجة ديالحور ويونس نتيجة دخلات الكنترول وعايشة غا تكمل دراسات العولية ما عوصل الانطار بغي تطمّل عنايا لنولا دخل غرفة ديالها قام بتعليها الفراش وجهها عامر بالدموع وكالعادة وديرها وحده خفيف حداها بسهلها دموعها وهمس لها انا عارف انك فيقة وعارف انك ما غديش شكايا لها الشرعة ديالله هذا ما نقدرش نخالفه وبنوتي ما يعجباش اني نكون ظالم سبحان الله خير حوريتي تحنا باس لها راسا ورفع لها لغطا ونسحبه ودوء قبل ما معاه خرج ويتنطق عارفة ولك المستز مني فيقة حور ركنتي اللي خليتين من المشي العكس انشي قوية وتو حاجة ما غا تكسرك لاتك تربط عليك فبحل هي كتطم من نفسها بنفسها تشعفت البيجاما دياله اللي كانت معلقها وقفاتها الزهزة كتتسنشق العدر ديالها فحل اقل تفكرها وجهك يعتذر منها لبساتها واحد ناطا وتقوقعات في الفراش دير التالي فنقدم عيلا لعله عسر يتصل والله يصرف تلع ميساج وطلع جاسر جاناح الفوق وتعتقل ما زلت دموع دياله بين عينيه ارصمت يساما بارده على شفيفه وكيشوفه كتقرب منه وحلت له الباب توحشك يا جاسر شنو ما بعجت يلا دخل دخل تحرق لسرعة طرف الفراش تقربت منه مرة اخرى كتحيلي لابيز دياله بينا في كيان شوية عزة الخدمة كانت كثيرة شوية جاتت وراه على الفراش حدنات دهرو بدأت كتا تحيليف شوميز وكانت يليف مصاج لكتافه مستسلم ظاهريا وحق له كيف يفكر في المقابل اللي هتطلبه ما كينش توحشيني ولا ولا موحشنيش عادي كيفاش عادي حكون كتتوحشك عزة كنسأنا اللي غنجي عندك مش انتي غنجي عند تتضرئا ايهاك هالشي اللي بالك هديات وحش كما تحشيني عقد الدرعها قداما شنو忘ا عزة بلعها تريبة صعوبة وقلت مرسى معك شنو غنبغي منك وأحوالو ما اعرفا ما اللي كان يطلب لك هنا أحسن اللعبه على المكشوف أعزة شنو كتقصد بكل عمك هذا تقعد في الجلسة دياله وحتفل الله في المواجهة ديالها كان قصد ما الوشكت قلبها كمرة واحدة شنو خبيها ليها شنو غنخبيه ليك والو أنا غير ما فهم شنو كتقصد ولا متسيقن بيلا فايلا مضرقها لي شي حاجا بدك يا ربط على خدها كان قصد لهذه اللي كتلمة بعد كل مرة اللي نبعاتها نعدت برسيح وقالت بغتها حاجة يا جاسر شوف احنا خذنا نفتحه وصفحة جديدة سنسده القديمة بعدها قال بعت منه لا تغيرتي بزاف هذي اللي بنت هذي دارت فيك شي حاجة قل عبتها حدير عندها اسم وياك تقلي منه عزة آه يعني وليتك عسيب غيرها بتاسم بورود شنو غير يفرق معك أكيد بغت فتحي صفحة جديدة يعني تفهمي أنك هنا بحالك بحالها سنتقل الله فيك على قبل ما يتحسبش هذية الأيام ستوزع بيناتكم نهار معاك ونهار معاك مصارف ديالك بحال مصارف ديالها ما سنقلل منها وإلا بغيت نعطيك هذية سيئة سيكون عندها هذية وبالميزج ديالي عزة فهم؟ كان واسقا لا غير ترفض وجهها وكيف شبانت لأنفس ديالة المتسارعة ولكن تفرت بقوة وقالت موافقة شفها وحد اللحظة مزيان ممكن ناسو دا بحي تجي من الخدمة قال هذي الجملة وتمدد لها الفراش وازالي لغطة وتفضو حده تفضو يلا تبحي لاخير حركات بعصبية تفرت بطريقة عالية تكتبت لي أنها وافقة تبزز منها وعرفها بزيان يا سارة شنوني مخبيه نهد بقوة كيتسنى شوي احساس ما صوت الأنفاز ديالها الباردة وازالتلفون دياله واثقة أنها ما غديش ناس غدي يكون صعيبة لها كم ما صعيبة لها تسلب شوية تسكع لديك الكنابة وبدأ كيكسب لها ناسي عارف أنك بزل فايقة وقال زهد التلفون شاف بالله قلط الميساش تأكد بالله فعلا كاتكت منها ما زالك آية نهد بقوة عفك وحياة جازر عندك ما سبكيش إلا ما بكيش رغنموت وغنقتلك ولا غنقتلك انت كتبت تحكى دياله ياكو ما نبقاش فيك أحوريتي ما نقدرش إلا كان عمري هنا يعني أنت لا نهد بتي سامة الله يخليك لي أحبي يبتي تقول لك شي حاجة وما تكعاش قولي واش نسكيها سحداها ويبتاسم لله تسكيها على الكنابة الصح قد تقول لها مرة كتسول وسؤال حتى صافي ونلغي هاكا كيسلك معاها شوي يسقلي هافك هاو الفجر بقى لئي ساسين ياك قاة هاكا بتزهضر معي شوي حتي الدنيا نحاس كتسمن الغي الناس ولكن بغن ناس على صوصك قطع التلفون وتسلل بشوي خرج من الغرفة واتفغغ في دقيقة كان كيحل الباب سكي تصدم كيشوفها كتضر في الفيجة بعد يالو بيدا وعينها كتطيح في الدموع من فوخيله حتى رجاء انهم تسدوا وجهة حمار بحل ما طائشة والحبة دي العرق على جباسة وشعرها كيك مش عكك وكتشوف التلفون قالش قطع سعي لاش ما غل ناس وصافي غل موتها جاسر قلب غير يوقف حور رفعت وجاسة وقاتوا قدامها في حالة الهيار مسحد دموها بيدا بدأت تكتحك وش جيتي جيتي على قبل اياك جيتي شدامين درعوها كتفنة كتفنة راسة على صدر وبدأت تسأل وكتفكي شو صافي تسدني تسدنا حور أنا معك أنا ماشي كعيالي كله عارف أدى حقك وإنا مكان أحسار شوالكي نبزز مني قلت ليونس أنا بزيانة ولكن غمخنوقة شوية ما سيقنيش قلبي كيضرني شنو هتيندير فقاكي هدن فاحسة فعلا انتهت نعاس بي دقيقة قريبا بحل كنت كنت نغيجي لعنتا ونحسات فقاكي يشوف فيها بس لا راسة آه يا حور شنو درس في الدنيا ديالي زوين باش الله يكافرني بيك تي أحلى حاجة في عمري كله والله بزز مني حسا عنا عنا خاكسر وغمض عيني حسا كمل هتنهار دياله بعاها درباسوا الفيقة على شي حاجة سخونة حل عيني يعرف لمصدر دياله كانت كتغلي قد على الفراش وجهها أحمر صلاكي يتقرقبو وغمك تقول غيك الموحدة تخليليش تخليليش كاس محمومة تحرك بدون وعي كي يدور في الغرفة شنو غدي يدير يطلب الطبيب يقلب على التلفون دياله ولكن ما لقاش خلال فوق في الجانح ديال عزة كان كي يدور معات مملي خرج من الغرفة خرج كي يجري تقلقى ينصلي غشافو مجه كي يجري عنده ما لاحور وقع لاشي حاجة غجب التلفون تصلت بالدكسور عنده شوية الحمى وبسرعة طلب من عائشة تجيب ليه التلفون والسوارت والبسطام دياله من الفوق طلب من يونس ياخد السوارت ويجيب السيارة قد دمباب وغي يبدلها وباش يجيبها خلاص ودخل بهالمشفى هزها تابعوا يونس وعائشة طول طريق البوكيغلي بالغلاية لدي الجزد ديالها شعور ديال الفقد شعور مؤلم وموريع قاس حدقها كي يدلها الكمدات باردة على راسها حقنوها بوحد السائل ما عرف شنا هوا ولكن مهم قاس هكا كي حاولوا انه يخليه ترجح الحياة تخلوا حد من القطن باقوا معا ممرضة مثلو العلاج كي يسولو بلهفة طب ملنا يا دكتور وش مزيانة ان شاء الله نسوه شباياك شافيه بنظرة حارقة ولكن كان عنده الحق شكون غي تسيق ان هذي البنت هذي مراسو لا مراسي ممكن تفهم لماذا غيرت العلاج وشنو اللي وقع لها بسبب شنو حسبو حد شعور غريب وكي ينسبها لي حركت طبا بالكسف ديالو واخا غيرت العلاج حيث ما يدفعش مع الحالة ديالو لانه انت ما بنلغتيش بلا حاملة والأدوية الثانية خطر على الجانين حسبو حد زلزال زلزال أركان ديالو تسمو عينيهم ذمعين ولا كي يرترعان من الفرط العين في أهل ترداد ديالك لكي ينسبها الحاملة الداخل ديالو على لسانه حاملة أرجع الدكتور تكلم تبين أنه مكنتش عارف على العموم احنا كتشفنا بالصدفة حيث خدنانا ضمنه لا تحالي ان شاء الله مني تخرج خصد تتابع مع شي واحد مزخصص يعني هاد الحمى هادي بسبب الحمل لا لا أكيد ما عنداش علاقة حمى هادي في الغالي بسبب نفسي ملاش أن شي واحد يعرض للضغط حيث الفعالة خطر على فضل مرحلة نزرسه من موافقة وكي شديدها وكي موصى سمحي لي يا نسبه يا ربي حفظه لي ألف حمدو شكرا لك يا ربي على مرة يونس كان كي يبكي سيئة عيشة كتشف فيه كي يبكي سيئة كاسبكي جحسن ساليم وتجمعوك أمين ساليم كان عنده طبيب تسمى في مستشفى كي عارفو قدر أنه يدخلهم يشوفوها يدخلوا كان جاسر فرحان غادي تقول عيشة عمى وانت يونس غا تقول ساليم ألف بروكة حور ألف بروكة جاسر عيشة بسحنيت يونس وش متأكدين حاملة حاملة حور شنو غادي نفرح ولا ندب ساليم علشة يونس يونس ورا يغتولد وانا غا نولد معانا مالي ومدلوح لها دي كلهم شافوا بدأوا يضحكوا عيشة كيف تحسين بمزيان أحور حور الحمد لله أنا بزيانة سبحوا لي عيزكم ما هي ولكن أنا ممثيقة شو سفين أنا غا نولي أم أبدأ ساني كيف تنقلوا اليوم تماكينا الحور ويونس تحسين معهم ساليم مهركة شو يبدأ يعود اليوم كانوا يخذوا الأوراق المخادرات والأبحاث والكسب كيف تجمعهم يخذهم يدرون لي بيهم صواريخ ويلعبوا بيهم قوم جمعين وحد شمية حسنا ساليم يوصل اليونس أما عيشة من اللي بغا تسمشي يقلها جاسر عيشة مع هذا الخبر دي الحم بغيت سوحد يعرف به عيشة ما نقولهاش الماما خلينا أنا غا نقولها لا صافي واخها ولكن ألاش اسمعي الكلام ونفضيها عيشة شفيك يسمعه تقن في الباب دخل عالا على اسلام سكحور حور شكرا ها ها على الله يخليك الدكتور شنو قال جاسر رغي الحم ولكن الحم الحرار نزلت معني شعلا ممكن تخذ معك عيشة معاخر جوية تلفتلي مرتابك أنا هارفة إنك كاهن يا ولكي والله بساس مني هزيت دابز وبدأ يبوص شو موقع شفك دريفية شي حور ركتغل موس بالخلع عليك قاتله بلحفة عندك تقول هاكا الله يخليك لينا أنا فرحانة بالساف كنت مني يكون ولد كايشبه ليكون اسميها آنيس حت وينغا يقول الناس اللي بني تبهد عليها أنا كان بغيه بالساف سأهو قرب وجه من نوع مثلا أنا كان غير وعد أنا بغيه بالنوس يكون العيني ديال بحلو المنطق وشعرك حلو ناعم بحالك ونسمى عشق عشق جاسر تعرفي أنا قلبي يطير من الفرحة حضرت وجوب من يديها وعليش هاكا مقلق وشايف الخوف في عينيك خوف مفاهم ناد وزرس كيف شك تقرب مني هكا حيث كان شوف قلبي جاس خديجة ماما صحور حسن حمود حمام بش حسن وشعرك ساعب اللي كان على جاسر طلبوا منه انه يمشي يرتاح خلي ويخلي ماما ولكن قلبي يمشي تقريبا يمشي ساعكا عبد الحوايج ويجب الحوايج الحور يتبذ بهم حتى تخرج بهم حسن في الغد ويتسن بينما جاسر كانت ناعم ساعكا الأدوية بدأوا يطروا عليها ومشا محمود بمشا جاسر بعد ما اطلب منهم انه يخليوا الخبر دي الحمل مستور ما يقول لسه شي واحد تصربوا في الأول ولكن خليجة قالت المحمود ربما كان خايف على حور ولي يفكر شها من العزة يمكن هات شي فقوق يشوف قال والله يحفظ يا ربي ويكمل أحمل سال خير خطح لك جاسر القصر يحسب الإنها كيف سؤال لها شو لأخبار دي الحور أربطها لك فوق قلب سعب أحسن أحسن الحمد لله وقد يدور في النظر دي لها من عزة الفوق في الجنح دي لها رمس مولا نهائيا نهيد بقوة ويأصلا عزة شنو كيف يفرق معنا قلت لشيحد قال لا مليعنا بنت صغيرة مهم طم اني خليسي حور مع شي حد مع أم ومام يلا غلنا نخد حمام ضغيون بنت الحواجي وباش نخرج فالصحة فعلا دوش لأن كاسب عليك دوش بنت الحواجه جبت لها إيش الحواجي دي الحور وثم غادي خارج مع خارج حسن كاسب هلو هسه شد التليفون كاسدر مع ذهر ويبليها سطح لها إذا تسأكد أكدت لي الشك بلا كنت تدر شي حاجة مشي إيها ديك ما أقرب لها مالك لماذا ضيحة التليفون شفت شعف ريس قمت بك لا غي 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 تخلي حسن لا عارفة إنك في الدار فالتليفون كاشف المكالمة الأخيرة بسجلة باسم أمي جوج أعطاها التليفون حماسي خارج وغنبس برا مغاشي حاجة تحرك من قطة مقال لا عادي غي كنسول عزة أرى لها رق لحمتي جديد تليفت تشوف في برسي باب وانس أصلا يمسك أصدر مع ماما تأمل وجهها ونظرة يرعب لك نفعينها ومسك سخرية فعلا نرى لك حبيبتي تشوف وجه عاجز قرب باك وقرس لها الخب ملك زوزة هزلك صافحة وانو ما عرفت شب الصغر باك ربس على خدها بنعومة علش زوزة يك حنا تصانحنا البارح وفي صفحة جديدة او ليلة قاتلوا مبلأ اه قرب كسر وحاط يدعو لها خدها وهمس لها تشيرك الحب دي العمر كله شاف شي بشك وحور عندما كعمرش عيني من غير كنتي عزة وتي عارف هاتش مزيان حور هذي غي غلطة وتي عارف انا علش زوج بها قد لي بحيرة يعني انت كتغي غي كت كتعصبني بها وصافي هزكساف ويت لمعينها يعني هتبقى معيها ديما اكيد حبيبتي ولكن ملي ملي تشاف ملاش غا تشاف مالها رها بحل القرضة ايانا كينا في المستشفى منصبح سوحد مقال لك وليشنو لا وستدفع فين غادي استفر بضيق غن خسني دارون يمشي لعندها لقبل المنظر دي يقدم الناس شنو غادي يقولو مطرح حبيبا بينما تسول لي مزيان لو ترجع سوقف لجلي انا عارف انك فهمني ياك اه ولكن لك لك دار صباح وليش فايفا عزة انت عارفة مزيان انا كان كره بايا نقنتاش كايسة لك عزة اللي اللي كش بسير هنا ولكن حبيبتي مهنش لا تخلي لك وطالح سمعي دكش يالش انا عندي احلى هادية هادية الالمس ولكن من كمال موضوع تعب الحور وخ حبيبا اللي بأعين وقالت اكيد حبيبي على وقت لتبع الموقف ديالك ما فيه شي حاجة صافي بقمعة وخاش حل من النهار بمصحات كسوات حبيبتي انت ستفهميني حساس ام غادي ما تسجح حبيبي الهدية ها من عيني يبزوج يلا انا غادي باي تحرك جهة السيارة وعلى وجوبتي سامة واسعة حسو يعرف شون لك وقع شون لك تخطط حور القام محمود وخديجة بقين معه بقوم جمعين وعند ساعة خرج حبيبي عفك نخرج من هنا لا يمكن شخور انا باي خير عادي عفك وليس بزيانة واحد حبيبي كنزف الهضراف عيني بزاف ونحن لا تتكلم عن راحتنا وعند انا محام لش لقلسانة غمض عيني اللحظة كس قراء حدش كسب مفزوح قدامها نهد قوة انا ضروح حور ما زال لطول قدامنا عفك انا مبغيش نبقى هنا وانا ما بغيش نشو للدار هالنار مبغيش للدار غاد تفهمني ان جاسر والآن ما عنده شي شي بليس هنا من غير القصر وقف مقعد وكيد هك اكيد كان ولكن الشقة انا واحد ينضف بسرعه لبنكمل الاجراءات وانطمن لك يلا فرحات بدك تنقص اصلا انت الهيرو ديالي طمن لهم طبيب وحدروا من ان لا تتعرض لأي ضغوط وانش فيها لقد تحرد بسحة ديال والسحة ديال الجانين وبعد ساعة قريبا كان كيقود صيار ديال بشروط كامل ببغيش اخوة قريبا قريبا وانطمن اخوة اخوة لا تتعرض انت لا اخوة 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 ان يقوموا بالطبا لا اخوة اخوة بسرعه يجب اخوة لهم لا واجه اخوة شلال خزالة حلاتك تتأمل حواج لي متراسين وقفت قدامه من امدى انتكت هنا؟ انا كتعيش هنا انا وغاية ايام متراسة تكون غاية هذا اخوية فريضة عوالد عمي ولكن انا مشتوش من قبل بعد ما مراته ماتت ما تحملش بقات امه تقريب العشر سنين وبره اه ارمل بحال بسمة ولكن حتى ايا رجلها مات هذه عامين وانتك ساعة ويسد على رأسها اخوة تريكو ديالوم البلاكار وانتكيسر رح فيها وانتكيش فيها وانتكيش فيها مع لبسة دكتوشرت تجعبها لكسوان تحت ركبها قصص على السرير شوف انا لا نقول لك شيء وانبغيك تشفني غالط شفاء بجدية قولي بلعاد ريقه بصعوبة انا ممرتحة العزة حسى انها تخطط لشيء حاجة خيبة بعد هذا الاحساس تسدي المام الحاجة قطل ليها خلاسها تعينيك ولكن قطل ليها ساعة من لها وانتكول ضلم لها ولكن سمعتك تقول شاهد في التليفون انها تطالحها معك وانك ترجع لها وغازبن لها منيسة عارف تاخد صورت ديال خزنة المكسب شنو بغا غزم الخيزانة ديال المكسب كان شارد كيف افكر فاق من شروط ديالو وعلى كلمات ديالحور والله انا مكالا كتاب شالك ماش نكرها كفيها تشيره درس باعة ولا شفيفة سيما شي محتاجة تديري شي حاجة خور أنا فعلا شاك فازة من الوقت اللي رجع سفي يعني شنو ممكن تكون بغم المكتب ديالك ضقتك يقطب جبينو كيفكر الخزنة ديال المكتب في الدار ما فياس حاجة من غنو وراقنا القديمة شهدت الميلاد شهدت وفاة بابا عمي و وشنو وراق الباية ديال المصيب ديال الباية في الدار والحجة ديال الدار أرض اللي كي نسم وشي صور هاك وهاك بدأت صورها كتوضح ليه بيس كله بحيرة ما فهمتش أنا ولكن شنو قدريها بهات الشي جاوبها بنفعان ومشي يا حور بايان اللي باغ عزة بغزبيني البايان بغزت على الحجة ديال الدار والورق ديالبايان ديالنصيب ديالها باش ترجع الدار اللي اضطردت من هجر مرات شافت فيه بخلق جهسر عافك على قبل غيس هدن ممكن كنوا ظالمين أحنا مكيش في الدينة شي دالي على هدلها درا تسكى على صدرها وبدأ كي حاود لها وياكا تسكى تلعب له في شعره شحالة ديونا صغير كانوا عمامي ثنتار فشيلات ولدت عزة عمامي مورد قال لي عزة ليك جاسر تكون أمانة في رقمتك كانت كتكبر معايا كل النهار كل النهار كيزيدوا المشاكل حتى قناعته صهير أم عزة إنه يعيش معها في المدينة عقلة لدك نهار بزيان دك نهار بابا كان كيغوس بزا في العمي كيقول له بغيت تخلي الورد ديال باكت مشي ورا مراتك ولكن عمامي مورد أصر وببشر منه الحصة دياله في الدار وحتى في الأرض وعمامي منصور كان مهاجر ديك ساعة بره وكان عمامي معتاز مات ولكن عنده دار بوحده ورا القسر وسافر عمامي مورد ولكن بابا قال لي سمع عندكش علاقة فاتشي أنا كايما عمك من الدولة بعدون تسالحوا وفعلا قيت هكاك حتى كم بلت التانوي كانت في صيد ديالك هكا كانت منه تخلي الفنو الجميلة ولكن بابا وقف لي قال لي انت كبير ديال خوزك بس كنت الكبير ديال البلاد مثل الآغة المسؤول خسكت تهزل المسؤولية وديك ساعة دخلت الهندساء أنا وغيت بقيت كان نخدم بالليل ومنهار تفتحنا المصنع قبل ما نكمل الدراسة عمي مورد مات قبل ما يموت وصاني على عزة قال لي عزة أمانة فرقبسك ديك ساعة زوجنا عام زوج أنا معمورة ما نشتشي وحدة في الحرام ورحت عزة ما كنتش نشوفه جاء إلا بعد مدرنا العقد أول مرة المشاعر للدخل ديالي كتخرج بالحلال كيف ما تربينا كيف ما قلنا الله الوسيطة العمي والمود دياله وخلتني كنحاول نعوضها عزة خلت المدينة وخلت صحابها وحياة على قبلي قل طلب عثة موجابة من غير ما كنفكر كيفيني عندنا أذكر في الحالة تعوض أن كل المشاعر خصى يكون عندها ثمن ولكن أنا ما كنتش نشوفها لكن شوفها هدية كان قل لافة أنها مهمة عندي وأنيس وحشتها وبدأ زعام زوج وبدأ سمع ما كنتش هدر في موضوع الأولاد أنا عارف أن أماما كنتش بغيها شو كان سمع صاردة على زواجنا من الأول عدد السنة أخرى وبدأ بابا كي يهضر وبدأ لخص نديره تحالي وفعلا نمشي للدكتور زوج عشرة والإجابة واحدة عزة عندها عيب خلقي في الرحم مستحيل تولد وبعدها بابا وصلنا وراق لنا عمي من الصور مات في الغربة ودي كانت أول مرة كتبان فيها باين في الصورة بنت عمي اللي كنا ما كنا عارفه وله وقاله وبابا قرر إنها غاز قلس في وصنا عصاردة باين لإنها كانت متحررة زيادة على النظام وحنا شباب في الدار بابا رفض دخلت باين الدار بالخارة بحل الكل بابا جاءت وجلطة وتنقل المستشفى خدت ماما معا باش توصلها تقلبت بها السيارة تشلات وبهين كات حومالية وأنا فاهم كنحاول الفيق عزة وليس كانت خاصة معا باش تباعت كتقلني هذه منت عمي مرة وأنا في المكتب لقيتها داخل عندي يهو دك الساعة حاولت ولكن الله أحماني وفقت قبل من وقعد وضربتها وحضرت عزة إنها خصصة ضربعة بذلك كانت تزني على الحق دي غدير مشروع قتلك بغتبني على أرض ديسكو في البلاد طبعا رفضت ومشأت للمرابي وبعت له نصيب ديها لفطار ما قال سلسة شي واحد كانت عزة بسافرة ودك الساعة تلقي سافوق راسي لابسة وما لابسة جريتها من شعره وليحة في الشارع وميدك ساعة خافت إنها تخليه بدك الشكل البرة قاتل يا جملة وحدة كيف ما حرقت قلبك على أمك أنا حرقة على أقال اللي كاتبغيه ندفعت قد تلك الشي اللي خداته خمسة المرات المرابي باش خديت المبيع منه ولكن إلا وصلت للمبيع هذه كأن نصيبه ما زال كيف ما هو في الدار قاتل له بالفعل كيش واحد في الدنيا يكونه في الداخل يالو هات الشارع هذا كله أربط على خده سيلي قلبك نقيه ما زال ما كتعرفي تحاشف هالدنيا راه الأخ ممكن يقتل خوه على قبل فلوس ها الدنيا ما زال فيها الخير ما زال كي الأخ اللي كي يجمع الحمخه وكي يصونه وكي يحافظ عليه أرفع وجهه العنده ويكون فيها الخير طول ما كيني الناس بحالكم نصدقيين وفيها الخير طول ما فيها جاسر تسمو بوصلها راسا قالت له حور شنو غادي نديرو دابا أتواجها هزا ما يمكنش معديش داليل خصي يكون عندي داليل في يدي خلي ما زال غا أسبقى تخليها معك أسبقى بنسعمي وهذا ما غاديش نقدر نغيره شاف سعيني وقال بتأكيد ما تحكش عن نفسك جاسر طب للداخل ديالك ما زال كي يناشي حاجة حاجة منها في الداخل ديالك من غير أنها منتعمك أنا ما كان لومك شو لا كاعية تكتبت لي كل يوم أن أمي كان عنده الحق بليق سعي لي لقبل باش نوافق حدثة في حالي أنا عمري بنبيع شي واحد كلامها يا الخبز والملح حتى لو هو باعني فمبالق بها حب وزواج وعشرة ديال السنين وهزا الاسم ديالك وقبلها عمرها كل نموع ذلك يعني وحدها كانت تفكر فاهم من النهار ما تولتي ما غديك السهل أنك تخرجها من حياتك هاتشي كله أنا فاهمها بزيان ولكن اللي كان طلبه منك حاجة وحطة ما تخليش قلبك يتشرح شبخة وكي بتاسم أنا ما عارفت شديش نو مطبط وش درية صغيرة بديك الشقاوة ديالك تحمقني ولا فيلسوفة حكيمة عقلة كي يحيرني تيشنو أنا حور حورية جاسر اللي خلقني على قبل فهمه ونعيش في الحب دياله حسبي تفهمه من عيني هاتشي اللي بيك يعرفش خبالي قول لي دمشنو كان في دماغك نهد بقوة تشوفه أخر ممكن يكون اللي قلتي أنا ما واجهتش نفسي به ممكن يكون بالصح ولكن مش بها الطريقة أنا بقى في راسي وعمر يوديك سعادة الفارغ اللي كتنعيش فيه نفسي ويا في الحقيقة كانت سهب كبير صمتوا في خيالي وصنطقتوا اللي خلالي كانش كفازة أن أي ناس بعدتها اللي مبقاش كجيل الطار لحسك تسول ذك شيء لش كتكرمي كلام عاكة باش نشوف رد فهله أنا عارفه متأكد أن بايا راجع باش نتاقم مني رجع قلب سردد أنا حتى الحمل ديالك درقته خايف أن باينت تخطط لشي حاشا أنا حتى عزة بغيت تصرف طبيعي من غير حاضر ذك شيء لش قدر نكشفها قلت لأن زواجنا كان غلطة ولهي هالحب ديال حياتي وشي كلام هاكة وطبعا وعد تسمها ديال الألماص بنيت سلاة الموضوع ديال المرض ديالك وتقدر توقفه على رجلك واختين بقاج المكال قبل المنظر ديالي قدام الناس تيقاتك تسمليك هتكذب كيفا نفعينيك تاسم بسخرية تيلك تشوفي هي يلا يعني أنا انت غا تقرر من هزة باش تصرف بآمن و ومتتعاقش بكياك هادشي اللي كان في الدماغي هادشي عالش قلت لي بغي حور اللي بعقلها لا كان قل لك هادشي اللي عنا الدكتور حدرني من أي نفعل ولا ضغط تي ما غا تخيليش كيفاش كتديرني فقط تلقى كاكسخونة ومريضة ما عنديش سيدات ان هادشي كيتكرر قرر بعت من نوهم ساد الله يحفظك اللي ما غا ديشي تكرر سارعت انفاسه حيث حبيبي معه لش هلي خلاها وجنعت عندي حيث حبيبي يفكر فيه حتى هو معاها الغيرة هي اخت الحب وانا كان عشقك ممكن غيرها لك بجونون ولكن حتى الحب بلا غيرة رهوانه أنا العشق ديالي اللي كبر من الدنيا كلها هادشي عمرو ما غا يتغير أنا ديما معاك وفي ظهرك ولي غا تقولي يعني أنا نديرها كافيني هاد النظر ديالعشق اللي لي بوحدي أنا اللي كان شوفها ورجع غايت استقبله بالفرحة إلا عزة اللي ما كانش كانت حامل ليه وياه ما عشافه ويقول لا فقسم الصدمة ولا باقي لأنهم كانوا قالوا ليه بلا بلا صاحبه ولد عمو تزوج حتى ما كانش عارفته زوج على علي أنه منهار سافر ومقطع كل شي خلاه عزة ومشوا مع زينب مع زينب الجناح دياله ويصولاته كده يرى والدي تمنع لك نهض غايت عايشة أمي عايش بدرت خدمة زوينة على برا ولا معين ما بلغم زيان ولا كالي وحدة غا تقسلني قلت نجي ونعيش وسط منكم خير ما درت يا غايت سمغا تتخيل شاول دي لوجود ديالك شاول غايفرق معانا بدرت عايشة يدعلك سفغيت يالله ها أجي دابا عاود لك كل شي من ساعة ما سافرتي حتى حتى لها تساعة من ما جاءوا الناس غدا يجيوه من الناس غايت يتغدا ويكونوا ساعة إلى سحر عاودوا لي كل شي من الأول إلى الآخر بعد ما خرج هاكا ساكين بقاعد ساكين صدر معاشي واحدة في التاليفون ساكين مني شافته دوروا جو وخرجها لبرة ساح البوابة خرجها لبرة حياة الذكريات دياله كلها مع مرات اللولى سامة قصة ديالحب ديالهم اللي كانت تستر كواحدة من قصص العشاق زواجهم هنا كان معاها هنا كانوا يهدروا هنا كانوا يأكلوا هنا كانوا يقلسوا هلا فين كانوا يتفرجوا في الأفلام ديالهم غريبة حبيب سوكنة عاشقة الأفلام الراب المخيفة ولا كيبغاها لقبلها هنا بلي علتني أنها حاملة هنا بلي هنزة وكيضروا بسعادة هنا بلي بلي تحرم بها بدون سبق اندار سيارتها يشح حرماتهم ديك اللي معاديا لعينها هنا رقدات مدما فارقات الحياة وخلاته بوحده ما زالت صورتها منطوعه في راسه ديك الصورة اللي هربع من هنا باشي حتاجت مصحة نفسية في باريس كيفما باللغة في بجاسر ساحد ما كان عارف بالرغم خروجه من مصحة هذه تساس سنين إلا أنه وبقى هاين في الأرض حسر رجعوا الحانين أخيرا إلى ذكرياته معها مع مرأسه الراحلة قل في قدم الصورة ديال في ديالهم لكي تزين الصالة وقلب حانين بتوحشك بجزافة سامة عارفة ما قدرش أني ما نفكرش فيك ولا لحظة الحياة سبلا بيك خيبة وما عندها لا طعم ولا لون عارفة أنا عايش ولكن مشي حي قاس خسني رجع خفت نموزه بعيدة للون تفن بعيد عليك ثم تدل الأريكا واسدك الصورة ديال وحضنها وغمض عيني في أجمل ست شهور عاشهم في عمره مع مراته وجاء الغد نهار دي العراضة استقبلهم جاسر بسي سامة كيرحب بيهم باش يدخلوا حتى زينا بسيان لسا عندهم بالكرسي ديالا متحرك كيرحبوا بيهم وكيعودوا خديجة غي شافة قتلها وعليش هي تراسكوه بطي زينا بجاوبة بمحبة وانا عندي عازم كم خديجة بس ما بنتها فين هي حور جاسر ما زال عين غد يدخل نجيبها وغد يرجع بس ما للا غد يدخلها مرتاحة طلع جاسر عند عزة باش نزل عن الطياف عزة حبيبة غسكت نزلي طرح بيب الضيوفة دورة في دارك جاسر بليز ما تضغط شالية هزك سافوتنا هزك سافوتنا هزك برتيح لا عزة انا ما نقدرش نضغط عليك انا غي يعين شنو غد يدير ولكن ما تخافيش حجز شي حاجة واعرسولي يتجبك ان شاء الله غامشي نجيبها من بعد اسبوع تقدس على الفراش وقالت بلحفة صح حبيبي اكيد ولا انه عندي غلى منك الى انا هابط ما خطيش نخليهم يلا مسلامة مسلامة جاسر تحرك جاسر على مرة وصفر بقوة ما فهمت شعراش كتكلم وغاية كيفش كتصبر عليها ولكن اصبر عليها هزة يلا ما خرجش منك لقدمه جديد ما نكونش انا جاسر نزل هل ستلقى عايشة نازلها للدروش كدشري عجينا فيكتتية كتفلق يسطب العلاش وشن الورق بني في الدك هذي اشي عوتها حالي يا المرجان الفارس سوف نوريهم لساليم كنقص الدكتور ساليم ويمتاسم قلت يا ساليم واخا قريب انا غنعطالي وصفت شي واحدة فيقيت راتوا الميل فوقالت بإحباط انا كسب اغلاعرف في الرأي دياله في المرض دياله على شو رأي دياله مهم اكيد هل هو معه الدكتورة شنوع يعني كذلك قصد عنده دكتور جج مرات لا أستاذ الدكتور عنده أبحاث في الخير والأمرات ديالها نادرة نتشرف شح المجلة أجنبية يعني مسبعة عايشة برتيباك هذي المجلة التخصص ديالي وحيط نكمل الدراسات هو أستاذ ديالي واخ يلا عايشة يلا زيدي زيدي قدامي تحركت قدام والداخل كذلك تبلو حور كذلك تبلو حور كذلك عرفها مزيلا لأن عرفته كان عنده عزة كون شكية ناقش عايشة كتناقش مع سالهم على المرض ديال الفارس ديالها ورسوا الأشياء وقلا فهلا خصوا يعود الأشياء لأن مزيلا كيف يتعلق به إلا ما كنت قادر تصرف فيه وما كان القرار دابل غايت والذي يخدم شيئ أنا وغايت موافق القرار شنو هو جاسر تلفت ملافة غايت عنقه جاسر غايت يشير لدك الوليات الصغيرة اللي كان على دراعه معليشة يحيي عمك جاسر لير بحل ترى لن يعرف شف جاسر في الوليات اللي قال بحل ماليشة يحيي صبح ليلة يحيي هو أولد باسمة يدور يدور يدخل الغايت ويجب يلعب ها عاد يرجع اليوم يتعرف جاسر على غايت بالواحد 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 حتى وصل لباسمة قال يوم هذه مامة غايت مامة يحيي تنصر للحور ويقول له هي حور مراتي هكي يشوف فيها غايت كي يطلع فيه وينطق جاسر نص العين كله سنعور علي غايت الله أكبر وأبو له المطق قال بس عايشة وشنتتي وقل سات وقالت له وافقتي اني نعرج مرجع للفارس دي غايت غايت بهتي ما بانه مرجع جاسر ويجلس بدك يشرح له الحالة ديال رامض كيف تطور حسن بقى كي يشوف ودروا الأشياء ولكن لأسف مرجع نتعم إلى آخر ساليم اللي كان جاسر الأعصاب ديال اللي كان شاف للطريقة ديال هدرا ديال هايشة مع غايت مع جموش الحال حسن بقى جاسر غايت هو ولد عمنا وخونا وين قص ساليم أخوكم كيف بحل دارك سؤال جاسر غايت خونا مرضا وطيلت الجاسة ويحيا ما بغاش ينظم لعند غايت كلما كان يستخدم بس ما وكيل تقفي سكي يقول صفية خليها خلي ما امتقل علي افوال كل شي كاذا يضحك بس ما كان تفعل مآخر هالم في بوحدها كان شف ديال الوليد ولد هاس غير يضحك أحد بأول مونود محضر شولاته كتحمل غايت كردية الشهر واحد ومات قبل ما تتعود عليه الحل قبل ما تعرف معنى الزواج والحب تشلم الأفكار صوت حور بسم ما ما تساكل ليش كولي هزت عين الحور وتسم صفوص أنا كلي صحور سمح سمحوني الخور شوية يضرب فيه شوية البرد خرجت وي تلفت لها هي مالها مالها خديجة خديجة جاوبات الحاجة يديمها كما تشغلش بالكم ناد محمود بمرار على بنته وتبعت عيون سالم وغايت سمح لي يا ولدي يحيا غني ناس عطي نغسلي الزو غايت وعطالها غير سحين تي كملي الماكلة دي لكن نغسلي تحرك غايت على برة كانوا عيني كي مهين شاف جاه من وجهها وانتمو ملأ العين في عينها كتحسب الحزن تحسب بها اللي حسين انه حتى هو كي يحتيش نفس المرار كيتجرع يوميا لعل اكثر انسان يقدر يخفف عليك ولك يكون غريب ولكن عنده نفس المأساة ديالك مراته توفيت بالجنيل ديالك ويدي كالبسمة الحزينة مش عالها رجلها ولكن خلت ديالك حية خللها يحية يمكن ان تحسب نفس الوحدة ديالك القاتلة ولكن شروط وضمو ها كتبت هذا شيء كان يتأمل بشروط وخرج منه صوت الغراب كعناق حتى تلفت لي عزة خدمتي بابي سيتر وليس تلفت لي ويقول بوروط اه العقبالي عزة مو يمكن تلقي شيء شغلك عيوض منتي كتتوزع في السم ديالك للناس عزة جاوب عزة بعصب عصابية كيف كتت هدر معي بها الطريقة جاوب بغضب كاروض على كلامك لسكت اف اف اوف شنو لي رجعك شنو ويقاطع قاس فضار يال العس كلمة زيادة موضوع ما غيدوش بسهل ويوقف عليهم جاسر غايت شنو لك يوقع تلفت جاسر من الهيبة ديالو عاقد دراو ويضر غايت معصابية جمع مرس جاسر خلاص بطريقة مقادة مالي انا كانت تكلم معك اصلا لعل اش كانت تكلم معك جاسر عزة اضر بزيان فضفحات هكو وتحركات حساس معه تغايت كينطق فشو ماذا تحمل ماذا يا صاحبين سأدخل لجنة لانك تحمل ثانية سينة كاملة خلاص تحرك جاسر داخل حساس تسماع عزة واخذها وحور قد بعيد ولكن كيف يسمع متأخذ راتك بزيان هذا ليس لدي وحساس ليس وليس ليس لا تساول وحساس بحيال حساس 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 عزة تلبت ماذا يقرب منها نفس الموقف كي يتكرر مرة أخرى بحل حجمها وجود العائلة ديالها الناس هضر ولكن هاد المرة مختلفة البارح الجاسر كان في الملك ديالا أما دابا سبعة سقسيرها بها منه أرفعت درها كانت تتعلق بعنقه شد جاسر يده ونزله وكي يمثلافه منها معدات وطلعت للفوق أما يحيى أما الجاسر قرب منها وتحنوه الزمين دره ومثلا علش واقفه معانا زيني الحماق تحرك بش يقلس على وحد الكناب يقريب حدا ماما وكيقول لها فما انه ممكنش بقى واقفه ومجهوده هاكل تحرق الدماء بلاش علاقه من بنتك ما كتسمعش لها درها خالي جان راجلك يهدره في الصحة حور كملات الصهرة ومشون الناس نفارض غايت بجاسر وحاوض له كل شي دكش اللي كان خدسه يقول لي وتفقوا اياه انه الوراق والحجج ديال الارض ديال القصر الى غيره غادي يخليهم معا عند غايت لانه من بعد غادي يخلي السوار ديال الخزنة دياله عند عزة وفي نفس الوقت طلب منه غايت انه يصور لقاع الالماظ ومجوارة اللي شاريهم العزة وديك الساعة الى كانت بغايت لابين ديكسه غايت يعرف ما يدل لها اما الى كانوا ظالمينه ومغايت ديرتا شي حاجة فعسوا ما يخلي ولاتك شي ديالها قلو جاسر من لما كانش بغي يكمل معا بهات الشي ولكن ما عنده ما يدير هي اللي بدات معا خرج غايت يلا بغي يخرج من المكسب بحساس ما تجاي عزة كتحول هيلي تراضي وتصالح مع هالصارف ولكن بقى مسايرها تتبعها للغرفة اول حاجة تلباسها منه هي كتتقرر منه هي انه مدرش لعدك شلي كتتبعها تكيسو الفعل شنو كتتقصدي بالضبط كنستخنص قصد الحديقة الشرقية ما كسبتها شلي يا حبيبي شحلو انا كنقولها لك اه كتقصدي الحديقة الشرقية وعلى انتي ما عارفاش ان هاديك دي الماما جاء بحسوا بصادمة كيفاش كانت دي البابا هو ويبتاسم قصد كتير لماذا ما كملتيش بقى البابا بابا كسبها باسم ماما عزة ولكن اكيد ماماك ما عارفاش هتلقصة هادي قالت بعصابي ولكن تقلتي غا تفكر يعني كتي غا تسلها لي ربط على خدب شوية علاش علاش غنخدن نكذب عليك ما تحسين انتك علي انت فاهم انتك تلعب عليها جاسر ما تقول اللي استحملته معاك والسنين هاديك تفل عليها ما بقيتش فاهمك عزة كيف استحملتي بالضبط كيفاش كانت تفلالك عقدت درعا قداما وقعت بغضب اه تحملتك واحد ما كيفكاش غير في فراش وصافي حساك اهتا وحترشت تطحت على الفراش تفاقي عزة تيزع انتي تقال حدود انتك تحوط حبي راسك انه ما فاهمش ولا نعسى نوداني انا مشي حمقة بنزمي كن هادش اللي مخليني بقي عليك سلدابة ولكن على علاقة علاقة ديالي ما تلزميني شعزة ما باغعهاش قال جمولة ديالي وخلى الغرفة قدرم الباب مورا نزل بسرعة ما هثم لازش واحد كان محل بغي يغيش تنشق الهاوى خرج الحادقة كيشوف الدار ديال غايت مازال فيه الضو ومخنوق لكريمة ديال عزة كترد تفوضنه وش ممكن انه يكون فائلا هاكا رجلك تحرقو رغبات دياله وصافي هل هادش وش هادش اللي ترجع معه حتى بحور غمض عينيه بقوة ونقرس على الارض قال هاكا هكا افكار كنتي وافكار كتجيبو حتى كيسمع صوتها كون كانت تبصح خرجات من قلبك ما كانش غدي تجرحك تاني كيف تتسكت بلو حور واقفة مورا كلمة ديالها أصابت وفصاميم فعلا عمد الحق مازال هادش اللي العزكت اتصر فيه شنو اللي فخيق قداما قلست حدادا ما سيخانا وحاضنها بتراحة سمعت صوت الخطوات ديال كنت سنازل لها الدرج وعرفتك شافة بلد رسريها بلك دوب حور واخا سمعت صوت ديال خطط ديالباب كتناسة لما نهزش نقدرش الناس وانت بعيد عليها ولي منطي اسمعتك في سديتي الباب هتسولك سؤال علاش الحب آناني وطمع هاك تقادل المواجهة ديالا شنو كتقصدي أنا أول ما بغيت كتكن قول بركة علي غيه أنك تشوفني ولو غي شوية دلوقت وشوية وليسكنت من أن يولي أني ترف ترف قلبك شوية وليسكنت من المشاعر ديال كلها وشوية يوليت بغى الحب العلاقة ويقطع ومتي شنو شايفة داما ما ذات هو أنت ممكن تقرر من وحدة من غير ما تحسن حيثة بشي حاجة أكيد لا القرب هو الحب ذك شي لنشتا أول زواجنا ما كتش شايفني ولكنني ولا عندك وحد المشاعر ليا عرفتيني وبغيتيني ولكنت مع خيب ساف دماء أنا وليت طمعة في قلبك كله ومستحب لاش أنك تفكر وحدة أخرى أنا كتكون معا حسن الجرح ما قادراش نسحملوا أن كلامها ما زال كيجرحك عش الحب طمعة أنا نهاكا كان كيشوفها وكيسمع لعنده وحد الحكمة بحل لك تخرج له الخلاصة ديالك شي لبقي يسمع كتحر كله المشاعر كتترجم لحيرة دياله وطرابه كتدويدك الجرح ديما شد لعند ديها حيث الحب كي يعني واحد كيسلمك قلبه وراضي كيتوجهك مليك عليه ومليك اسملكي القلبية للإنسان كي بحليك اسملكي حياسه كلها الحب ما كيجرح شحور الحب كيداوي كيحط أمل كيزرع الورد أنا تعلمت الحب منك نتي شديت ديها بس الكاف ديالها حيث ما كيش من غيرك يستحق قلبه حور تفهمتي غالط أنا مجرحتنيش كلامها قد مجرحني إنك تكوني شايفاني بحالها وترجمي المشاعر ديالي غالط حد ناتو جهو بينك فوفوهم ستلي أنا بغيت قلب جاسر لي كان عامر وحدة من غيري بغيت جاسر الأب لي طبطب علي واخدني في الحم دياله ده هو القهرة ديالي أول يوم بغيت جاسر الأخ الكبير اللي كان يحفظني بغيت جاسر الولد صغير اللي كان يفرح اللي كان يصرقوا الأكل من المطبخ كان يحلم بجاسر الزوج ولي شفته عاشق سوكسر حيث هو اللي كيكلمني على الحب مش رهبانة ومش علاقة وكل حاجة وإي حاجة كل مزوينة كاتخف الوجع تحكرة كاتطلع من القلب كاتحيل لهم طب طب فوقس الطيق الحب هو الجاسر ديالي وبس ومع الوقس عزة كاتحول مرة 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 ها كاتدر شي ضريبة كاتحول أنها تتقرر منه تاخد شي حاجة ولكن مع الوقت عرف أنها عرفت بالله صافي كاش قادر تاخد منه تكشيل لبعها وبغيت نفل تخطيطها في أقرب فرصة مبقاش لي بزدف يكشفها كان شارد وجد عزة مقالي وره في حياة بالحكس كيدغط على حور حور اللي يعرفوا بالله حاملة عندها توام كاش عبدأت كاتكبر ولا تغهي كاتب كيكدر أن الشكل دياله مبقاش زبعين كي عشق تقلبات دياله كلها وذيك الحب اللي كتعطيه وذيك الاهتمام ديالها برغم أن الدراسة دياله بدات وبدات في الجامعة ولكن ما كتهملوش ولا ولحظة كتتهملوش ولا ولحظة كتتهملوش أي حاجة كتخصو ما كنا مش تحرق تحرق عجون تفجرها كيعمل وتفك منها إلا جغي سميتها ولا خطأ على لسان كي كتحسك يحس بها بحلع ولفعدك اللهوس ديال العشق ومع الوقت غايت تقدم يخطب بسمه لأنه كان سالق بصف بيح يوم اللي عارف بالله خاطب هشي واحد من عائلتها قرر أنه يتقدمه هو ويصبقه ما كانتش بغاية في الأول كانت ترددها تخوفها من تجربة جديدة ما قادرش على بداية أخرى ولكن ساليم قدر أنه يقنها أنها تعطيه وقت وتحاول أنها تتساود عليه وتحتاج سلي حياة فرصة أخرى أنه يكون عنده أب في حياته في نفس الوقت حتى ساليم مخطب عائشة أعزة ولت كل مرة كتخرج قدامه حتى كتوقفه جاسر بغاك وقف هكا كي يشوفوا يهابتها في الدروع حتى وقفت حدها اللي بغاك حضرناه ما كملتش لحضرها ما جيتش عندي ما شي يوقسه أعزة مش شغول عندي الخدمة وش ما نحتيش أنا كل شي ديما مش شغول عليها شنو بغا أعزة عقدت تروع قدامه بغا حقي فيك ولا مبقاش لي حق رب تسبها على خدها كنت أعزة أنك أنت اللي تخليتي على هذا الحق هذا يعني هذا هو الجزاء دياري أنا فكرت فيك ما فكرش غير فراسي الجزاء هي أن قتلك الزوج بيش يكون عندك طفل ها نباهر بنت بقى صغيرة وتهجرني مشكلة هذا بتسم بسخرية جديدة هذه على فكرة أنا ما كنهضرش على الزواج أنا كنهضرش على المثيل اللي قلتي ولنسيتي أنه قلتي أني ما كيهمنيش إلا حاجتي ونتي كتتسحمل عن شي كتبها غينة على السبك وصافحين تضحك تضحك سيالي وفهمتيني أنك هتكسب لي الحادقة الشرقية وش أنا وعدتك بشي هاجة لا ولكن قلت يا ونفكر وانت عمرك ما كدبت سعيدية تأكدها شافت فيه بشك شنو كتقصد والو عزة شنو بغدابة بغاني نقلصو نظر معاك تخرجني بحل شحال هادي نخرج ونصهروا على برا تخنقص من الجلسة هنا ما بين ربعات الحيوط وش هتش يسوي كتير علي لا مشي كتير عليك ولكن يا سوأ شنو أنا غايجي مورا قلت له بعصابية شنو كيف هشان شنو غايجي مورا أنا أخصي نقرم منك بسبب ويز تكتفو سعودت منك لهذا الشي وانت تفهم معك صعيب الساف شنو بغد تلقي ما عنديش مانع شافت فيه جومس دومة لها الدرجة هاتي مبقيتش هامك كيف ما بالضبط انتي مبقيتش هامك انتي بنت أمي وأماني لي قبل ما يموت عمي يخلك لي شوفي اللي الخر وقولي لي شنو بغ حتبارك رعيت ياكا جاسر واخا ما تنساش بالله أنا عزة الراوي فاك عقل بزيانة دي الحاجة اللي وحيدة اللي ما نقدرش نسها ابنت الراوي سيقيني لعبيه للمكشوف تربحي غا تقيد دوري هكا مبغيش نقول لك شنو ممكن ندير شنو كتقد كلامك اللي فهمت ايه وسلميني على مامك يلا بسلامة خرج من الطارعية من هات الشي هي من الوجود ديالا ما هادرتها من تلاعبها ولكنو كان واضق من حاجة واحدة ان عزة غا تنفت المخطن ديالا عم مقارين وبتجازر من السيارة تقدم بوابة ديالجامعة كي تصنحور بحال كل انهار كاتبشي السباح مع يونس وكيرجع هو للطار كيحاولي حماع من عزة بتاسم زبط الحال ديالا وانهار دخلت لحياته تكي يقرب من واحد الشاب السلام عليكم تلفت لي نوع عليكم السلام نعم انا عمر المهدي معيد وكنتدرس هنايا في الحقيقة كتبغين نجيب الرقم ديالك ونزورك في الدار قد جاسر دراعه نعم تزورني ممكن نعرف السباح في الحقيقة كتبغين نطلب يدلعني سحور وطبعه مش يمتك الرجل المتاهر والعنيف ولكي اللحظة معرفش كتبه تشدها كاكوة القبضة ديالا واعطاها الوجع مباشر وجروا بنحوهجوا هذا هو الجزاء ديال واحد اللي كيطلب وحدة من رجلها جمعوا الناس عليهم معظمهم من الطلبة سكي سمع صاوسا جاسر شنو واقع خلها طاح على الارض وبلا وعيد جرها مدرها مورا غادي بدون موهلا كلمة جهل الهدراء الهدراء ديالا ولكي غي كي يلعندك الحواج ديالا الواسعين اللي كي يخفيوا الأطفال ديالا اللي كي يبانوا في البطن ديالا خايفين من العيون ديال عزة ولكي كي يلعن عزة في ديك الوقت وكي يلعندك المتطفل اللي خرجوا على الواقر ديالا وخلها كيف يفقد أعصابه قدام كل شي حتى وصل للدار جرها مورا الغرفة ديالا قدام عينين كل شي حتى عزة ومدخلي على الباب وش انتي ما عارف الشي حد في الجماعة انك مزوجة ولا شنو قاتل بخاوف جاسر ممكن تهدن شوية ما عنديش صحاب وانت عارف هادشي فينا مال الخاسم ديالك ولا انتي باهم يقولوا ما مزوجاش أصلا تكلقى واحد جاي كي يطلبك مني مدود معاك ينزله انا بغطى حدي يقول شي حاجة وغيه الخاسم ضاق عليها معي ديت نفخات على قبل الحماله وحلت المنطول اللي لابسه كاتوري السنس اللي ديالا فيها الخاسم ديالها معا الحروف اللي كاينين اهو ما كان حيداش من نرقب شي سانه ولد ان شاء الله انديرها بلعريقة بصعوبة في لحظة كان غدي نفاجر فوشها كل شي اسمح لي انا مدرت شي حاجة تخليك تغضم مني السفر جاسر بقوة حاوها ما احسيتش في نصي ووجهي كي يقول مكر نطلب ايد الانيسة حور جاناتي انا تحضر ان تقصر ينظر تعال القصوة المثرة لي مرة غير الجاسر تغيرها عارف انا فرحانة بثاف اول مرة كان حيث انك كانت غير لي قللي كي قاععشقها جاسر اصعداتها اتكون ملكات الكون كله منظرة عشق زوينة بالأيني حور ما كاتورش من غير جاسر حيث ولي ما لدني ديالا كلها غيرت العشق مجنونة أنا كان عشق كان غير في جنون أنا غايت كلبس حوي جواسعين زيادة على النوزم دكشال اشتاحد ما كيشوف كرشي ولكن الله ما درس معاشي حد ولا ولسواحد كي درس بعلش فايفة عارف ومتأكد وكنت يقف حريتي ولكن بزز مني ما استحملتش اختنا هدو شغفة ها عادت صافة حور ولس بغاني غنت لعندي عنا عارفة لش بغاني بغت تاخد السور دي المكتب قدش عارف شنو ندير معاه خايف عليك ولا يفكر شك ما عارفش ها حور اتنا هدات ويا كاتشوفي أنا عارفة انك بغيش تطلع لها عندها على قبلي مش ما تكعينيش ولكن أنا ما يردينيش انك تبقى هاكا حاير ومضغوط بها تشكل طلع وشوف شنو عددير مكيش حلو حد اخر جاسر أنا مش درية صغيرة أنا حاسة بك وعارفة مزيلا انك تهرب من المواجهة ولكن خلصك تأكد كيف ما أنا عارفة بيلا انترك ما قتيش كاتب معيها ولكن ما كارهاش وعارفة انك ما بغيش تكرها بقاتت في كل عشرة ما كانت لفش منك انك تكرها ولحتى تطلقها ايا كان هاديك منتع منك قبل ما تكون ومرأتك قلبك وجاني وكان غير ولكن كان عارفة مليون وعضر وما تنساش اللي في الدماغ نارها كلها ضرور من قدروش نحكموا بيها حتى تطمن وذيك ساعدة تأكتي وبغتي تخليها هلا دين مدير لك أنا ما غاديش نعتارد ما غادي نديروالو جانهال غايتكسب فيه العقب ديال سالين وعائشة وعزة وغيت وبسمة بعض الشي كان في القصرة الراوي كانوا غالسين في الوقت ديال مرسيم العدول كيكسب العقب ديالهم كيتحكوا وكيهضروا في الوقت اللي كان كل شي فيه كيتحاك ومشغولي عزة انسح بس بوضو بلا ما يلاحدث شي واحد وليمكن هكذا ضنات كانت سعين كيتا ترقبها يعني ان حور جاسير انا عدخل الحمام وارجع قارت لجملة ديالها ثم تغدف شوية خلت الضو مطفي شط للشرفة كيتشوف للمكتب فعزة من اللحظة اللي دلت فيها كيتحاول تودد ليها بعد استئدناتها ودخلت الحمام ديال غرفة ديالها يلي خلتها كتير بداخل ديالها هذا الشك خصوصا اللي عمل قاتش المفاتيح ديال جاسير بعد ما خرجت تبات على حركة في المكتب صلت اللحظة يمكن جاسير ولك الأضواء قاتب سنطفية إلا حظه كان كيبلها من التلفون صفرة قوة حركت على برا كيبلها جاسير كيضر مهام مع محمود يتقرب اليوم كنزوين لا يسمم اليوم باخير أجي حور قربت حسر ببتع مالك سفا زيانا حور من وجهك كصفر وانو باخير جاسير وشي حاجة تحسب العيام أز وطرا سب النفي بغت تقول لي و لكن بغست تفاسد النهار ديالغاية نظرو اسر طرا لزوجين جداد و هاء اشي حاجة بقيت احد اشي حاجة بالفِكتب و yine لم ت dyeغذت أخواني متتمن بالساف مناش خايفة انا مشي حمقه حور ذاكش اللي كاين في الخزنة غي سور ديال الورق الأصليين الأصليين كايني مع غايت غايت طمني وشنو غادي دير ما غادي ديروالو غايت هدنا حور على قبلي إلا كانش حاجة معي قولا دية شوية دية الواجه هاكا تكسر قتليا إنو عادي حتس أنا في الشهر السابع بقمعها كاين تنح سدها ناس أصفر بقوة واسم غادي طالح الجانح ديالولي الفوق عنده عزة محل بمكي يلقى كاينجمع في حواجه شنو كتديري مسافرة عزة جوابها سوبرتيبة ماما هي أنا وتصلت بيه ويوقف قدام ناو يتسافري دابة في الليل بلا ما تقوليني لا كتغي كان وجد الحواجه صافي كتغي أصباح أكيد مش هي دابة على شيتي دابة تكا على الفرس ندرسه هل أدراه شنو عزة دلنا حدي المراتي ولا نسيتي لا مقصدش ولكن تقريبان يومي ما كتقدرش معايا وحتى أنه حتى اليوم ما كتقدرتيش معايا قاعدة يغي يقسم شغول مع الزواجه صافي ديالهم آه كين شي مشكلة عندك أن ينسافر لاحبي بعادي سلمني على مرة أمي يلا نخليك باش تقدري تناسي وتجمع حواجه لك على خاطرك قاعد جملة دياله ونخرج من الغرفة ورجع خرج من الطار كاملة وسبحان الله في نفس ديك الليلة بدك يتحرك فيها الوجهه سمعت السيارة دي روني كانت خارجة وعرفت وما رجعش توطرعت حتى تجمع تعلان الدنيا كاملة بالواحد 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 الوجهه كيمشي وكي يجي كيتاصلو بيت تليفون دياله طافي حتى طلعت الصباح وما قال سين كل شي كيشوق فيها لكن ماذا لا في السابع ياك اه ولكن ما غنولدش حتى يجي قربت منها عائشة كيفاش ما غنولديش تايجي بس ما تايجت عندها قسمع يا حول ولادا ماشي بالميزاج ديالك هذا ما يعاد الله بكتبه سواء جاسر كاين او لما كاينش غتولدي يعني تهدنيها كماش نعرفون تحركوا حيط لو جعلت زادها كم ما غديش نعرفون انتو كتاش بلاصة وشي الحواج ديال بابة وفلو حواجك نزل طرعتها بالموافقة ارهم ما في ذيك الحقيبة الكبيرة احد السرير ويتوقف بسمة صافي مزيان اجي عائشة هاري هذيك الحقيبة قالت هالغاية اللي بنلغ حتى ماماها باشي لجازر يتبع جاز جازر يتبعوا من المستشفى ساليم بنلغ ماما تهيوا بابة وهاجي السيارة قدام بوابة نفضوا كل شي كلا اسمع هذا الوقت الله سبحانه وتعالى كي يخصبرنا ايمان ديالك ويكونوا احداك الملائكة الوقت ديالواجع قول يا ربي ودعي بدكش اللي باقة ودك ساعة غينك كل شي عيده زمزيان صافي ترمس على صدرها خايفة مسما الملاد تقدر توقع لهم شي حاجة خيبة واشتي حاملة فتوام اذا طرعتها بموافقة اه يا ربي السلامة ارجع سحور كاسبك جازر غيجي غيجي جازر غيحضر لي شافت فعل حاجة زينم ما تخافي جا حور غيث وانا غادي نجي وسحنا معاكم غيث فين غا تجي معانا لا خليك هنا باش بني يجي جازر قشي واحد في الدار سالم يلا هاجيو را السيارة كان يقدم بباب وتحركات حور مسندها عائشة وبسمة غبطينها توصل للباب ويسغوت حور تسحافة من هذه كلمة كتحس بيها بتسخون على الارض ويسغوت بسمة احصقنا غيث حور ولا تكون لك ترعت بغيث جازر كان تغطح لو لغيت اللي هزابين دراعوا ملطنق بها كي يجري السيارة جازر كان وقفح البلاسة دي السارحة على الطريق خدكز دي القهوة مرتاحش ما شفش ناس ولا لحظة من البارح البارح كان آخر سطرف حياسه مع عزة الخطة دياله هي بيديها غدراسه تسخد دام الأحداث دي نهار كاملة بدأ من داك سفر الوصول ديال للتار ديال ماماها في الصباح مع العشرة صد ما سمع بدأ كي يسول فيها واش عمري قديسة عمري خنتها هي كي يلي تلبس مني الزواج قلت لي اه ايوه ليش البارح كتحل الخزنة ديالي باش تاخد لورق سعطه من باين صد ما هتلا ما يمكنش أنا مني عرف سكتتغدر مع باين تلبس مني لأنا تفرق عليها باش ما تخلقش لأ المشاكل واخا كيفش كتغدرني للا ما يمكنش واخا مش مشكل نسننا وهو والدليل شوي وغادي يجي قلس كي يشرم القهوة دياله بورو بطاهري ولكن في الدخل راح شاعل بحل شي جمرة تقريبا غير الساعة ويدخل عزة ايش عفتو تصدمات حين لديك الشنطة ونيدها حلها وخرج منه الملف وحط قدمها مهام مباشرة بنتك سرقات المفاتيح ديالرجلة باش تسرق الخزنة ديال واتخدو ورقة تعطيه لعدوته مش حلبتيني عزة عزة قدام واقفة مرعوبة انا ما عرفت حاجة على هدو الوراق واكيد حور نحطة طمني باش قابيناتنا اقدر عقل بسخرية حور اشرف منك اشرف من انك تجي بيسمي سال لسانك مش انتي لاخدتي الوراق لا واخو انا قدير بالدغة البوليس وغير فعل بصمات ونتأكدو عزة طحت على المقعد بغت انتيني لحبسة جاسر وفعلا اشرفت على خطرة بلا وعداتها باحد المبلغ خيالي مقابل ديك الوراق وخاك يشوف وصيقتها كنظني وحدة بحالة غادف الحرام وقاتلك سرق يراجلك اخسار راح الساق اخسارت كل لحظة كذو سفي على نفسي وبقيت على العشرة اللي بيناتنا اخسارت السنين اللي دعس من عمري وانا وهم اني كان بغي وحدة بحالك بدو كهتنو فيه وماما هكاست تحاول انت تقول ورغي غلطات ويغن انا غنعرفها الغلب ديالة وغيقل سنت فاهمه للأسف يلا شوشك في اي بلاسك تخصني دمك غيكون حلال هاسا انا حاط في المكتب كاميرات والسرقة هره مسجلة اي باشتعرفي راسك تلقى هاسا طلقى طلقى بتالات وتحرك جهة الباب خلي صور ديال ورق لي معك ينفع كدابة وصل الدار مع الطل داخل كيتبلدني ضل ماسقين فيك تيها جاسر شفى ويحيا صغير ورشة ذهبين دراو اخدام العنده ايانا مامو ومراسك تولد بحل صاحقة نزلت عليه وصل الطاير معرفش كيف شو وصل تكتب اللي هاي شمس ندالا هاي شمس ندالا سالي بس ممسن دالا غيسو كيبكي وحس بالخوف تقرب منهم شنو واقع كيبغى صحور خاديشا ما زالك تولد هولدا غيت هنتن بغي نشوفها تهدنا جاسر التكتورة معها لداخرية كتولد من البارح يومس كان منهار اختي يا حور سالي متهدنا يومس حرم عليك وبارقين ما نقصدش الأعصال بكيبا عادة لكل شي مش هجيت لغرفة ديالها رايق تحمها معرفش أنه ضربوا أحد ودفعوا أحد مو ينبغي يشوفها وأخيرا سمع الصوت ديالغواسها سمع ديكي يجري لداخل كتغوط طبيبا كيفاش تخل هذا خرجوا حور أعطقنيها جاسر خلتوا أحد يقرب ليه بدك يقرب ليها كيشوف دموعها ناسلين كيبان فادك تسعب كلها حمرة أرض بارك من ولادي أنا كان الموت دار يدعو لشفيفة وش عندك سكولية ثانية تكيسمع البكاتية الوليات صغير باينة كان كيتسنا كباش يخرج ألف مبروك من نوتا جاسر ويبتسم عشق جاسر وما كان لش دقيقة حتى خرج لبابي الأخر قبل ببدأ تكاسب ساسم ساة فعل البطل أنا أول مرة كان ولد سوأم طبيعة ألف مبروك عليكم الحمد لله على سلانسك ولد غزال سبرق الله بحل القامر بس لها راسة وكيشوف الطبيعة والممرضة كانت نطفها نطف بنية اللي كانت ترهد من البرد أعطاها الممرضات أعطاها الوليد والبنية الصغيرة والقلبه كيترهد وكيدمه عيني كان كيتأمل ملامح ديانهم يصار مصغرة الحور وليورس اللي على برته وكيبكي قرب منه كيبتاسم كيكتحسب زيان بتتكد حك قلت هاليا قلت لي مغالون تحتاجي جاسر وبالفرحة ديالجاسر وبدأ كيش بدغي هي كحزبي كبار ديالفلوس وكيعتل ممرضات وحده الطبيعة سيعة طاوية تقول لي لا هذا الواجب ديالي وحده ممرضات قتل هادره هو الآغة ديال عائلة الراوي مقداتوش بالفرحة واخيرا رجعت الساعة ذا مجدد لقصر الراوي كل شي كييتسننو وصول ديال الزور جداد بدأت من زينب على الكورسي ديالة المتحرك وعد الخدم حتى اواما كل شي كييتغرتم من يبدو داخلين شدها عائشة يد صغور وتحركت كتح الباب تخلي جاسر مسند عليه حور معه مغايد بس مهازين توقم وقلصوا بجمعين كلهم فرحانين الحقيقة كاملة من الأول حسن لأخر جميلة صافة أسهل شفي غايت الحمد لله الله مكيس انت ممتك يفتحوا حد حسن منه اوالله عوضه لك عزة خرجت مننا بجدخل الدور يدي فعلا لان طلقتها غايت الف مبركة حبيبي الله الله على الأراحة حكوه كيشف عائشة ويكمل غايت عزة دي كراكنتوا أباء الله نجيك منه بعد عشر سنين غايت ولك الحمد لله المهم طب من دي أنا قسم من برزة مع موضوع عزة وعند الولادة دي الحور ومعرف شو الأخبار دي لك مزيئة الحمد لله ان شاء الله غايت نديرو العرس دينا مع العرس دي العيشة أرجع تخلوه ويا المكسب كيهضروا على باين الوقت اللي سافر مليكمل مع عزة قاكي يتحرع على باين عربي الله بلا العلقة دينا مع داك الروسي مسيج واج في الحرام وشغلية لكله مخربق كتدير شركات سورية وكتحيدها وطرجع تدير وحدة أخرى يعني كتدير غسيل الأموال دي السبوع ولا أرواح مع الأمداح وفرحان الملوليدات وفي نفس الوقت غايت حط حراسة على باين حضي لأنه كان خايف من أنها غايت دير شي حاجة وفعلا عربي الله اخذت شي فيلا بعيدة حطة على حراسة مشددة كل نهار كتدير فيها حفلة الصباح حققت الشرطة كان المعمال جنائي وقالوا بالله كان سماس كهربائي وتقيدات ضد مجهول ولكن كانوا متأكدين بالله باين وقلعتها وغايت ما كان السهل حتى كان كان عرف كان كي عرف صاحب عنده في المخابرات من يهضر معه قال لي بلا عندهم معلومات على الموضوع وإذن باين وعزة محتوظين تحت المراقبة وانه سمعوا جاهسين خلاكي تضم كتر باين ولا تكتف تعزل شيرجار تقال على الدم والوزن ديالهم وكتبات معاهم كان بصدوم ما قادر شي تحيق إنه عزة وصلت حسن لها الدراجة وكتدوت الأيام وكتدوت السنين ولا عائلة مجموعة على الطاولة الطعام الكبيرة على رأسها جاسر وقلت زينب في المواجهة ديال وكتأمن ولادها ولادهم بايون دامعة جاسر شفع لش ما كتتساكل شيرجار ماما تسمت زينب وياكتوكل غايت صغير اللي كان قدامها أنا كنا كل أولدي رأيت سمم علينا لنعم ديال وتجمودي مها كمعنا وكل شي قال آمين ما داش بالزاف وصل جاسر واحد للخبر قال ولو غايت قال له بالله عزة كانت كتحركة باين كيف ما بغايت شدات ومعرفت شون غاديت دير وبعد سافرت لندمها وما ترداتها ويا كانت غدا على الطريق السريع ودرت حادثة تسير ومع الأسف ولاسم شلولة من سمع جاسر ذاك الخبر مرغم مضعيني بألم لا إله إلا الله قال له غايت بالله تصلت بيا باش نبلغك هذه الرسالة قالت بالله بغايت شوفك السفر جاسر وشي ما زال في المستشفى خطت شوفش بلاسة تقلس فيها أنا غادي نشوف العشقة هنا والله يسهل مهما كأنا ديرها بنتاعم وما غاديش خلينا ما غاديش رمي واجهة جاسر شنو غاديت دير جاسر تلف معرف شنو غاديت دير هل زايني كيشوف حور اللي كانت قاسا قدامه كتبت أسم ورجعت قربت منه مالك فاش كاتفكر بدك يشوف وقلا بعشق شنو زرت في الدنيا دي اللي باش الله يكافعني بيك بغيتيني كيش أكبر شي حاجة أكبر حاجة زوينة منها كو قل لي شنو فيك بلي رجعتين زم بالدل حاولي غير الموضوع ولكن كان موقن أن حور كتقرها بحل كثب نفتوح من النهار عرفها شنو كاين شنو قل لي شنو كاين بدك يعود لها كل شي معقل لا عزة درت حديثة ويدخلى لا إله إلا الله ماتت إلا تشلات تشلات لا حوله ولا قوة إلا بالله وانتو شنو غير تردامه شفابا فعل شنو غير الله يلطق بينه مين عرفتي تصلت بغيت بدك يعود لها كل شي قبل ما يكمل كلامه قاتلها سير شفاجة أسر أنا عارفة أنها ما زال غالية ضم على صدره ما كيش لي غالية في الدنيا من غيرك أزة عينها لي على حورة جاسر إلا كان الآن وبقت فيها أنا عارفة أنها ما زال في الداخل ديالك حسب العشرة ديال السنين مش سهلة تتمسح ويبقى في الداخل ديالك مهما كان عزة دي ما تكون في الداخل وإلا بغيتيني نجي معاك غنجي معاك مش مش مشكل مهما كان مش مش شوفها ضم على صدره مثلا بن فعل لي ما كان تخرج دكشلي في الداخل أنا مش شوفها كان أعشقك أهنا هاي شوف الداخل ديال هاد القلب سمسيني بيدك الشي لاش كان عارف قاعدك الشي اللي فيه وملي عارف هاد الشي اللي وقع العزة وكي حسب الحزن عزة كيف ما قلت سيها ما زال في قلبه طفلة تربز ما مكاش كيععرف من غيرها ولكن طفلة دياله دميلك تدوي الألم والجروح الغضب دياله من عزة فق الحدود ولكن مجرد ما شوف من ديك الحالة حسب أحد الوخذة في قلبه فيني عزة اللي كلها غرور عزة ولت من كاسرة كاسيحة وذليلة غزة عينها فيه وقاتله بن كيسار جاسر ما توقعتش أنك أغدشي ولكن طول عمرك أكرم من دياله ولد عمي شوف فيها بتأثر على سلامتك عزة شاء الله شده وغتمشي شوفت فيه بن كيسار من جديد أنا راضي يا جاسر اللي درته مشي سهل الله بغى أني نطهرق بالممشي لعنده تغيرتي بزافة عزة بدود معك يا طيحو تقيقني الله أنتقم لك مني يجب لك حقك والزيادة أنا شفت الموت بعينية وبرماتني للشارع والدنيا كلك تتهرب مني ما لقيتش قدامي بم حلول من غيرك ده ما شنو بغيتي هلاش ناوية هزة طرحة بعجز ما عرفتش ولكنه أتقى فيه وأنه ما يخلينيش ذات بالأفكار كانت دور في الداخل دياله ما تخيلش أبدا أنا عزة غتوصل لهاد شي أنا صحت أمرك عزة أي حاجة بغي أنا متكفل بها مهما كانت بنتعمي وصيّة عميق بما يموت قالت بسهرات دود إذا تلبس منك شحاجة غتوافق طلب عزة بغي نعيش وسط منكم أنا بقليتها واحد بغي نبوت الوحدي عزة بغي ترجع شنو كيفاش غيفكره كل شي شنو كيفاش غيفكر هو وش غيتقبلها من جديد نتابة من الشروط ديالة لصوتها عارفة أني زيت فيه بالساف ولكن كان عندي أمل ما بقاش بوحدي فهذه الحالة شفية هو كينطق ولا درواء الراوي ما كيلوحوش لحمه معزة أنا موافقة أنت غت خرجي إمسا المفروض كتخرجت هذه أسبوع ولكن استسمحتم يخلي واني حتى نشوفش بلأسا والدنيا داقت بي تصلت بعلاق أرداليا ولكن ما جاش ما لقيتش قدامي غير غيت باش يعوني صافي عزة أنا غمشي دا بغنكمل ورق ديال خروج وغتي نمشي ما بدخل هات صدمات مني شافتها عم مرة ما كانت غت تخيل أنها تشوف عزة بديك الحالة قاعدة في كرسي متحرك الوان وضعف مالي لجسد تيالها وضموه فاينيها المرة الأولة كتشوف دموه حقيقي يا فايني عزة كل شي ساكت كل شي ساكت وحد ما قدر يهضر بسمة غيد زينة بوحت جاسر اللي كيملة وجهه الألم صوت واحد فقط اللي قدر يكسر حاجة الصمت آنيس ماما شكون هادي جملة عادية لطفل اللي عنده سبع سنين ولكن حساسها بخزة الألم شافت فا الحمزة الصغيرة واللي من يديها شت تسبيت آنيس ويكا تحرك جهته تلاقات العينين دي الحور وحد الله شوف اللي عرفات لكون هديالها حيوارت قدر تسفك التلاصم دياله وترجماته بسهولة بجملة وحدة ماشي بالقلب مكيش بالقلب من غيرك وصلت لها حتى تصغير وراء لرجلاته كتشوف عزة بدهول كتربت عليك سفها الحمد لله لسلامتك عزة وجملة وحدة كانت كافية انها تفك الحيصة رجل كل شي حور أنا ما تقولي والو شوف آنيس هدي عميته عزة بنت عم بابا آنيس ليش كنت بكي؟ عزة أنا مشي كان بكي أنا فرحانة شافت فيها زينب الحمد لله على اسلامتك عزة سمحوا لي أنا أحتضر ملكم كلكم غيت رحبا بك في دارك عزة بس ما تقربت لها كي بقيت شوية جاسر صباح وجي جنح لغربي للعزة وصفتي صفتي وحدة تكمل كل شي وتشوف طلبات ديالها شافت فيه صباح وخاسيدي تابع جاسر صباح وهي ضررم ديك الجديد دياله المعهوضة عزة من طرر وغا توقف دار راوي شافت حور في عيونين زينب اللي بتاسمات لها بدور ديالها زينب وضرر راوي عمور مكا إلى حولاتهم ودأس عشر سنين حلات حور عينيها مع بداية الفجر كالعدة ديالها كتتأمل جاسر لحدها كان خرج من الفراش بشي وقفت قدام نافدة كتشوف الواجهة ديال القصر ستاشر عام دهست ويا في قصر الراوي تخلت بنت مقهورة مجبرة على الزواج براجل التعف ديال عمرها حياة تهدمت بالكلية مصبغة سقبل ديالات سالة بشتولي جارية ودبا شنو هي هي العمود ديال هاد القصر وحدة مرة كايز دياله كايز دياله الأساسية حدث بحشق عمرة ما تمناتو في خيالها راجل ننسى هاد الدنيا كلها كان بتكره غيهوها خمسات الأطفال ومن نعيم ديالها تسبت لات حياتها كليين ما رجعش ديك البنت الصغيرة العاشقة كبرات ولا سمرة مقتمنات لأنوثة بيه وعلى قبله مشي محدة اللي تسبت لات حياتها العائلة كلها لهم تغير بسمة اللي عيشها مع غيط شي حاجة اللي عمرها ما تمناتها يحيى اللي كبر ولا صورة من غيط موجهو بسمة يونس تغريد اللي ولدت كلهم أطفال ديالهم الرائعين ضمها لصدره خرجا من الشروط ديالها ملك فقية بكري واقفة كتشوفي فاشكت بكري كل فتاتة عنده كالدعب بيتها شعر اللي ولد فيه خسل صبيدين فيك وفي الدنيا عارفة جاسر أنا كل نهار كان كل صافي أنا وصلت لآخر الحب ولكني كيبت نهار جديد كان القنفسي كان بغي كتر وكتر أشهد الكلام هذا ثاني مشي كلام هذي حقيقة طرب من ناس من الجباته على جباتها أنا مشي كلام أنا كل دقة قلب كتضق كتقول حور إيتي آه حور اللي ما شافش الحب ماش وانا حياتي في العشق ديالك عشق الحور ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة